أحمد جاد الكريم شردت إحدى الأغنام بعيدا تبعها الراعي حتى سقطت في منحدر رملي فتعة صغيرة تكاد تكفي المعزة التي هوت من خلالها نظر الراعي للخلف ليتأكد أن باقي الأغنام لتزال تسير في طريقها هش بعصاه ناحيتها كانه يريد أن يفق من حيرته أين ذهبت المعزة؟ قرب رأسه ناحية الحفرة رأى ظلاما أسودا حالكا لم يحدد شيئا ولكن هناك صوتا في الأسفل كأن المعزة تستنجد به أو أن أحدا ما يعذبها يخفت أنينها ثم يعاود عاليا إلى أن خمد نهائيا في هذه اللحظة كان قد قرب أذنه ناحية الفتحة أحس بأن شيئا ما يجذبه للأسفل وغرس عصاه في الرمل ثبت بها نفسه ثم سحب قامته ورجع عائدا يجري ناحية الأغنام التي بعدت عنه الممياء ممتدة في المتحف عليها آثار تعذيب في الوجه شيء غريب غير طبيعي كان هذا الشخص قبل أن يموت تعرض لعذاب شديد الفم مفتوح الجثة بعد فحصها تبين أن صاحبها لم يبلغ الثلاثين الفزع باد على الوجه الأسنان كاملة الرأس يقول إنها كانت تحمل كثيرا من الأمنيات لكن الموت أسرع إلى الروح فقطفها وهي شابة ممياء بلا اسم ولا هوية تدل عليها رغم كون الجثة قريبة الملامح من نبلاء العصر القديم عبرت ألاف السنين لتصل إلى متحف أنيق يزوره ناس يتحدثون بلغات مختلفة رجال ونساء بتنورات قصيرة وبناطيل وشرطات قصيرة ساخنة ينظرون ويتعجبون يبحثون في اللوحات الإرشادية يسألون المرشدين دون جتوى رجل عبر الدهور ووصل إلى تلك البقعة دون اسم ولا أثر غير هذا الهيكل العظمي المثير في الليل يحكي الراعي لصديقه عن الحفرة التي سقطت فيها المعزة عن الشيء الذي جذبه عن ظلام الذي شق ظلاما وكاد أن يشق رأسه ويسحبها للأسفل لا هناك كان ليل قد حل على القرية الجنوبية صوت الصرصير ينبعث من بين الصخور بعثا في المكان رهبة القمر في السماء مكتمل تخفياك أنهما ذاهبان لمهمة خطيرة مد الطريق عصاه ناحية الفتحة غرسها للأسفل مال بجسده أكثر أخذ في تطويح العصى علها تصطدم بشيء لكنها كانت تتحرك بحرية دون عائق من جوال أخرج فأسين أخذ الصديقان يوسعان الفتحة تكسرت الصخور بلا مشقة منهما الفتحة أصبحت تسع رجلا أشعل الراعي عود ثقاب يده ترتعش ثبتها ومال ناحية الفتحة انكسرت حدة الظلام لكن شيئا لم يبن شاب بشعر أشقر بجوار فتاة ترتدي شرطا قصيرا مبهورين أمام الممياء الموضوعة في الزجاج ما قصة هذه الممياء؟ يؤكد المرشد السياحي أن هذه الممياء بلا هوية وأن وراءها غموضا لم يكتشف حتى الآن تلف الحيرة الشابة والفتاة يسألان المرشد عن السر وراء عبور هذه الممياء آلاف السنين بلسم يقول المرشد إنها وجدت في مقبرة كبيرة تضم عشرات نعوش لمميوات ملكية كلها معروفة كنز حقيقي كل نعش معه تعريف لصاحب الممياء ما عدا تلك الممياء المجهولة ما الذي جعلها تنضم إلى هذه السلسلة من المميوات الملكية؟ لكن لسبب ما لم يضع بجوارها ما يكشف عن هويتها تسأل الفتاة عن سر التعذيب في وجه الممياء تغمض عينيها للحظة تتخيل الرعب الذي عاشه هذا الرجل قبل موته فجعله يموت على هذه الحالة على هدى من مصباح الجاز يهبط الراعي وصديقه للأسفل هناك درج متهدم من خلاله وصلاة للأسفل فرك الراعي عينيه حك صديقه شعره الذهول يطوقهما كانت النعوش من حولهما مترصة بدهشة سارى نحو إحداها تعثر الرعي في شيء صلب قرب المصباح كانت المعزة متصلبة يابسة ووجهها عليه الفزع فارغة فهها دقق أكثر كأنها قد حنطت بعصات حركها الصديق تأكد من تيبسها لم تصدر منها أي رائحة تعف ضغط الصديق العصى في بطنها كأنه يغارسها في حجر صلب ترك دهشتهما لما حدث للمعزة وتجهان حية النعوش سمع صوتا يأتي من أحد النعوش أنينا مكتوما مثل الأنين الذي سمعه الراعي عند سقوط المعزة في الحفرة قرر الخروج ثم العودة مرة أخرى مع واحد من لصوص الأثار في طريقهما لم يتحدثا كل منهما كان يفكر في الثراء القادم كان الحلم ممزوجا بالخوف وهناك أسرار في تلك المقبرة الملكية المعزة المحنطة الأنين المكتوم الرعب القادم لم يترك المرشد الشاب والفتاة في حيرتهما حكى لهما كل ما حدث منذ اكتشاف تلك الممياء اللغز هناك علامات حبال على قدمي وذراعي الممياء مما يكشف أنها أوثقت بالحبال قبل موتها قال العلماء الذين فحصوا الممياء إن شعرها كان أشقر وغالب المصريين شعرهم أسود مما يؤكد أنه ربما تكون تلك الجثة لرجل أجنبي تبدل الشاب والفتاة نظرات أكثر حيرة سأل المرشد عن الزمن الذي عاش فيه هذا الرجل قال إنه تقريبا منذ ثلاثة آلاف سنة كان الشاب على علم بتاريخ مصر القديمة ومن الممكن أن يكون ابن زعيم الحيثيين الذين كانوا في سوريا هكذا خمن الشاب استنجدت به زوجة توت عنخ أمون عندما مات زوجها أرادت أن تحافظ على الملك فأرسلت لهذا الرجل الأجنبي فجاء إلى مصر ثم تزوجها لكن مؤامرة حيكت فقتل هذا الرجل لابد أنه عذب أو خنق أو دفن حيا جراء تطاوله على ملك مصر ولأنه لم يكن ملكا مصريا أرادوا لهذا الدخيل ألا يعبر إلى الأبدية فتركوه مجهولا بلا أي شيء يخصه حتى يهلك وينتهي ذكره للأبد قالت الفتاة إن كان فعلا هو ذلك الشخص فقد لقى عذابا مرا قبل الموت أربعون نعشا ملكيا برديات كثيرة قطع من الكتان مميوات بحالتها لم تمس من قبل أقراط من الذهب وحلي أدوات زينة كل ذلك كان موجودا في المقبرة الملكية جاء مع الراعي وصديقه شخص آخر خبير في الآثار فرنسي الجنسية يجيد اللغة العربية بعدما أخبره الراعي وصديقه بمحتويات المقبرة اتفقوا على بيع هذه الآثار يكون ذلك الفرنسي وسيطا بينهم وله نصيب كشفا كل النعوش وأخرجوا منها ما استطاعوا أن يحملوه لكنهم توقفوا لعدة أشهر أحيانا بسبب خوفهم من الوشاية وأن تعرف الشرطة ما يفعلون حتى الأموال التي حصلوا عليها دفنها كل في بيته ولم يخرجوا منها إلا القليل بقي الأمر سرا بين الرجال الثلاثة في كل مرة يهبطون للمقبرة ويخرجون شيئا يبيعونه تدق قلوبهم من الخوف من ذلك العالم الغريب الذي يدخلونه كانهم انفصلوا عن كونهم وولجوا عالما مغايرة يقلبون النظر في كل مكان ما عدا نعشا واحدا يحوي جثة عليها رعب العالم وضعوا المعزة بجواره تركوا كل ما يحيطهما خافوا إن اقتربوا أن تصيبهم لعنة ما لكن فضول الرعي لم يتوقف يفكر في الوقت الذي يختلفه بنفسه ماذا وراء ذلك النعاش ومن حنط المعزة من سرب إلى كيانها كل ذلك الرهب يرتعد ينام وفي النوم تأتيه كوابيس مسعجة المرشد يرى احتمالا آخر لهذه الممياء قيانة قام بها أحد النبلاء طعنة وجهها في جنح الظلام لملك أو أمير تسلل لأحد مخادع الأميرات وليلة عسل قضاها في حضنها ذق فيها الحب حتى سكر لينال مقابل كل قطرة عسل قنطارا من العذاب ثم أقصي من الحياتي متجردا من كل شيء ذاهبا للنسيان مفزوعا بعدما كانت البسمة لا تفارق شفتيه طيلة الليالي الهانئة تتساءل الفتاة الشقراء هل لا؟ سر صم قوي في جسده؟ جعله يتألم بشدة ثم تتقلص أطرافه وجوارحه ثم يلقى في الجحيم؟ يفيق المرشد من تفكيره فعلا الأغز محير طيلة سنوات عديدة لم يتوقف العلماء عن البحث ورأى سر هذه الممياء يقول إن بعد فحص أمعاء الجثة تبين أنها خالية تماما مما يوكد أن الرجل تقيأ كل ما في جوفه وهذا يحدث غالبا لو كان قد تناول سما هذا احتمال ليس بمستبعد إذن الرجل قتل وكان قتله شنيعا الموت ليس وحده العقاب لكن الأهم هو الحرمان من الحياة الأخرى التي كان يؤمن بها المصريون القدماء دنياهم هي الممر المعبر نحو الخلود حيث تسكن الأرواح وترتاح من كدها وتعبها في الدنيا قدسوا الموت واعتبروا الحياة رحلة تجهيز قصيرة من يخطئه حظه ولا يمر عبر جسر الموت للعالم الآخر قد خسر الحياتين في الحلم يرى الراعي نفسه يجري بأقصى سرعة خلفه الممياء المفزوعة وأمامه المعزة وقد وعبت سرعة فهد في قدميها الراعي يلهث يقلب بصره في كل ناحية يرى قطيع الأغنام متفرقا في كل جهة لهي فينا أيضا الشرر يتطاير من عيني الممياء القدمان متصلبتان لكنهما ينهبان الأرض عندما مدت يدها لتمسك الراعي استيقظ مرعوبا وجد نفسه في المقبرة بجوار نعش الرجل المجهول والمعزة ما كان يتجنبه أصبح قريبا منه يكاد يامسه رفع بصره فوجد الممياء تنظر إليه أخشي عليه لم تكن هذه المرة حلما كانت النظرة حقيقية ركبه الفزع ولم يتحمل أفاق بعد لحظات ليجد أن كتفه تؤلمه هل ضربه الرجل في الحلم أم في الحقيقة عرك يده فإذا هي تصطدم برجل المعزة جرح حافرها يده مسح على وجهه ثم تحسس ألم كتفيه كان الألم يشتذ عاد الأنين من جديد تحول إلى همس أنقذني أيها الراعي كانت العبارة تتردد في أذنه طيلة اليوم وهو ممدد على فراشه في بيته فوق الأرض التي تحوي بداخلها ثروته تحويشة العمر التي سيتركها لأولاده من بعده لم يهنأ بمليم طالما تطارده تلك الخيالات وتزوره الممياء في نومه ويقضته يأنه من الألم يريد أن يصرخ يخشى عليه ويفيق على صوت الممياء أنقذني أيها الراعي اكتشف الأثريون أن الممياء كانت ملفوفة في كتان ولكنها مزقت ربما من قبل الراعي أو أحد من جلبهم للمقبرة لكن المثير أن طريقة طحنطه لم تكن على الطريقة المصرية مختلفة تماما الطحنط تكريم للميت وتهيئة لانتقال آمن للعالم الآخر لكن هذا الرجل أريد إهانته في دنياه ليذوق من كأس أذاقه للآخرين ربما كان رئيس الشرطة عذب كثيرين جلادا وقع في يد المجلودين فانتقم منه أو ثقوه ثم سقوه السم تتسأل الفتاة هل من الممكن أن يكون قد خنق؟ المرشد يستبعد هذا الاحتمال بناء على تقارير الأثاريين فلا آثار لخنق لكن الاحتمال الأكبر أنه قد دف نحيا يقول المرشد إن أحد أبناء فرعون أعظيم حاول قتل أبيه لكن المحاولة باءت بالفشل عقب الابن بأي عذاب؟ بأي آلة؟ بأي طريقة جرى سحل ذلك الابن العاق الخائن لأبيه؟ مات الابن وربما يكون هو نفسه الرجل المجهول الراقد في المتحف في زجاج خانق يبحث عن هويته منذ آلاف السنين تسري قشعريرة في جسد الشاب والفتاة يحسان بروح الممياء تتجول في المكان رعب ثلاثة آلاف عام من حيرة الرجل تتمثل أمامهما الآن وهما يغادران المتحف يكرر الراعي الزيارة وحده للمقبرة مجبرا غير مخير يسمع كلام الممياء حتى المعزة تائن وكأنها تريد أن تعرف من قتلها وحنطها يقرر في لحظة أن يبلغ هيئة الآثار عن المقبرة سيتحمل السجن لكن أن يتحمل تلك العذابات فمن المستحيل سيموت ولن يتمتع بشيء في الصباح خرج الراعي لهيئة الآثار في المتينة أبلغ عن المقبرة ظنوه في البداية مجنونا لكن ما عثر عليه كان يبعث على الجنون جاء علماء الآثار مصريون وأجانب ما بيع كثير وما بقي ليس بالقليل والراعي يغرف ويبيع كل ما عثر عليه لم يثر الريبة سوى هذا الرجل المجهول الذي كان الراعي أول من رآه بعد معزته هتكاسر ولم يقدر على فك الطلصم فأصابته من لعنة كل نعش بجواره بردية تحكي تاريخها بطاقة هويتها لكن أين أوراق الثبوتية لهذه الممياء اللغز؟ لم يرجع الراعي إلى بيته بل مثل أياما أمام محققين وعده إن تعاون معهم فسينال عفوا عن مقترف لكنه ظل في قسم الشرطة لشهور وعندما أعطق لم يعود إلى منزله جلس بجوار المقبرة بالليل تأتيه خيالات وأحلام يقسم أن ما يراه حقيقة الممياء تحدثه تستنجد به أنقذني أيها الراعي نقل ما بقي من محتويات المقبرة من الجنوب للعاصمة ومن بينها ممياء الرجل المجهول تركت المعزة تسلل الراعي للمقبرة نمى بجوارها بالليل ينهض مفزوعا يراها فاغرة فاها كأن روح الممياء قد سكنتها للأبد ارتاح من صوت الممياء حينا لكن الصوت عاد خارجا من فم المعزة أنقذني أيها الراعي حاول خنقها لكنها كانت يابسة جرب غرس أصابعه في بطنها تعارك معها بأسنانه حاول يأسا قضم جسدها المتصلب تكسرت أسنانه سنة سنة برك فوقها وذهب في نوم عميق مهدود الجسد في الصباح عثر عليه بجوارها متيبسا عليه علامات الفزع والرعب التي كانت على وجه الممياء المجهولة قبضة الإله محمود عشور عبد الوهاب عياد جلس تحت أمام جدته متسع العينين منتظرا أن تكمل حكايتها عن الرب كان جميع من في القرية يتحاشون الحديث عنه لا أحد يذكره بخير أو بشر وإذا سأل أحدهم يشيح بوجهه عنهما عدا جدته ربما لكبار سنها لم تعد تخاف من الكلام عنه وتحكي ما حدث منذ عقود نظرت الجدة لحفيدها في حب وفكرت في سرها فهو شاب كامل يحسب أنه قادر على تغيير العالم مثله مثل جده الأكبر عندما كان في مثل سنه هيا يا جدتي ليس أمام اليوم بطوله أفاقت من شرودها على صوته وهو يطلب منها الحكي ثم قالت كانت السماء صافية دوما ولم يكن هناك نجوم كان كل من ينظر إلى السماء يجد وجها لرب يبتسم له كان دائما هناك بسمته لابدية ومساعدته اللانهائية لمن يريده كانت الأمطار تهطل عندما نريد أن نروي حقولنا والشمس تشرق حين نريد أن نعمل وتأفل حين نريد الخروج إلى فراشنا كان دائما هناك وهذه كانت المشكلة شردت عينها مرة أخرى إلى السماء ولكنها أكملت دون أن تنظر إلي أنت لم تجرب ذلك يا بني فلنتفهم كان دائما هناك يراقبنا ويرعانا لكن لا أحد يريد أن يكون مراقبا دائما كان هناك ذلك الشاب الذي بدأ الأمر كله يجتمع بكل الناس داخل بيوتهم ويخبرهم أنهم ليسوا أحرارا وأن الرقابة الدائمة لهم تسلب منهم كل ما يجعلهم بشرا في البداية كان يطرد من البيوت ولكن صدى كلامه كان يتردد في رؤوس من طردوه وهم يسيرون في الشوارع تحت أعين الرب يزرعون الأرض ويحصدونها تحت أعين الرب يصابون بالمرض ويموتون تحت أعين الرب سرعا ما بدأ الجميع يشعر بالمراقبة والذعر لم يعودوا يرون ابتسامة ربي دليلا على الحب بل كانوا يرونها كابتسامة السجام الذي يعرف أن أسيره عاجز تماما على الهرب أصبحت البيوت تفتح أبوابها لذلك الشاب وأصبح الرجال يرددون كلامه فيما بينهم بعيدا عن أعين الرب حتى أخبرهم الشاب بخطته في اليوم الموعود اجتمع كل أهل القرية رجالا ونساء وأطفالا ونظروا إلى وجه الرب وبدأوا في الغناء إلهنا يا إله الكون رعا يا خالق السماوات والأراضين أنت هناك في عليائك ونحن هنا تحت عينيك نريد أن نعبدك حق العبادة ولكننا نريد قربك إلهنا هل يمكنك أن تمشي بيننا ولو لبضع خطوات كان غناؤهم جميلا وأضى الرب في السماوات لذلك نزل من عليائه ليشارك البشر أفرحهم وأحزانهم فانقلب عليه البشر الجهلاء رغبة في التحرر من قضة وهمية نسجتها خيالاتهم وحبسوه في زنزانة معلقة بين السماء والأرض في اليوم التالي لم ينبت العشب في اليوم التالي لم ينزل النطر في اليوم التالي لم تشرق الشمس عرف البشر الخطأ الرهيب الذي قاموا به وأدركوا أن الحياة لن تستمر بدون إله فذهبوا إلى زنزانة المعلقة بين السماء والأرض فإذا هي فارغة نظروا إلى السماء فإذا هو الرب في عليائه ينظر إليهم بغضب قبل أن يختفي تماماً توقفت الجدة عن الكلام وتلالأت دمعة في عينيها السوداء ثم نزلت بهدوء على خدها الممتلئ بالخطوط المتعرجة من فعل الزمن كانت قد قررت ألا تحكي هذا الجزء من القصة ولكن الغضب الذي يسري في عروقها الآن دفعها إلى الحكي فنظرت إلى الشاب المتلاهف وقالت ما زلت أذكر الكلب الذي كان يعوي في قارعة الطريق كلب شوارع أجرب هزيل البنية يريد أن يلقي الخوف في صدور العابرين ليثبت لنفسه أنه ما زال حياً ولكن الرعب الذي سكن القلوب لم يدع مكاناً لأي شيء آخر السماء كانت حمراء قانية من أثر أنطار الدم التي هطلت من ساعتين أو من ليلتين عقاباً لرب كان صارماً وشاملاً ريح عاتية هبت فجأة تركت كل شيء وأخذت معها النساء والأطفال بوجئ الرجال بزوجاتهم وأطفالهم يصرخون في هلع ثم يرتفعون إلى السماء ثم حجبت السحب وأبصار الرجال فلم يعودوا قادرين على رؤية ما يحدث ولكن الأصوات كانت تنقل مأساة مرى الدقائق قبل أن يسقط من السماء أول طرف تعرف أب مكلوم على حذاء ابنه في الساق التي لفظتها السماء نظر الجميع لبعضهم البعض في توجس قبل أن تنهمر الأطراف سيقان كفوف أثداء لكن لم تكن هناك أي رؤوس هناك من تعرف على أطراف ذويهم هناك من لم يتم تحديده قط بكاء ونحيب بلع كل أنحاء الكوكب المحجور قبل أن يسقط الدم الأحمر دماء 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 يومها أدركت أن اللعبة انتهت أن الثورة على الإله خمدت أن الرب قد نال انتقامه ولكني كنت مخطية من يومها لم يعد الرب ظاهرا لعيون البشر ولم يعد العشب ينمو كل ليلة وأصبح المطر يتساقط موسميا فقط لم تشرق الشمس قط وأصبح الناس يمشون في الشوارع غير نائمين وغير مستيقظين مفتوحة عيونهم ولكن لا يرون شيء لم يعد هناك تائهون لأنه لم يعد هناك بيت ولا وطن لأحد كأن العدالة الإلهية قد تحققت أخيرا وصار الجميع سواسية سواسية في الفقد والتشرد والخسارة عقاب الرب كان شاملا للجميع الحسنة تخص والسيئة تعم من يومها أصبح البشر وحيدين في مواجهة أحزنهم وحيدين في الاستمتاع بأفراحهم من يومها صارت القبضة الوهمية التي خلقتها عقولهم حقيقية صار الخوف من الرب شيئا يتوارثه البشر جيلا فجيلا انتهت الجدة من الحكي والدموع تنهمر من عينيها بينما تحت يجلس مندهشا مما سمعه ويتصاعد داخله إحساس عارم بالغضب والفقد كأنه كان هناك يوم أمطرت السماء أطراف النساء والأطفال كان تحت يشعر دائما بأن له شأنا خاصا وأنا له مصيرا ما دونا عن أقرانه الآن يعرف ما هو هذا المصير لمعت عينه وشد على كف جدته قائلا لا تحزني يا جدتي فلقد علمت ما كانه وقريبا سيتخلص الجميع من الحزن العارم وستشرق الشمس من جديد بعث مؤجل محمود رفعت تدفق تدريجي للدماء وحركة بطيئة متتابعة داخل العضو الوحيد الذي لا يزال محتفظا بموقعه داخل الجسد قلب معطل يعود لممارسة وظيفته وحياة جديدة تدب في الجسم العاري المستلقي على الأرض الترابية المسطحة فتح كاردا عيناه وسط ظلام دامس وبدأ يشعر بعودة الحيوية في جميع أطرافه نهض متفاقلا يتحسس طريقه بحذر نحو نقطة نور ضئيلة وبعيدة تزداد اتساعا كلما اقترب منها شق مسافة طويلة ومنهكة في ظلام حالك حتى وصل أخيرا فوجد بوابة ضخمة هي مصدر الضوء فرك عينيه بشدة وهم بعبور بوابة النور ولكن ما إن وضع خطواته الأولى داخل البوابة حتى انشقت الأرض تحت قدميه كاشفة عن ثعبان ضخم يصل طوله إلى خمسة أمتار يحول بينه وبين الدخول هرع كاردا بعيدا عن البوابة محاولا الهرب فانقض عليه الثعبان وأحط جسده الضعيف العاري بذيله الطوين فخرجت منه تأوهات ألم لم تفلح في دفع الثعبان الذي أخذ في ضمه بهدوء إلى فمه الواسع وأنيابه الفتاكة فوجد كاردا نفسه يصرخ ويتضرع وهو في طريقه إلى ظلام جديد سيدوم للأبد تسربت الصرخات والتأوهات عبر العقل الباطني للجيكاي وخرجت على لسانه فنهض من نومه فزعا وهو يتصبب بالعرق من هول هذا الكابوس المقيت لم يهدأ ويتيقن من كونها خيالات حتى نظر بجواله فوجد جثة والده كاردا مندودة كما تركها أزح جيكاي صاحب الثمانية عشر عاما جسده المتعب بتأنن حتى التصق بالرجل الذي كان قبل يوم واحد ذا جسد صلد مفعما بالنشاط ومملوء بخدوش وعلامات يتقسمها مع الآلاف من أقرانه عمال البناء المصريين أبناء الطبقات الدنيا تأمل جيكاي ملامح أبيه الذي يشاركه قسماته الطيبة وبشرته السمراء وشعره الأسود القصير وبكى حينما تذكر الكابوس مرة أخرى فهو يعلم أنها خيالات يمكن أن تستحيل واقعا بمجرد أن يبعث هذا الجسد المحنط بإتقان إلى العالم الآخر وحيدا في مواجهة وحوش عظام وبوابات مسحورة مليئة بالأسرار كان جيكاي قبلها قد اتخذ قراره الجنونية بأنه لن يترك كاردا يواجه العالم الآخر منفردا بلا أسلحة وتحدى برغبته تلك القوانين والأقدار والسادة ولعله تحدى بها الآلهة أنفسهم احتفظ بالجثة في منزلهم الصغير الهش المصنوع من مواد خشبية وصلصالية خفيفة بعد أن أقنع الجميع بأنها قابعة الآن بين صخور مقابر الطبقة الدنيا في انتظار رحلة محكوم عليها بالفشل مسبقا إلى الحياة الأخرى ذلك لأنه رحل هو وكاردا عمل بناء هرم الملك خوفو الذي مات في سبيل بناء قبر حصين يصون الملك من مهالك الحياة الأخرى ويقوده إلى محاكمة تخسر فيها ذنوب قلبه في الميزان أمام ريشة الإله معت فيطمل حياته الخالدة ملكا مثل ما عاشها في دنيا الفناء فرعونا بينما يقع أمثال كاردا فريسة للوحوش عدالة نقم عليها جيكاي منذ طلق تعليمه الأول تحت سقيفة إحدى معابد العاصمة ميمفس على يد الكاهن باسموت ما زال يتذكر يوم جلس القرفصاء برفقة زملائه يستمعون لتعاليم ما بعد الموت وخيالات السعادة الأبدية التي تلهب السادة وتسكن آلام المستضعفين لاحق الصغير بمعلمه عقب الدرس ووجه له سؤالا شديد البراءة لماذا تكره الآلهة الفقراء انتقع وجه باسموت صاحب البشرة الفاتحة والشعر الأبيض الطويل المنسدل حتى الكتفين وطلب من الفتى مرافقته إلى مكتبه الصغير المليء بلفافات البرد متباينة الأحجام والأشكال ثم طلب منه تفند سؤاله حتى تتسنى له الإجابة بوضوح فاسترسل الصغير بتلقائية علمتنا أن الآلهة تحب رواد المعابد من المصلين ومن غير الأغنياء يملك الوقت والمال للسفر لمعابد الآلهة النائية وعلمتنا أيضا أن الآلهة تقبل القرابين وأي قرابين يقدر عليها الفقراء ويشتاز رحلة الحياة الأبدية من يمتلك كتب السحر وحصانة القبور والطحنيط السليم وكلها صفات السادة دون العبيد فإذا كانت هذه قوانين الآلهة فلابد أنهم يكرهون الفقراء استمع باسموت لتلميذه الذي اكتشف لتوهي تفرده وتمرده بإنصاط شديد وتحول الوجه الجاف للحكيم إلى ابتسامة حنون صواب بعدها عينيه نحو العينين السودوين البريئتين لجيكاي وقال بنبرة عطوف أولا عدني أنك لن تعيد استفسارك هذا أمام أحد آخر أطرق الصغير برأسه دلالة على الوعد فاطم أن المعالم أجاب على تساؤله بجملة مقتضبة أنها بها الحديث مدام قلبك ينبض بحب الحقيقة وعقلك يسعى لتحصيل العلوم فستصل للإجابة بمفردك يوما ما ولكن كن واثقا أن الآلهة التي تمجد نقاء القلوب وتعلم بادئ الخيرات وتجعل منها شرطا للقبول في الحياة الأبدية لن تكره إنسانا لفقره المادي في حياة ثانية هجر التساؤل لسانا جاكاي وهو لا يزال طفلا في التاسعة من عمره بينما عاش داخل عقله سنوات طوال حتى بعد أن تقرر تركه للتعليم أقبأ سابيع قليل من هذا اللقاء أبلغه والده أنه اكتشف عدم صلاحيته مستقبلا للعمل في مهنة الكاتب وأن من الأفضل له الاكتفاء بما طلقاه من علوم والسعي في مجال آخر على الرغم من تعجب جاكاي للقرار المفاجئ وغير المفهوم بالنسبة له فقد آثر الطاعة العمياء لرفيقه الوحيد في الحياة بعد أن رحلت أمه وهو لا يزال راضيعا في آخر يوم له بين جدران المعبد اقترب منه باسمت حامسا وعلى وجهه ابتسامة ودع لا تحسن يا صغيري فلقد أصبحت الآن بمنأة عن شرور عقلك كان هذا اللقاء هو الأخير بين الأستاذي وتلميذه أو بالأحرى اللقاء الأخير بين التلميذي وتساؤلاته الفلسفية التي اندثرت تحت وطأة الحياة اليومية والعمل الجديد كمساعد لأحد التجار بأسواق مامفس كان التمرد لا يزال محفورا في غياه بعقله ينتظر لحظة تفجر أتت بمجرد سماعه خبر موت والده هرع حينها إلى حقل العمل حين وجده ممددا في مكتب مفتش العمال ومن حوله زملائه منكسي الرأس متحسرين على مصير يرون فيه أنفسهم علم بعدها تفاصيل الحادث المأساوي حيث كان كاردا أحد العمال المسؤولين عن استقبال الأحجار الضخمة القادمة عبر صفن فرع النيل الجديد المحفور خصيصا لنقل المواد الخام من الجنوب إلى ممفس ومن ثم نقلها عبر عربات الخيول إلى موقع بناء الهرم وفي ذلك اليوم المشؤوم تسبب قطع في الحبال المستخدمة في إنزال الأحجار من السفينة في اصطدام حجر ضخم يفوق وزنه الطن برأس كاردا فأطح برأسه بعيدا ليرديه قتيلا في الحال بينما حالت الدفعة القوية دون تحول جسده لأشلاء تحت الحجر بدأ جيكاي قويا متماسكا رغم ما يقتن بداخله من ألم وأثناء نقله للجثة من موقع البناء عادت الحياة طبيعية للجميع فكانت تلك العادية مبعثا لشرارة الغضب في رأس الفتى الذي شعر مجددا بانعدام قيمة أحزانه وآلامه أمام أطمع الملوك في بناء القبور استخدم خبرته العلمية في نزع الأحشاء وطحنيت الجثة جيدا من الداخل مع الإبقاء على القلب في مكانه وفي تلك الأثناء بدأت غيط الفكرة تنسج بمهارة داخل عقله مسح جيكاي دموعه التي انغمرت في رثاء أبيه لأول مرة بعد كابوس احتل غفوته القصيرة لم يتبق الكثير على انتصاف الليل وحلول موعد تنفيذ الخطة استعد جيدا بتحضير الحبال وشموع الإضاءة وتذكر الخريطة المطبوعة في الذاكرة منذ الصغر قبل الرأس أبيه المصابة بفخر والحماس يضرب في أوصاله وهو يشعر لأول مرة أنه ملك لنفسه وصاحب قراره وقبل أن يغادر المنزل وجد تمثالا للآلهة معه إله العدل فقرب شمعة الإضاءة من المجسم وخيل إليه في نظرتها تحديا ما ابتسم بثقة وفي عينيه لمعة جريئة وقال دون تردد نعم أقبل التحدي وصل جيكاي إلى المعبد القديم بعد رحلة قصيرة مظلمة يحفها عواء الذئاب وأصوات الحشرات متباينة النغمات كان الشاب شديد الحذري عند سلوكه الطريقة إلى الجهة الخلفية للمعبد حتى لا يلاحظه أحد من حسن حظه أن حراس المعابد غير مكترفين كثيرا بتشديد الرقابة فعمة الناس حتى المجرمون يهبون فكرة الاقتراب من المعابد المحصنة من الآلهة بالسحر والتعاويذ كما أن محتوياتها ليست بمطمع للسرقة أو النهب فوحده جيكاي يعلم قيمة ما بالداخل ويسعى إليه خلع جيكاي رداءه الكتاني القصير تسهيلا للحركة حتى صار عار الجسد عدم يسطر عورته واحتفظ بالأدوات بين قبضته كانت الخطوة الأولى هي استدعاء روح الطفل الذي يحفظ خريطة المكان جيدا دون الحاجة للضوء ولوهلة أدرك الشاب قيمة اللهو واللعب إن تذكر بسهولة كل مخابئ المكان وثغراته التي استخدمها في الطفولة اعتلى جيكاي ظهر المعبد بتأنن من منطقة حجرية مدرجة تسمح له بالصعود حتى السطح ثم تحرك ببطء وحذر على الحفة حتى وصل إلى فتحة سقفية تسمح بعبور أشعة الشمس إلى البهو الرئيسي للمعبد ربط طرف الحبل جيدا في نتوء أحد الأعمدة وألقى بالطرف الآخر داخل الفتحة شرع في النزول بهدوء حتى لا يثير انتباه حراس البوابة الرئيسية وبعد ثوان قليل أصبح داخل البهو الرئيسي للمعبد نظر حوله حتى طيقن من خلو المكان تماما فقام بإشعال شمعة صغيرة واعتلته الرهبة والخوف لأول مرة من تلك المغامرة إن رأى التلاصم والكتابات المرسومة على جدران المعبد ولكن دوافعه كانت أعظمة من أي قوة ستفكر في مجابهته تخط جيكاي العديد من الممرات المليئة بالغرف الفارغة والمظلمة وشعر بالامتنان للحظوظ التي أبقت كل ركن كما استدعاه في الذاكرة وبعد دقائق قليلة وصل إلى بوابة كبيرة تسد نهاية أحد الممرات كانت مساحة البوابة والنقوش المميز المحفور عليها كفلتين ليتيقن من وصوله للمكان المنشود فتح البوابة بحذر شديد فأحدثت صريرا توتر على إثره لبرها قبل أن يطمئن أن ما من أحد شعر به أضع شمعة كبيرة وثبتها على منطظة تنتصف الغرفة فترأت له تفاصيلها كانت رغم سيعتها الكبيرة خالية من كل شيء إلا بعض لفافات البردي المترصة بعناية فقمص طفة واسعة مرصعة بنقوش زاهية الألوان التقض إحدى اللفافات وفك عقدتها وبدأ يتفحص بعناية محتوى البردية فارتسمت على وجهه ابتسامة رضا الآن يمتلك الحل السحرية لنجاة أبيه كتاب الخروج إلى النهار بردية الموت عظيمة الحجم التي تدفع شرور رحلة البعث وتصل بالمتوفى إلى النهار الأبدي لم يملك ثمنها يوما إلا المقتدرون من السادة أما الآن فستصبح ملكا لعامل فقير وسيحفر اسم كاردا داخلها بجوار تعاويذ تقيه شر شطار الطريق إلى محكمة القلوب النقية قطع احتفال الشاب صوت أقدام تزحف نحو الغرفة فأعاد البردية لموقعها وأطفأ الشمعة وتخفى خلف باب الغرفة المفتوح دخل حارسان يحملان شمعة ميزهما جيكاي من العصي الطويلة والمعاطف البيضاء التي تغطي الملابس السكسونية القصيرة ثم شرعا في مسح الغرفة ببصريهما حتى قال أحدهما بثقة لا شيء لابد أن الرياح تسببت في فتح البوابة أما بعدها بالانصراف قبل أن يتوقف الحارس الآخر فجأة انظر إحدى البرديات موضوعة بشكل عكسي صحيح لابد أن أحدا ما عبث هنا وقبل أن يشرعا بالبحث انطلق جيكاي من وراء البوابة هاربا نحو الممر الطويل فلحق به الحارسان مطالبان إياه بالتوقف مشاعر رعب أصابت الشابة المنطلقة واصط ظلام حالك وفي إثره الموت المحقق وفي لحظة إحباط كان قد اقترب فيها من الاستسلام لمصيره جذبه شخص بقوة داخل ممر فرعي وأمره باتباعه إذا أراد نجا رضخ جيكاي وتبعاه في الظلام حتى أدخله الرجل غرفة وأمره بالبقاء فيها بينما خرج هو ليستقبل الحراس هل أنت بخير أيها الحكيم باسموت؟ بخير حال يا بني هل حدث شيء ما؟ شخص حاول العبث بغرفة برديات الخروج إلى النهار ونحاول اللحاق به لا تخاف يا أبنائي فكل شيء هنا محروس ببركة الآلهة وحتما ستعثرون عليه شكر الحارسان باسموت ورحل وتكشفت ملامح الكاهن بعد أن أشعل الضوء وأغلق باب الغرفة فوجدها جيكاي كما ألفها رغم زيادة المشيب أي تلميذ النجيب؟ عليك أن تشكر الآلهة لسماعي صرير البوابة وذهبي لتفقد الأمر فلا أحد غيري يبيت هنا ليلا ما زلتها تذكرني؟ وهل أنسى المتمرد الذي أوقعني في خطيئة كبرى؟ خطيئة كبرى؟ لقد تيقنت يوم ناقشتك أنك ستصل للحقيقة يوما ما فطلبت من أبيك إبعادك عن المعبد حتى لا تقضي نحبك يوما ما مشنوقا بتهمة الهرطقة الدينية أو تضطر إلى أن تصبح مثلي صمت الشاب دهشا ولم ينطق فسترسل باسموت لما توقع أن كبحي لتمردك ضد الثوابت الدينية سيفتح بابا آخر لتمردك ضد قوانين الموت لقد عشت معذبا لسنوات طويلة أعلم الحقيقة وأهاب قولها الكتاب الذي كنت تفقد حياتك ثمنا له هو في الحقيقة بردية انتفع بها الكهنة ومجموعة أوهام مكتوبة تبع بالمال تقصد أنه لم فر من العذاب؟ لا بل أقصد أن الآلهة التي تدعو للمحبة والخير وتقضي أعة البشر من الأقوياء على ميزان العدل لا يستعصي عليها حماية موتها ولن يقمع قدرتها سحر ولا وحوش عظام بينما الآلهة التي تبع لخيالات العامة تزيد من نفوذ السحرة والكحنة والحكام فالخوف من المستقبل والمجهول هو السلاح الأمثل لقهر الضعفاء قنع جيكاي بكلام معلمه بعدما مرت الحقائق مترابطة داخل عقله ثم بكى متذكرا وفات أبيه وما آلت إليه الأحداث من بعدها فاقترب منه باسموت وربت على كتفه وطمأنه بأنه سيقوم بتحريبه خارج المعبد في الصباح على أن يعد كل منهما الآخر بمحو تفاصيل هذا اليوم من الذاكرة نهائيا شمس جميلة ومشرقة تبث الحياة فوق أرض صخرية قحلاء أفرغت شاب محتويات صندوقه القديم لا تزال الأقلام والأحبار صالحة رغم مرور السنوات فتح ورقة البرد الفارغة واستعاد جلسته القديمة الآن فقط عادت روح التلميذ ابن التاسع ملأ الورقة ووضعها بجوار أبيه ثم وراه صخور القبر مبتسما مطمئن قلب يضق وكردا يبعث من جديد في وسط الظلام يجد ورقة صغيرة بجواره فيمسك بها ويتوجه لنقطة الضوء التي تتسع كلما سعى نحوها يقف أمام بوابة النور ويقرأ البردية على ضوئها عبر النور يا أبي عبر في سلام واطمئنان لا تخذ سحرا ولا وحوشا فورقة هي بردية الخروج الحقيقي إلى النهار والسحر والسر هو قلبك المنتصر في كفة الآلهة فاتخل بسلام إلى جنة لم تذقها في حياة الفناء ستجد أمي وكل من أحببت هناك سلام لك ولهم حتى موعد عبوري الأفعى محمد صلاح الدين غلب الألم الشديد الذي غمر رأسه كي يفتح عينيه بصعوبة بالغة لم يستطع أن يرى شيئا رائحة التحنيط كانت تملأ أنفه كان ممددا داخل صندوق هكذا أدرك عندما بدأت يده تتحسسان ما حوله شخص ما كان يرقض بجانبه ولكنه لا يبدي أي حركة الصندوق الحجري ضيق يكاد يسحق أنفاسه كيف وصلت إلى هنا؟ أضاء آخر مشهد مخيلته بضبابية بينما كانت يده قد عثرت على ما يشبه المزلاج لا تحزني يا أماه قل وهو يقبل رأس ميرت أم خطيبته تانيس واختلطت دموعه بدموعها فقد كان يوسيها في أقرب إنسان إلي أستاذه ومربيه ورعيه وأبي خطيبته المعلم بتاح كان في طريقهما إلى الحجرة الجنائزية ليلقي آخر النظرات على المعلم بتاح اختلط صوت خطواتهم البطيئة بصوت بكاء ميرت بينما كانت الضلال التي تخلفها المشاعر في ذلك الممر الطويل ترسم موكبا جنائزيا ماهيبا قطعه صوت الخادم الأكبر سيدة ميرت سيد أوني حياهم الخادم وكان الحزن واضحا في صوته لقد انتهى الكهنة من عملهم وكل شيء أصبح جاهزا تعال صوت نواحي ميرت عندما رأت زوجها يرقض في تابوته كان صدى صوت ضحكاته ما زال يملأ جنبات القصر بينما هو ينتظر هنا ليلقوا عليه نظرة الوداع ناولهم الخادم شرابا ليهدئ من روعهما بينما تحرك أوني ليقف بجوار التابوت وينظر إلى معلمه الذي غطته أقمشة الطحنيط وانفجرت ينبيع الدموع من عينيه أبي الذي لم يلدني وأستاذي وصديقي هذه آخر لحظات نقضيها معا شعر بخدر يسري في جسده بينما أحس بيد ميرت توضع على كتفه وسمع صوتها المتهدج المليئة بالدموع ربما لا تكون آخر اللحظات قالتها بينما خانته قدماه وأحس بالخادم يسنده من ظهره ويضعه أرضا ليرى دموع ميرت وهي تقول ودعا أوني اختلط النشهد في رأسه بصوت المزلاج وقد نجح في فتحه ليزيح غطاء الصندوق بصعوبة ويجلس لم يستطع أن يرى جيدا فقد كانت المشاعر التي تملأ جدران الغرفة تعمي عينيه استند بذراعه على جانب الصندوق ليخفي عينيه إذن ميرت هي من وضعتني هنا استدار وقد تذكر ذلك الجسد بجانبه لينطفض وكأنما لدغته أفعى ويسقط على الأرض بينما كان يحاول الخروج من الصندوق فالجسد الذي كان نائما إلى جواره لم يكن سوى جثة معلمه بتاح لم يدرك كم من الوقت قد مضى وهو جالس في طرف الغرفة التي لم تكن سوى حجرة الدفن في مقبرة بتاح كان قد بحث بلا جدوى لعشرات المرات عن أي مخرج كانت المشاعل من حوله تتراقص لتزيد من جنون أفكاره ما الذي أتى بي إلى هنا كيف تلقي ميرت بخطيب ابنتها إلى المقبرة لقد كانت ميرت تحبه وكيف لا وهي من شاركت زوجها لأعوام في رعايته ووافقت على خطبته للتانيس وهل تعرف تانيس بما حدث غمرت صورة تانيس عقله وتذكر نظرة عينيها في آخر مرة رآها قبل وفاة والدها كان يجلس أمامها في حديقة القصر والشمس تنعكس على شعرها اللامة وينكسر ضوءها وتتوارى عندما تلتقي بابتسامة تانيس المشرقة وهي تضحك وتقول جبان متردد عذبتني وعذبت نفسك لسنوات وحرمتنا من هذه اللحظات ضحك وهو يمسك بيديها ويقول وما الذي كان يدريني أن الحلم الذي حلمت به وكان يسكن كل نفس أتنفسه كان يبادلني نفس الشعور أو أنا معالمي بتاه سيقبل أن يزوج ابنته لتلميذه الذي لا يملك شيئا سحبت يدها من بين يده وقالت رأيتني أخطب أمامك ثلاث مرات ولم تتحرك ماذا كنت تنتظر؟ أن تصلني إلى بيت زوجي بيديك هاتين؟ نظر أوني في عينيها كنت أكتفي بظني أنك ستكونين سعيدة وكنت أكاد أقتل نفسي في كل مرة أراكي تلبسين حلقة البعث في أصابعك لتربطك بغيري قطعته قائلة وهي تغالب ابتسامتها ولترسم نظرة من أمسك بمجرم متلبسا بجرمه المجهود هل اتفقت مع إله الشر ست؟ ليقتل كل من خطبني قبلك؟ نظر أوني إليها وأمسك يديها يداعبهما بشفتي بل أظن أن إلهنا رعى أبى أن يموت حبنا المكتوم وتدفن معه سعادتنا فأمر أن يموت كل من يقترب منك ليغمرنا بهذا الحب الذي خلقه من أجلنا نظرت إلى شفتي هلتين تداعباني حلقة البعث التي التفت حول إصبعها لتعلن عن خطبتها له وهي تقول أحبك هل يعقل أن تكون تانيس على علم بما يجري؟ قالها وهو يقوم من مكانه ويبحث كالمجنون للمرة الألف عن أي طريق إلى خارج الغرفة نظر إلى الصناديق الموضوع في جانب الغرفة والتي من المفترض أن تحوي متعلقات بتاح التي يحبها ليأخذها معه إلى العالم الآخر هل يعقل أن أكون أحد متعلقاتك يا معلم؟ قالها كالمجنون وهو ينظر إلى جثمان معلمه النائم في صنط داخل الصندوق المن اللائقي أن أفتح الصندوق قالها وهو يفتح الصندوق الوحيد الذي كان بلا قفل ويمد يده داخله ليجد الصندوق خاليا إلا من رسالة مطوية بعناية أوني العزيز عندما تقرأ هذه الرسالة فلن يكون هناك إلا أنا وأنت تلميذ العزيز لا تجعل الأفكار تثير جنونك أستطيع أن أرى وجهك المندهش الغاضبة عبر أغطية طحنيطي ولا تسأل لماذا أنت هنا أنا من وضعتك هنا ولكنك وحدك من تستطيع الخروج ستجد مفتاحا مع هذه الرسالة افتح به الصندوق الأوسط وبداخله ستجد الإجابة على كل أسئلتك وستجد كذلك مفتاحك للخروج صبرا أوني قبل أن تعضر المفتاح فإن هناك ما يجب أن أخبرك به هذا الصندوق مكون من نصفين كل النصفين يحتوي على فتحة للمفتاح إحداهما تحتوي على طريقك للخروج والأخرى بداخلها أفعى سامة ما إن تفتحها حتى تنال لضغة قاتلة من تلك الأفعى فاحرص على أن تختار النصف الصحية وداعا أوني جلس أوني مذهولا للحظات متسمرا في مكانه وهو يرى نظرة معلمه الماكرة التي لا تخلو من براءة الأطفال التي اعتاد أن ينظرها إليه كلما ألقى عليه أحدى أعجياته أو إحدى مسائله العلمية المعقدة انتفض من مكانه ليهز جثمان معلمه وهو يصرخ أهذه لعبة؟ هل حياة لعبة؟ انهار بجوار جثمان بتاح وهو ينتحب ما الذي فعلته أنت؟ وما الذي فعلته أنا؟ لعبة؟ أتنتهي حياتي بلعبة؟ ساعة أو ساعات أو ربما أعوام مضت وأوني يمسك بيديه بالمفتاح يحدق فيه ثم لا يلبث أن يعود إلى فتحتي الصندوق لا يوجد فارق بين النصفين ليست هناك أي علامة ولا يمكن تحركه لمعرفة ما بالداخل فقط فتحتان مقعرتان على قدر حجم كف يده يجب أن يضع يده مع المفتاح داخل إحداهما ويضغط لتنطلق يده إما إلى الحرية وإما إلى رحلة بلا عودة للعالم الآخر هل يطلب مني أن أخوض هذا الاختيار؟ وكيف يمكن أن أختار؟ ساعة أو ساعات أو ربما أعوام مضت فتح عينيه بعدها ليجد نفسه ملقاً أمام الصندوق والمفتاح بين إصبعه وقد أعياه التعب ونهش جسده الجوء والعطش هل سأمت هنا؟ أمسك المفتاح وبيده المرتعشة حاول أن يمد يده داخل صندوق للمرة الألف ولكنها سرعان ما عادت لتسكن حجره وتحتمي به كان قد أعياه التعب والخوف والتردد تماماً عندما فتح عينيه للمرة الأخيرة كان يجد صعوبة شديدة في النهوض من مكانه أصبح نفسه ثقيلاً سأموت في جميع الأحوال إذا بقت هكذا سأموت وإلى دغتني الأفعى فسأموت لابد أن أجد المفتاح هل سأرحل عن الحياة دون أن أراك مرة أخرى يا تانيس؟ قالها وهو يرفع يده وكأن فوقها تلالاً من رمال ويزحف ليجلس إلى جانب الصندوق أمسك المفتاح بكلتا يديه وكأنه يمنعه من الهرب ووضعه داخل إحدى الفتحتين لم يفكر حقاً أي نصف هو مال بجسده فوق الصندوق واضعاً ثقل جسده فوق المفتاح أغمض عينيه وترأى له وجه تانيس بابتسامتها المشرقة دفع جسده إلى الأمام كانه يميل ليقبلها تيك هوى على وجهه بينما كانت يده قد اندفعت تحت ثقل جسده لتخترق فتحة الصندوق في رحلة إلى المجهول وكانه قد تخلص من كل تعامه انتفض كالمجهول واقفاً ساحباً يمنه إلى الخارج تحسس يده بجنون لم يكن هناك شيء عدا إلى الصندوق مرة أخرى ووضع يده داخله لم يستطع أن يتخلى عن حذره وهو يبحث بداخله قبل أن تسمع أذناه صوتاً إنساب إليها وكأنه أعذب الترانيم صوته تكيك الرسالة بقعر الصندوق عندما لامستها أصابعه المرتجفة تنهد وكأنه ولد من جديد تلميذ العزيز إذا كنت تقرأ هذه الرسالة فهنيئاً لك كما نسعيد بهذا لا تدري كم كنت أخاف أن تموت وأنت تمسك بالمفتاح وتجلس إلى جوار الصندوق وكعادتك تخشى أن تختار وترفض أن تحارب من أجل اختيارك آوام قضيتها معك كنت أرعاك كابن لي وكنت ورى ذكاءك وطموحك ورقة قلبك وحبك للخير وأمانتك وعلمك وقوتك وتحملك لمسؤولية من حولك ولكن كان كل هذا يزوي دائماً عندما تأتي إلى لحظة الاختيار هذه اللحظة التي يتوجب عليك عندها أن تحمل اختياراتك وتقتحم الباب رأيت حب تانيس في عينيك وفي تصرفاتك بل في نبضات قلبك وصوت أنفاسك وشاهدتك والخوف يقتل حبك ورثيت لحالك في كل مرة كنت تتركها تفلت من بين يديك دون أن تحارب من أجلها كم كنت سعيداً عندما هزمت خوفك ووقفت أمامي لتطلب الزواج من تانيس لم تكن قد هزمته تماماً فقد كنت تتصبب عرقاً وترتجف كأنك ستلقى إلى الجحيم ولكني ترددت كما تذكر ولم يكن ترددي سوى لأني قفت على مصيرها إن تزوجت بك ولم تكن قادراً على أن تختار لها ما يجعلها سعيدة السبب الأول في وجودك معي هنا هو أنني أردت أن أراك تختار وأن تقدم على تحدي الموت من أجل اختيارك تلميذي إذا أردت أن تحيا تعليك أن تعمل عقلك ثم تختار وتنطلق في حربك من أجل اختيارك ملاحظة أخيرة السبب الثاني لوجودك هنا ومعه مفتاح نجاتك ستجده في الصندوق الثالث لا تخش شيئاً لا توجد أفعى في الصندوق الثالث وللعلميات الميذي العزيز لم تكن هناك أفعى في هذا الصندوق الأفعى الوحيدة التي كان من الممكن أن تقتلك في هذه الغرفة هي خوفك أنت جلس مذهولاً للحظات وكالمخدر أمسك المفتاح ودسه في فتحة النصف الثاني للصندوق فتحة الأفعى مداده إلى الداخل لتلمس رسالة وبالطبع كانت نفس الرسالة السابقة أمسك مفتاح الصندوق الثالث بين يديه بينما كانت الدموع تغرق وجنتي كانت كدموع توبة عن ذنب أدمن فعله ففي اللحظة السابقة مرت حياته أمام عينيه كل إخفقاته كانت دائماً تأتي من عجزه عن أن يختار وإن اختار فعدم إيمانه باختياره مما لا يجعله يحارب من أجله خسر أعواماً من عمره يكتفي بمقعد المتفرج على الحياة شكراً معالمي بتاح قالها وهو يفتح الصندوق الثالث ابن العزيز أوني تذكر منذ أعوام عندما تقدم الكهن الأكبر بنجامين ليخطب تانيس لابنه وتعلم أني رفضت ذلك وقتها لما أعلمه عن الكاهن وابنه بتأكيد تذكر ذلك فقد كنت ترقص فرحاً حينها ولم تستطع أن تخفي فرحك بهذا في اليوم التالي أرسل لي الكاهن برسول أخبرني أنه لعن تانيس وبأن أي إنسان سيقدم لها سيدفن قبل أن يتزوجها في البداية سخرت منه ولم أصدق وبعد موت خطيبها الأول قلت لعلها المصادفة ولكن عندما مات خطيبها الثاني ثم الثالث أدركت أن هذه اللعنة حقيقة حاولت بكل الطرق لجأت إلى أصدقائي من الكهنة ولكن الأمر كان مستحيلاً كان هذا هو السبب الثاني لترددي حين تقدمت لخطبتها كنت أعرف أنها تحبك وأنك الوحيد الذي سترعاها من بعدي ولكني كنت أخشى عليك من اللعنة ولن تدري كم كنت أقضي الليالي مرتعباً وأشكر الله كل صباح عندما أراك أمامي حياً ثم خطرت لهذه الفكرة العبقرية بينما كنت على فرش موتي أي فكرة أين أنت يا تلميذ العزيز الآن مدفون معي أليس كذلك وها أنا ذا قد خدعت اللعنة وفككتها ودفنتك قبل زواجك بابنتي أوني تانيس لتعلم شيئاً عن هذه اللعنة ليبقى هذا سرنا أنا وأنت وحبيبتي مرت ابن الذي لم ألده ستجد بداخل هذا الصندوق مفتاحاً وستجد نقشاً لرمز الحياة على الحائط بجوار تابوتي في أدنى النقش ستجد شقاً للمفتاح ومن ثم طريقك إلى العودة اعتني بمرت وتانيس ما الذي تنتظره يا صديقي فلتعبر إلى الحياة وضع أوني المفتاح داخل الشقي ودفعه لتتحرك صخرة من الحائط كاشفة عن نفق ضيق أدخل رأسه فيه ثم ملابث أن عاد ليقف أمام تابوتي معلمه وينحني مقبلاً يده لآخر مرة مبللاً أقمشة التحنيط بدموعه المنهمرة عاد الغطاء الحجرية فوق الصندوق قبل أن يتجه إلى الحائط وبلا تردد دفع جسده عبر النفق ليعود إلى الحياة إنسلاخ عذب طاهر السيد مهدي خالي العلي ليت العصي وبلاطات القصور نواطق لعلها بذلك تسعفني في إكمال رواية ناقصة دفعت اليدان الحنطيتان جسد الحزيل برفق ليجد له مكان بين صفوف الفتيات في حركة سريعة مررت الأصابع الخشنة في شعري ورتبت على جسد الثوب الأبيض الكتاني الخشنة متوسط الطول ثم في لحظة شهية أدفأت الشفتان الحنونتان خد الأيسر بقبلة ألحقتها بقرصة خد لطيفة استشعرت فيها كل الخطوط التي خلفتها حزم الكتان على السبابة والإبهام لامس ذيل ثوبها الكتاني صاقي وكانه يقول لي مؤسيا لا تحزني بينما سكبت رياح طيبة همسا رخيما في أذني فليحفظك آتون الكبير مال القرص المضيء نحو منازل الأموات بينما كنت أعتلي آخر درجات مدخل القصر بضع خطوات أخرى مرهقة واستقبلتني عند الباب ست أياد سمرأ في فحص دقيق دفع به عقبيه إلى غرفة هي أكبر من مخدع الفلاحين الذي افترشت أرضه طوال سني عمري العشر في نهاية الغرفة امرأة فارعة الطول تجلس منتصبة على كرسي من خشب الجميز وفي تقاسيم وجهها مسحة من الحكمة لا يمكن للعين تجاهلها فنما استغرب أن جل حديثها كان بغرض قياس ذكاء الخادمة ومعرفة ما تجده من حرف لتضع كل ترس في موضعه فليتعاشق مع باقي التروس في الاتجاه الصحيح أما هي فرئيسة الخدم التي تدير صندوق التروس تقدمت نحو رئيسة الخدم إذ حان دوري قيل لي أثناء الحديث أنها رغم صرامة تقاسيمها ابتسمت وعندما فرقت من إجابة السؤال الأخير قالت بلهجة فيها شيء من الأعجاب وهبكي آمون بلغة الجواب وفصاحة اللسان فلتحفظ كلالها ثم أشرت لي بيدها لأدخل إحدى الغرف الجانبية عندما دخلت تلقفتني يداني رحيمتان أسكت تابطني الذي افتقد رغيفي الغداء والعشاء فأخذ يطلب الطعام في أصوات مسموعة وبينما أنا أمضغ شيئا من لحم الطير الذي لم أعدت تذوقه إلا في الأعياد سألتني من أين جئت يا ابنتي أجبت بعد أن ابتلعت لقمتي من حقلك التان يبعد مسيرة عشرة أيام من هنا كنت أشتغل في الفلاحة مع عائلتي منذ اللحظة ستتناولين ثلاث وجبات مشبعات وستحصلين على مكفاءات مجزية ترسلينها لعائلتك ستعملين وصيفة للسيدة زوجة الفرعون توت لها جلسان سريعا الشكر لآتون فبدرت بوضع كفها سريعا على فمي وهمست بعد أن التفتت ناحية الباب في هذا القصر معبد للإله أمون وأنت على علم بالجلبة التي حدثت لتعود البلاد لعبادته احتفظي بمعتقداتك لنفسك يا ابنتي كانت تلك المحادثة بداية حديث استمر ساعتين متواصلتين تعلمت فيه أداب البلاط والخدمة بينما تجولنا في بعض مرافق القصر حتى وصلنا إلى باب غرفة الوصيفة استقبلتني الوصيفة الاكتارة حلما وجلت الغرفة بعناق حنون أهلا بالرفيقة كانت غرفتنا بسريرين متطابقين محشوين بالقش بينهما حاصير صغير وعند زاوية كل سرير سلة متاع صغيرة في كل سلة ثوبان كتانياني مخصصان لوصيفات السيدة الاكتار لفرط سعادتها بالرفقة الجديدة أخذت تتحدث إلي دون منقطاع فأنستني إذ كان ذهني في حقل الكتان يفتقد ثرثرة شقيقات الخمس وصوت شخير والدي فجفان النوم أنا الأخرى دخلت قيوط القرص المضيء من نافذة صغيرة مستطيلة الشكل أعلى سريري أخرجت رأسي وذراعي أتحسس ناسيما طيبة وأنظر لحديقة القصر المترامية الأطراف وكانت المرة الأولى التي أطل فيها من نافذة فنوافذ مخدع الفلاحين شديدة الصغر والعلو أما الاكتارة فتحركت كالجنود ترتب الفراش وتغير ثوبها سريعا ثم وكزتني لتحثني على القيام بالمثل استعجلي ابتلعي دون أن تمضغي صرخت الاكتارة ثم أسحبتني من ذراعي حالما أنهيت رغيف الخبز عبرنا رواقا طويلا على جانبيه ستة أبواب ذهبية مزخرفة غرفة للفرعون وأخرى لزوجته غرفة للطعام مكتبة الفرعون حماماني ملكيان وفي نهاية الرواق باب سابع هو غرفة الحكم الذي فاق بابها كل الأبواب جمالا وعظمة طرقت الاكتارة باب غرفة السيدة برفق لتصطفيق سيدتي سيدتي ولم تطل السيدة علينا ادخلي لكتارة ولجنى غرفة بهية جدرانها مزخرفة ومزينة بالمرايا المرصعة بالزبرجد الأحمر والأبيض وجسد السيدتي لا يزال مرتخيا على سريرها الكبير ما اسمك سألتني السيدة عندما اعتدلنا من الانحناء أجبتها وصيفتك ياسمينة قالت السيدة وقد تركت الفراش جيد لكتارة ساعدني في الحمام ثم أشارت لي بكفها أما أنت فأعد لي الحلية والملابس كان للسيدتي خزانة مكتنزة بالملابس والحلي وطاولة لزينتي مكتظة بمساحيق التجميل سألت السيدة على ارتداء ثوبها الأبيض الكتاني ذي الذيل الطويل المزين بقماش من الحرير الأزرق السماوي مع حزام مذهب علقت على صدرها قطعة من الذهب الثقيل وشدت لكتارة ساعديها قطعا من الحلي رتبنا شعر السيدة الأسود القصير بينما هي تضع على وجهها المساحيق ثم زينا رأس السيدة ختاما بالتاج الملكي وقيب ذلك حيت السيدة بكفيها تمثال آمون الذهبي الجالس بين مصاحيق التجميل على طاولة الزينة ورفقناها إلى باب غرفة الطعام حيث تلتقي والفرعون على مائدة الإفطار تقطقطق وانحنت لكتارة باتجاه مصدر الصوت فانحنيت معها على غير هدى لم أتمكن من إلجام فضولي فحركت بؤب أي الأخضرين الشاحبين نحو مصدر التقطقة في محاولة لاغتلاس النظر رأيت ساقيني رجوليتين بيضاوين تنتعلان خفيني بلون الخشب وقد سبقتهما عصى ذهبية تزينها خطوط ونقوش بزرقة النيل فليحيا الفرعون توت عن خأمون قالت ليكترا وكنت قد وقعت مخشيا علي لفرط الخوف فقبل التحية التي ألقتها ليكترا بلحظة كان فضولي قد غلب عقلي فاعتدلت ونظرت في عيني الفرعون وكأني نظرت مباشرة إلى القرص المضيء لم ألحظ كم يحمل وجه ليكترا من تقاسيم والدتي حتى إيقظتني الرفيقة بلطمة قوية على الخد أوقعتها في نفس موضعي تلك التي طبعت أمي أثرها على خد الأيمن يوم اعتدلت من الانحناء لأنظر للحصان الأسود الذي يجر خلفه عربة بيضاء خفيفة تحمل العزيز وسائق عربته وقفينها أثناء تفقد المحاصيل ولم أشعر بالندم على تلك المرة فقد كنت أرى الحصانة للمرة الأولى استيقظت طرق صوت رجولي في نبرة جادة صارمة أذني أرجوك لا تعاقبها سيدي يسمينا حديثة بأصول القصر والخدمة إنها ساعات خدمتها الأولى أمست ليكترا برجاء أما أنا فقلت برجاء مسموة بينما عناية شاخصتان للسماء ألطف بي آتون فقبلتني ليكترا بصفعة أخرى أعنف من سابقتها لكن الملك باغت مخاوفنا بضحكات عذبة وهمس بصوتا رقيق ممازحا وكانه يقلد السيدات هل أنا نداها يا ياسمينا عندها أغمط عيني وهزست رأسي في إماءة للنفي بينما أقاوم الابتسام ولم أفتح عيني مجددا حتى سمعت صوت باب غرفة الطعام الثقيل ساعدتني ليكتارا لأقف وعندما تقابل وجهانا قالت وهي تمسح بيدها على موضع الصفعتين قبية فأجبت بابتسامة فيها شيء من الموافقة ثم ركضت عند أقرب مرآة تارة أراقب أنفاس التي باتت كأنفاس عصفور صغير لا تكاد تدخل حتى خرجت وأنظر ثارة أخرى كيف برز جمال بشرة الخمرية الريفية الغضة بعد أن تشربت بحمرة الخجل إلى جانب حمرة الصفعات عندما أنهت السيدة وجبتها اختارت لكتارا لترافقها أثناء قلوتها في معبد آمون وصرفتني لأعود إلى غرفة الوصيفات اللصيقة بجناح الفرعون هجمتني عندها خواطر كثيرة بينما أسير ببطء في الرواق الملكي نحو باب الخروج هل استغنوا عن خدماتي إذ علموا أني أعبد آتون هل أعاقب لهذا الذنب أسجنوا أم يعيدوني لحقل الكتان وهل تتعرض عائلتي للعقاب أيضا بات تفكاري تضغط على عقلي إذ أخذت تتوارد دفعة واحدة وكان العمال في رأسي يهون بمطارقهم على الحبوب في الهون كلهم في وقت واحد افترشت الحصير بين السريرين وبدأت بذلك الشهيق المزعج الذي يسبق عادة بكاء طويل لكن صوت الخادم قطع طقوس حزني اسمينا الفرعون ينتظرك في مكتبه رفقت الخادم وأنا أجر ساقلتين لم تطاوعان على لقاء المصير ولشت المكتبة بصعوبة بالغة فكلي أرتجف اجلسي قال الفرعون بصوت هادئ بينما ربت بكتفه على المقعد الطويل المزخرف الذي يجلس علي جئتي إذن أنا فعلا الندهة الساحرة قال الفرعون وكنت قد جلست على المقعد بالقرب منه فأطلقت ضحكة رنانة دافية ابتسم الفرعون على إثرها قرب من الفرعون رأسه الخالي إلا من تاجه الملكي ثم قال هامسا وكانه يخشى أن يسمعه أحد جدران الغرفة ياسمينا حرك عصاه على الأرض في إيماءات للتوتر ثم تابع بعد زفير مسموع كان والدي سعيدا عندما ترك الناس ميراثهم من الخرافات القديمة أنا لا أزال أبدا على عبادتي أتون ولم أعدل عنه إلى لفرط الضغط الذي تعرضت له من العزيزي وزوجتي لم أكن بارعة في الكلام قط فاخترت أن أشد على كدفه القريب ردا عليه غاب القرص المضي وظهر مرات عديدة وخيط رقيق من قلبينا يزداد شدة لم تنضي حياة القصر رتيبة فلقاءاتنا المتباعدة كانت بمثابة فيضانات النيل تخلف خلفها حقولا من نور على مد البصر كان جل حديثنا كلما التقينا صمت رقيق وإيماءات وإن اخترنا بعض مرة لغة البشر التي يفهمها الجميع عشقناها برموزنا الخاصة منذ تحدثنا هنا في المرة الأولى بدأت بتصديق دلالات الألوان التي أشار إليها أسلافنا في خضرة عينيك حياة قال لي الفرعون ذات أمسية فما كان مني إلا أن وقفت بعد أن غطيت وجهي هامسة وأنا منذ عرفتك سيدي صدقت بوجود نداها فما ادعصاه يمنعني من الهروب وقال وهو الذي حافظ المزحة استضتك النداها ماني يحررك مني ثم أتظهر بالخوف ومعا نضحك حدثني الفرعون الشاب بعض حين في أمور الدولة وكانت شفتاه حينها ترتجفان في نغم شجي أشبه بذلك الصادر من الناي عندما تسر فيه الأنفاس وقبل أن أهلع عليه كان دائما يطمئنني نحن لا نرى إلا جزءا لا يمكننا الحكم على تمثال دون النظر لكل زواياه وجل الأمور كذلك منذ سكنت القصر قدم علينا هاتور ست مرات في المرة الأخيرة غطى الفرعون الشاب عيني بقماش من الحرير الأبيض ثم مرر على وجه شيئا ناعما دغدغني استغرق صنعها سنة كاملة أعجبتكي؟ قالها وقد فكت يداه عقدة القماش ليتسنى للنظر لمروحة بديعة من ريش النعام الأبيض والبني محمولة على مقبض ذهبي نقش عليه رسم للفرعون الشاب لوحت بها بصعوبة في الهواء أحببتها أشكرك فضرب الفرعون الشاب على صدره في فخر فرغم قدميه المتعبتين كان يتغيب عنا كاهيكو كله في رحلة إلى صحراء الشرق يمارس فيه صيد النعام رفقة صديقته العصة التي كان فخورا برفقتها أبدا ودع الفرعون القصر في رحلته الأخيرة مطلع كاهيك بدأ وداعا مختلفا إذ اجتمع الخدم والحاشية على الشرفات يصرخون بكلمات الوداء واختارت السيدة البكاء على مدخل القصر مع أول خيوط القرص المضي حتى غياب قافلة الفرعون الشاب عن الأفق عدى عن ذلك كان يوما آخر من الأعمال الروتينية في خدمة السيدة ثم كنت والكتارة ممددتين على فراشين نهاية اليوم لماذا لا تستحبني السيدة معها إلى المعبد؟ سألت تسألين بعد ست سنين غير كاملة في خدمة السيدة؟ استهجنت لكتارة ثم اعتدلت في جلستها وفي همس شابها الحذر أجابتني واضعة كفها على صدرها لأن سرها عندي اعتددت في جلستي وقلت باهتمام أي سر؟ فأفضت لي السيدة لا تختلي بنفسها في المعبد بل تجتمع هناك ببعض الكهنة ورجال الدين انتفض قلبي بعنف ليلتها وكأن مدنا تتهاوى في صدري حتى خلت أنني أسمع صوتا جنائزيا مزعجا منعني من سماع بقية الحديث هاتور أحد الشهور المصرية القديمة ترتيبه الثالث وينسب إلى آلهة العطاء والحب والموسيقى كهيك أحد الشهور المصرية القديمة ترتيبه الرابع ومعناه عيد اجتماع الأرواح عند الفراعنة كنت أهدي وأرهقتني كوابيس اليقظة عشرة أيام متتالية استغنت السيدة عن خدماتي إذ ظنت أن الجنون أصابني وأرسلت في طلب من يستحبني عائدة لحقل الكتان أخذ مني المرض مأخذه فنسيت ترتيب الأوقات والأيام لكنها كانت ليلة مظلمة تلك التي عاد الفراعون فيها محمولا إلى قصره ملفوفا بكثير من الحزن والغموض وشيء من الضمدات الفراعون يهدي باسمك قال لي أحد الخدم بينما أسندتني صديقة لكتارا كان الفراعون نبيلا حتى في ألمه رأيت جسده العليل يتلوى لفرط الألم مرات عديدة بينما يائن ضعيفا ويشحق متقطعا ملسقا أسنانه العليا بشفته السفلة مجنبا إيايا مشقة السماء كانت الدموع تسيل صامطة على خدي يد تقبض على يدي والأخرى تقبض شديدا على صديقته العصة التي اتكأت على طرف فراش الموت تودعه بقينا على هذا الحال حتى ارتخت قبضته وعندها غط النافذة التي يرقد جسد الفراعون الشاب قربها قربها سقر أشقر جميل كأنه ولد من خيوط القرص المضيء أخذ السقر يصدر صوتا وكأنه يقول بلسان الطيور سيضرب الموت بجناحيه السامين كل من يعكر صفو الملك ثم سبق سيده إلى الغرب حيث منازل الأموات عدت إلى حقل الكتاني كعصفور صغير ألف قفصه ويد صاحبه قضيت الوقت أتبلعم هواء الحقل بصعوبة بالغة أجلس القرفصاء منذ الفجر عند باب مخدع الفلاحين الخشبي المعتق وأنثر دموعي مع شيء من الحبوب كلما مر بي طائر وأناجي نجوم السماء مساء فلعل أسطورة ألبا حقيقة ولعل أحدهم هو هكذا تركت حتى أبا العالم الآخر إلا أن نجتمع سريعا قبل انقضاء كهك لا أحد يموت حقيقة ومرتبط قلبان ليفترقا إنما حياتنا نحن البشر كيرقات الفراش ننسلق من أجسادنا لنطفو أرواحنا في سمو مهيب لم يكن أحد يعلم ما هو سر تايو ذلك الشاب الذي لا نراه بالأيام يجلس في منزله وحيدا دون زوجة أو صديق أو جليس يظهر فجأة في السوق يبتع القليل مما يحتاجه أو في المعبد شاردا دون تعبد لإله من بين مئات الآلهة التي نتعبد لها لم يكن أي من سكان مدينتنا يعبأ بهذا الشاب قبل أن يظهر سحره لم يحول العصى إلى ثعبان أو يخرج المرض من الأجساد أو حتى يتحكم في الأشياء عن بعد لكن كان يعلم الكثير عن ماضينا الكثير والكثير مما نريد أن نخفي إن سحر تايو كان يتمثل في معرفته بالماضي معرفته كانت كاشفة لنا كنا نتخيله وكانه ينظر لنا كعرايا دون أن نحتمي بعائلتنا أو علمنا أو آلهتنا بدأ الأمر ذات يوم جلس فيه جمع من أبناء المدينة ليلا يتسامرون على ضوء النيران وأمامهم طراقصت ظلالهم التي خلقتها هذه النيران على جدران معبد حج شبسوت البعيدة أحد الشباب حاول أن يخرج تايو من عزلته ويأتي به بين أقرانه لا أعرف هل كان مقصد هذا الشاب خيرا أم كان مقصده معرفة ما يخبئه هذا الصامت دوما وكشف مستوره ظل تايو كعادته صامتا طوال الجلسة يضحك هذا ويحكي هذا ويتنمر هذا يتحدثون عن الكهنة والآلهة والملك والملكة يتحدثون عن النيل والزراعة والبنيان الشاهق الذي يقوم هنا وهناك كان السكوت هو حليف تايو إلى أن وقع في الخطأ وتفوه بكلمة كانت هي المفتاح الأول لباقي الكلمات فقد كان الجميع يتحدث عن الزوجة التي وجدوا جثتها مربوطة إلى جثث أطفالها يطفون جميعا فوق سطح النيل قال تايو زوجها من فعل هذا كيف عرفت يا تايو هل تتوقع أم تعلم ما دليلك ألحى الحضور على إخراج المعلومات من تايو لكنه لم يجب دقائق وكان خارج الجمع وفي طريقه إلى منزله لكن التساؤلات لم تتوقف حوله خاصة أنه قال جملته بثبات وهدوء العالم لم يخطئ أي ممن سمعوه نبرة ثقته فيما يقول حتى وإن كثرت الأسئلة وازدادت الشكوك نبرته كانت نبرة صاحب معرفة وتولت كلمات تايو يحكي ذكريات وذكريات وذكريات عن هذا المعبد وهذه المرأة وهذا العجوز ذكريات تتخطى عمره بسنين وسنين كان أيلها حفر في عقله ذكريات هذه المدينة كلها وكنا نصدقه لأنه لم يطلب من أحد أن يفعل عندما كان يكذبه أحد كان يصنط ويتركه ويعود إلى منزله أو ينهض سائرا وحيدا في الصحراء كان يائسا وبائسا وغير طالب لأي سلطة أو شهرة أو مال ذات يوم جاءت امرأة وطلبت منه أن يقول لها كل ما يعرفه عن تاريخ زوجها رفض ولم يبح بكلمة كما هدده أحدهم بالقتل علانية لو أخبر أحدا عن ماضيه فأكد له تايو أنه لا مصلحة لديه بأن ينشر ماضي الناس إنه يفعل ذلك فقط إن استدعى الأمر ومرة أخرى عرض عليه أحد الكهنة أن يعمل تحت إمرته رفض تايو وزاد من رفضه عندما أصر الكهن فما كان من الكهن إلا أن عد تايو بالممسوس ولم يرد تايو كنت وقتها أقول بيني وبين نفسي ربما كان تايو ممسوسا بالفعل لكني كيف أصدق في هذا وأنا الكاتب الذي يلجأ إلي الناس كي أعطيهم المشورة والنصيحة المعتمدة على العقل والمنطق للسحر والدجل والمس حتى جاء إلي تايو ذات يوم وعرفت منه الحقيقة جاء نتايو في إحدى ليالي الشتاء وقت أن كانت الشمس تميل للغروب بعدما قطعت الطريقة في دربها من أقصى المدينة لأقصاها حتى تحتفي وراء الجبل القائم خلف معبد حد شبسود كان تايو في طور الغروب هو الآخر إنحنى ظهره وسود ما تحت عينيه وأحطت جسده الذي أصبح نحيلا بطبقات عديدة من أثواب الكتان ساءت حالته على رغم من وصول مولوده إلى الدنيا منذ شهر تقريبا بعدما تزوج بين يوم وليلات دون احتفالات طلب الدخول إلى منزلي فرحبت به وأمام نيران التي أشعلتها للتدفئة بدأ يحكي أسف أيها الكاتب لإزعاجك لكني لا أجد من أتحدث إليه عقلي يكاد أن ينفجر ولا أريده أن ينفجر قبل أن أبوحى بما استقر داخله طيلة هذه السنوات لا ليس طيلة هذه السنوات فحسب بل السنوات التي سبقتها والتي سبقتها لم أفهم آخر جملة قالها بدأت لي مبهمة ولكنه بدأ لي مهموما تعيسا لا أريد منك نصيحة أو توجيها فقط أريدك مستمعا لعلك تدافع عني إذا ما أقدمت على فعلتي التزمت السكوت فهذه هي المرة الأولى التي أرى فيها تايو يتحدث ويطيل الكلام ولم أرد أن أقاطعه ولو حتى بكلمة موافقة على طلبه اكتفيت بإيماءة خفيفة كي يبدأ لعلك لا تعرف أيها الكاتب لماذا لم أتزوج طيلة هذه السنوات كنت أرفض أن تشاركني امرأة ألمي وعذاب اليومي كنت أخاف أن أنجب طفلا يارث مأساتي حتى قابلت حمد زوجتي ولم أستطع أن أقاوم سحرها كان يتحدث عن حمد وهو يبتسم تقريبا هذه هي المرة الأولى التي أراه فيها يبتسم لكن ابتسامته تحولت إلى تجهم وقلق وزاغت عيناه لعلك تفاجأتك الجميع عندما تزوجت لقد حدث الأمر سريعا رأيتها لأول مرة في المعبد كما تعلم هي تميل لإلهي حتحور إلهي الخصوبة والجنس تقدمت يومها ووقفت بجانبها وقلت لها جملة واحدة ألم تخلق الآلهة الغرائزة ومتع الحياة لينعم بها كل إنسان نظرت إلي حينها ويبدو أنها تعرفت علي سمعتي كانت تسبقني فبجانب سمعتي عن معرفة الماضي بين الرجال كانت سمعة موازية تسير عني بين أوصات النساء أن هذا الرجل الذي يعرف الطرق الألف في ممارسة العلاقات الجنسية لم أستطع الاستمرار في الصمت بعد الجملة الأخيرة وهل كنت تعرف الألف طريقة بالفعل؟ قلتها بحماس لا يتناسب وقار كاتب ولا يناسب رجلا في سني الكبيرة لكنه لم يتوقف عند طريقتي ربما لأنه يعرف أن ما قاله كان شيئا غريبا ويستحق التساؤل نعم كنت أعرفها وكانت هذه هي الكلمة التي أبدأ بها تعارفي مع أي فتاة حتى انتشر الأمر بينهن وأصبحت لا أقولها فكلهن يعرفنها إذن ما هو الجديد لدى حمد ولم يكن موجودا في باقي أقرانيها؟ لا شيء وهذا ما دفع بي إلى الجنون لا شيء جديد هي جميلة ولطيفة وودودة وصديقة وكل الصفات الجيدة التي يمكن أن أجدها في فتيات كثر لكني أحببتها هي هذا الشعور لم أكن قد اختبرته من قبل كانت مقدرة لك فما المشكلة؟ أنني لا أريد أن أتزوج وأنجب مأساتي سيتوارثها لابن الذي سأنجبه ما زلت لا أفهم يا بني اعتدلتاي في جلسته كأنه سيلقي خطابا ملكيا هل تعرف ما هي قوة السحرية أيها الكاتب؟ كيف أعرف ماضي جميع الناس؟ الأمر أنني عندما ولدت وجدت عقلي كغرفة كبيرة تحتفظ بذكريات أبي وجدي وجميع أجدادي كل كبيرة وصغيرة احتفظ بها في ذاكرتهم انتقلت إلي لم أستوعب هذا من البداية لكن عقلي بدأ يقفز إلي بالعديد من الذكريات التي لا تخصني كلما أرى شيئا أستدعي كل ما رآه أجدادي عنه كلما أرى شخصا يبادر عقلي باسترجاع جميع الحوارات التي قالها هذا الشخص مع أبي أو جدي حتى أنني أرى خيالات من الماضي الصحيق الصحيقي جدا عندما أرى كهفا أرى في عقلي رجلا يشبهنا إلى حد كبير يقف هناك على يديه وقدميه يأكل من الفريسة الميتة أمامه وما زالت مخضبة بدمائها أرى ماضيا لا أستطيع تفسيره يكاد عقلي يفتك بي من هؤلاء وماذا كانوا يفعلون الأمر فوق استطاعتي توقف تايو عن الحديث وسمعت لأول مرة صوت زفيري وهو يخرج ثقيلا غير مستوعب لما أسمعه هل ورثت ذاكرة كل أجدادك؟ جميعهم؟ نعم هذا جنون لقد تخطيت الستين من عمري ما زلت أعيش على الحنين وذكريات التي أحملها في حياتي فقط فكيف لك أن تعيش مع ذكريات مئات ومئات من أناس آخرين غيرك؟ لا أستطيع التخيل ولن تستطيع لقد حاولت الانتحار مرارا لكني جبان لم أستطع خاصة أن محاولاتي للانتحار تقترن دائما بذكريات أجداد عن الانتحار فمنهم من لم يحتمل البقاء مع هذه اللعنة أحمل ذكريات لرجال يقذفون بأنفسهم من فوق الجبل يغرقون أجسادهم تحت الماء يلقون بكيانهم داخل النيران أرى هذه المشاهد فلا أجرؤ على القيام بمثلها لهذا لم تكن تريد الزواج والإنجاب حاولت الابتعاد لكني أحببتها لقد كان عقلي يحتفظ بالذكريات جميعها عن الحب والزواج والخيانة كل شيء لكني لم أشعر بهذا الشعور قط الذاكرة تعطيك جزءا من الحقيقة لكن الشعور بهذه الذكريات يعطيك الحقيقة كاملة لأول مرة أشعر بالحب فيضان جارف ملأ روحي فتمديت معه وتركت له جسدي كي يحمله ويسير به كيفما أراد ولم أفق إلا مع انتفاخ بطني حمت ثم إن جاب ابننا نس ما تحكيه يا بني ليس سحرا ولا مأساة بل معجزة سحر بالنسبة للناس معجزة بالنسبة للمؤمنين والعارفين مثلك مأساة بالنسبة لي أنا صاحب هذا الحمل أنا من يشعر به أنا من يحمل طفلي كل يوم وأصعد به أعلى الجبل الملاصق لمعبد حد شبسوت أنظر إلى المدينة أتطلع إلى الشمس التي تسير في دربها نحوي وأفكر هل أحتفظ بهذا الطفل الذي سيرث كل ذكرياتي وأزيد عليه المأساة أم أتركه يفلت من يدي ويهوي للأسفل حيث يستريح من عذاب هذه الحياة اتسعد حدقة عيني عندما سمعت ما قاله تايو ولأول مرة أشعر بمصيبتي وبأنفاسي متلاحقة سريعة وبعرقي ينهمر ماذا أقول له بماذا أنصحه لم ينتظر تاوردي فقد كان يعرف استحالة الحصول على مشورة وكما قال في بداية حديثه معي إنه أتى فقط كي يجد مني مستمعا لا ناصحا وغادرت تايو إلى منزله وبقيت في منزلي أفكر بماذا أنصحه وتمر الأيام وأنا أراقبه عن بعد أو هكذا كنت أظن بتأكيد كان يتوقع مني هذا كان يصعد لقمة الجبل حاملا الطفل يوميا ويقف هناك طويلا قبل أن يحمله ويعود أدراجه إلى منزله وظلت أسأل نفسي حتى كتابة هذه السطور على البردية التي قررت أن أسجل فيها ما حدث هل سيأتي اليوم الذي يترك فيه تايو ابنه ينفلت من بين ذراعيه؟ هذه الرواية حصرية على قناة عجيب وقناة نجوم ريديو علم يندثر من بعدنا رامي وفا 14 فبراير 2007 يظهر منشت رئيسي في الصحف وفاة رئيس هيئة الأثار المصرية الدكتور كامل البدري إثر تعرضه لحمة لازمته أكثر من أسبوع عجز الأطباء عن فهم أسبابها من المعروف أن الدكتور كامل كان في صحة جيدة فهو أحد أهم الباحثين في التاريخ الفرعوني وصاحب اكتشافات عظيمة في هذا المجال خالص التعازي لأسرته والمقربين منه 1320 قبل الميلاد الملك توت عن خامون مستندا على عكزيه في اجتماع مع كهنته في طيبة يقف الملك البالغ من العمر خمسة عشر عاما ينظر إلى كهنته ووزرائه مباغتا إياهم بالسؤال ما الذي يمنح أي حضارة الخلود ينظر الكهنة والوزراء لبعضهم البعض يكرر توت عن خامون سؤاله يجيب الوزير خير خير رعاي أن تترك الحضارة ثروات هائلة تكفي لمئات السنين فيعيش في فضلها الأولاد والأحفاد توت عن خامون الثروات مهما بلغ حجمها ستنتهي وعندها ستأتي أجيال لا تجد للثروات أثرا وبهذا لا تعرف شيئا عنه وتندثر الحضارة يجيب كبير المعماريين المعمار الخالد يخلد الحضارة نحن نعرف من سبقونا عن طريق بناياتهم ورسومهم على تلك البنايات لو استطعنا بناء أعمال تقاوم ظروف الطبيعة لألاف السنين لخلدت حضارتنا وعرفنا كل من بعدنا توت عن خامون ماذا لو استطاع أحفادنا بعد مئات السنين أن يبنوا أفضل من هذا ماذا لو توصلوا بعلوم حديثة إلى بنايات أعلى وأكثر سموضا للزمن سنصبح في أعينهم مجرد بنات ماهيرين وحينها لن يبقى لحضارتنا الأثر المبتغى يجيب أحد الكهنة الفن توت عن خامون أي نوع من الفنون الكاهن الرسم والنحت وقصص الانتصارات والبطولات العظيمة هذا ما يخلد الحضارات توت عن خامون الفن مبهر وهو لا شك أحد عوامل القلود لكنه لا يضمنها عندما ترى منحوتة عظيمة لأول مرة تندهش في المرة الثانية تشعر بالإعجاب في الثالثة تحاول أن تفسر سر الفن وتقوم بتحليله وفي المرة المئة أو الألف بعدما تفهم سره لن تبالي به ثانية ينظر الكهنة والوزراء لبعضهم البعض وتعل الحيرة وجوههم ثم يسأل كبير الكهنة إذن ما الذي يضمن لأي حضارة الخلود من كنتعلم ملكنا العظيم يبدو الملك شاردا ومفكرا يتحرك ببطء حتى يصل إلى كرسيه يساعده حارسه الشخصي في الجلوس يعتدل في جلسته ثم يطيل النظر إليهم ويجيب الغموض الغموض هو ما يمنح الحضارة خلودها 25 فبراير 2007 في مكتب السيد وزير الدولة لشؤون الآثار المصرية يحضر الدكتور علي صالح نائب رئيس هيئة الآثار السابق الدكتور كامل البدري وكما كان يتوقع دكتور علي أن يعرض عليه تولي منصب سابقه ما لم يكن يتوقعه أن يجد لديه الشجاعة أن يرفض المنصب رغم الحاح الوزير واندهاشه صحيح أن سيد الوزير لم يأخذ رفضه على محمل الجد بعد لكنها خطوة أولى جيدة ما ساءه حقا أنه اضطر لأن يبرر لسيادته أسباب رفضه غير المقنعة بالطبع لا لسيد الوزير ولا لزوجته وأولاده لكن لا يهم مدام تولي هذا المنصب مرتبطا بإكمال مشروع دكتور كامل في الكشف عن أسباب وفاة الملك الفرعوني توت عنخ أمون فليكمله آخر وليتحمل تبعات ذلك عرض دكتور علي المشروع منذ البداية لكن دكتور كامل أصر كان تمسكه بالمشروع عظيما كان لديه اعتقاد بأن ما تردد عن اختيال توت عنخ أمون على يد وزيره آي هو محض افتراء تاريخي نشأ هذا الافتراض بعد اكتشاف مقبرة الملك فقد اكتشفوا أنه توفي في سن الثامنة عشرة فقط ووجدوا كسرا في ساقه وثقبا في رأسه وترددت الأقاويل أنها أول عملية اختيال سياسي في التاريخ تحديدا لأن وزيره آي تزوج أرمالة الملك بعد وفاته ثم تولى الحكم كامل كان من ظن أن وفاة الملك كانت طبيعية تحديدا ما وجود علامات توضح أن تكوينه الجسماني كان ضعيفا بالأساس فقد وجدوا عددا كبيرا من العصيان في مقبرته أكبر ظن أنه كان يتعكز عليها كما أن رسومه وهو يرمي السهام على العجلات الحربية كانت كلها وهو جالس على عكس الشائع وقتها من الرمي واقفا وكان كامل بدأ بالفعل في إجراءات شراء جهاز بمئات الآلاف لإعادة فحص دوثمان الملك والوصول لنتائج أكثر تأكيدا قبل الوفاة بأسبوع سأله علي ألا يطرأ على ذهنه من حين لآخر خطورة العمل بهذا المشروع؟ لأنه من المعروف لديهما أن اكتشاف مقبرة توت عن خأمون ارتبط بكثير من حوادث الموت الغامضة لكن من شارك في الاكتشاف العظيم للمقبرة عام 1922 أكثر من عشرين حالة وفاة خلال سبعة أعوام بعد الاكتشاف وبالطبع استخف دكتور كامل به وتعجب كيف لمثقف عقلني مثل دكتور علي أن يصدق خرافات لا يرددها سوى الجهلة وأنصاف المتعلمين أيمكن لعقل في عصرنا هذا أن يصدق ما يسمى بلعناة الفراعينة؟ هذا اليوم أكد كامل لعلي أنه لأكثر من أربعين عاما يعمل في التنقيب عن الآثار ولم يصبه مكروه وأن ما أطلق عليه الناس حوادث وفاة غامضة يمكن أن تقع كلها في إطار المصادفات أو في إطار التأثير النفسي الذي أطلقته أول حالة وفاة لواحد من مكتشفي المقبرة بالفعل يمكن أن تصيبك لعنة الفراعينة فقط إذا آمنت بأن هناك هراء ما يسمى لعنة الفراعينة كان هذا آخر ما سمعه علي من صديقه ورئيسه في العمل الدكتور كامل البدري 1320 قبل الميلاد الكاهن الأكبر كيف للغموض أن يضمن خلود حضارة أيها الملك توت عن خامون أن تصبح الحضارة سراً أن تصبح لغزاً عصياً على الفهم هو ما يضمن استمراراً بهار الناس بها وحديثهم عنها يجب أن تحاط حضارتنا بقدر معقول من الغموض يضمن معه استمرار فضول كل الأجيال من بعدنا لاكتشافها غموض يحقق قدراً من الاكتشاف لكن لا يحقق الفهم الكامل في الوقت ذاته وهذه هي المعادلة الصعبة أمنكم ما لديه فكرة تساعد على تحقيق هذا؟ أرك صامتاً يا عمدة طيبة ما قولك؟ ممدة طيبة أتفق مع قولك يا مولاي وأرى سبيلاً لتحقيق المراد إذن حدثني عما يدور في خلدك أولاً يجب أن نصل لقدر من المعرفة لا يستطيع خلفاؤنا الوصول إلي وكيف لنا هذا؟ لابد أن تتقدم العلم من بعدنا ولا سبيل لدينا لإقاف تيار العلم لا هناك سبيل أن نصل لعلم يندثر من بعدنا تماماً لحظة صمت تعل الحيرة الوجوه يشير إليه الملك أن يكمل حديثه سأوضح الأمر أكثر يا مولاي للإنسان شقان شق روحي وآخر مدي ومن العسير أن يتقدم الشقان معاً كلما أمن الإنسان بالمدي يضعف اتصاله الروحاني يغتر بما وصل إليه من علم ويعتقد أنه يستطيع أن يصل لكل المعرفة من خلال عقله الصغير يتجاهل روحه يهمش حدسه يتخلى عن قدراته الروحية العظيمة أولادنا في المدارس الآن لا يعرفون شيئاً مما نعرف عن الروح والسحر والكرامات والمعجزات الإلهية وفي خلال قرنين أو ثلاثة على الأكثر سيضعف الإيمان بكل هذا تدريجياً بعد ألف عام سيعتقد أن تلك العلوم هي محض خرافات وحينها سيحاول أعفادنا تفسير ما هو روحاني تفسيراً مادياً لأنهم لن يملكوا سوى هذا الشكل من التفسير وإذا حاول الإنسان تفسير روحاني بالمادي فلابد أن يعجز هذا العجز سيجعله أسيراً لفضوله وسيحاقق الغموض المبتغى تظهر الدهشة على الوجوه يحدقون جميعاً بعمدة طيبة وهو يبتسم ابتسامة هادئة وديعة يلوذ الجميع بالصمت منتظرين رد الملك الذي يبدو مطرقاً أكثر مما كان عليه يطل الصمت لثلاث دقائق كاملة ثم يرفع تدعاً خامون عينيه إليهم محركاً رأسه بالإيجاب قائلاً بهدوء علم يندثر من بعدنا 21 فبراير 2017 يجلس وزير الأثار في منزل السيدة إنعام حسني أرملة دكتور كامل يهتس قهوته يتساءل عن أحوال الأسرة وبعد محاولات ينجح في أن يجعل السيدة إنعام تتحدث بحرية أكثر عن الأسبوع الأخير في حياة زوجها كان ما ينتظره ويتوقعه أن تتأكد فكرته بأن ظنون علي صالح هي محض خرافات وأن وفاة صديقه سببت له قدراً من التوتر أثر على فكره لكن ما حكت السيدة إنعام خالف توقعاته حكت له عن بداية إصابة كامل بحمى ووصول درجة حرارته لأربعين ثم انخفاضها بالعلاج ومتابعة الأطباء ثم عودة ارتفاعها مرة أخرى بشكل حير الأطباء وظل هكذا طوال الأسبوع من ارتفاع للانخفاض لارتفاع آخر حكت له عن معاناة كامل خلال الأسبوع الأخير من بعض نوبات الحذيان ذكرت له حكايات إقشعر لها جسده حكت أنه استيقظ من النوم في إحدى الليالي مفزوعاً كأنه أفقى على كابوس مروى وعندما سألته قال لها سيذبح الموت بجناحيه كل من يبدد سلام مرقد فرعون ثم وصل نومه بالطبع يعرف السيد الوزير أن هذه العبارة هي الترجمة العربية لكتابة وجدها مكتشفو مقبرة توت عنخ أمون على أحد ألواح المقبرة لكن لم يثر فزع السيدة إنعام إلا يوم الوفاة صباحاً كان دكتور كامل في حالة أفضل منذ قبل وظهر وكأنه تعافى بدنياً لكن حينما سألته زوجته عن أحواله قال لها أشعر بجحيم في داخلي وبعد ساعات فارقت الروح الجسد 1323 قبل الميلاد توت عنخ أمون في مقبرته مع مشرف بناء المقبرة وعمدة طيبة وكبير الكهنة وحارس المقبرة توت عنخ أمون عجب أن تنتهي كل التحضيرات خلال أيام مولاي ما زلت في عامك الثامن عشر أمض الله في عمرك لما العجلة ولمالإصرار على بناء مقبرة صغيرة كهذا يمكنك بمنحنا المزيد من الوقت بناء مقبرة أكبر طريق بعظمتك تتعنخ أمون متحركا بعكازيه مملؤا بالشجن أشعر به قريبا قريبا جدا راه يحوم حولي ينظر إلي بعيون تملأها نية الغدر في طعاطه تحدي لي في خضوعه غل وكراهية لم أحاقق انتصارات عظيمة أخلد بها لست مثلا كوالدي إخناتون الذي حاول توحيد الآلهة لم أمتلك حتى الشجاعة لأسير على خطاه في عبادة الإله الأوحد آتون لست مثلا كزوجة والدي وحماتي الملكة نيفرتيتي التي يحاول بعض الكهنة تمس تاريخها إذا لم تستطع هذه المقبرة أن تمنحني الخلود فلن يكون لي ذكر في الحياة الثانية ما نفعله الآن هو التاريخ الذي سأذكر به بدونه لا يوجد توت عرخ أمون علينا أن نحيط الأمر بأكبر قدر من الغموض وحتى بعد اكتشافها يوم ما سيكتشف الأحفاد مقبرة لكن إلى أن يأتي هذا اليوم علينا أن نحيط الأمر بأكبر قدر من الغموض وحتى اكتشافها لابد أن يظل الغموض قائما سأضع في مقبرة هذه كل ثرواتي وثروات والدي لكنني لن أقبل المساس بها أو بجثماني ستحل لعنتي على كل من يقلق مرقدي حارس المقبرة نهو أنا الذي يصد لصوص المقبرة بلاهيب الصحراء أنا حامي مقبرتك يا مولاي توت عرخ أمون قد علمتم أهمية هذه المقبرة أهميتها لتاريخي وتاريخ الأسرة الثامنة عشرة أوصيكم بنقل جثمان الملكة نيفرتيتي إلى مقبرة أردها بجواري لم يبقى الكثير لي في هذه الحياة يا عمدة طيبة أحضر السحرة الذين سيحصنون المقبرة وعلينا الانتهاء خلال أيام الموت الغلول لن يمنحني فرصة أطول للبقاء فأسرعوا أسرعوا أربع نوفمبر 1922 الثانية ظهرا هوارد كارتر مكتشف المقبرة بصحبة اللورد كارنارفون وليدي إيفيلين هاربرت وصاحب السعادة عبد الحليم باشا سليمان وزير الأشغال العامة وغيرهم يحضرون جميعا لمشاهدة مراسم فتح المقبرة 12 نوفمبر 1922 القاهرة يسمع هوارد كارتر استغاثة عصفورة في شرفة الفندق يتحرك إليه مسرها ليجد ثعبانا يلدغه حتى مات 5 إبريل 1923 القاهرة اللورد كارنارفون ممول عملية كشف المقبرة بعد إصابته بحمى استمرت 12 يوما أشعر بجحيم في داخلي وفاة اللورد كارنارفون بحمى غامضة أمس هذا اليوم يذكر أن الكهرباء انقطعت عن القاهرة بأكملها ليلة الوفاء 5 إبريل 1923 وفاة كلب اللورد كارنارفون بعد حالة نباح غامضة استمرت لساعات 7 إبريل 1923 توفي عالم الآثار الأمريكي أرثر ميس الذي شارك كارتر في اكتشاف المقبرة بعد أن سقط في إغماءة طويلة ولم يعرف الأطباء السبب 15 يونيو 1993 وفاة المليونير الأمريكي جاي جولد صديق اللورد كارنارفون بعد حضوره للقاهرة لمشاهدة المقبرة توفي بعد إصابته بالحمى واحتار الأطباء في سبب الوفاء وقد ترك رسالة آخيرة مكتوبا فيها حلت لعنة الفراعينة 12 أغسطس 1923 وفاة أرشيبالد دوغلس أول من فكل فائفة توت عن خامون في مقبرته بشكل غامض بعد عودته لإنجلترا سبتمبر عام 1923 وفاة مفتش الآثار المصري محمد إبراهيم الذي أجبره المسؤولون أنذاك على إرسال بعض كنوز الفراعينة لتعرض في متاحف باريس رغم معارضته لذلك وبعد ذلك بأيام دهسته سيارة أثناء عبوره الشارع مارس 1929 تتوفى زوجة اللوردي كارنانفون نتيجة لدغة حشرة بعدها توفي سيكرتير اللورد بسكتة القلبية وعندما علم والده بالخبر انتحر قفزا من الطابق السابع وفي جنازته دهس الحصان الذي كان يجر التابوت طفلا صغيرا 1323 قبل الميلاد توت عنخامون يقف مشاهدا مقبرته التي أوشكت على الانتهاء يطي كهنته التعليمات الأخيرة يتحرك حارس المقبرة ليكتب على تمثاله المسحور إنه أنا الذي يصد لصوص المقبرة بلاهيب الصحراء أنا حامي مقبرة توت عنخامون يطلب توت عنخامون من الحارس إحضار لوح رخامي كبير وقلم ينظر إلى اللوح بابتسامة لا تخلو من الحزن يمسك القلمة ويكتب عليه بخط واضح سيذبح الموت بجناحيه كل من يبدد سلام مرقد فرعون لماكن يوما متوقعا ما يحدث الآن ضد عن صغير النمى وترعرع بجانب الشجرة المباركة بالنيل هكذا سميناها وأقراني كنا نلعب ونلهو بجوارها ونقفز بالمياه ليل النهار وواجبتنا تقدم لنا بجوارها من الذباب التزجي والديدان الصغيرة أخبرني والدي ذات مرة بأننا ننتمي إلى مجموعة من الفقريات وهي نفس المجموعة التي تضم الأسماك والزواحف والطيور وكذلك البشر أولئك المتجبرون الضخام حياة اللهية ممتلئة بالحرية والسعادة وبمرور الأيام تغير كل شيء نضجت وتفرقنا كل لعمله الدؤوب للبحث عن الرزق والطعام ولكننا حافظنا بعض الشيء على لقائنا ولو مرة واحدة بالشهر عند الشجرة المباركة كنت مختلفا عن أقراني كثيرا كثير الشرود متأملا محاولا اكتشاف ذلك العالم الغريب مصر الفرعونية العظيمة هذا ما عرفته من التسكع الخفي بدروب العاصمة المطلة على النيل وصراع مرير بين اثنين لا ينتهي أحدهما يدعى موسى النبي والآخر هو فرعون مالك البلاد قفست ذات مرة داخل ذلك المعبد المنزوي بجوانب العاصمة وتلصصت على الكاهن الأكبر باجتماعه السري على أضواء الشموع علينا أن ندعم فرعون إلى أبعاد الحدود إن صدق الناس موسى فسينتهي وتنعدم مصالحنا للأبد صحقا لهؤلاء اليهود الرعاء مجموعة من العبيد ينطحون أسيادهم يا للمهزلة سنخرج إلى الشعب ونخبرهم بأن تلك المصائب المتوالية ما هي ألا غضب من الإله آمون راع لتلك الأفعال المسيئة لفرعون أغلب الشعب يعتقد بأن الإله هو فرعون يا كبير الكهن لا تكن غابيا أخبرناهم مرارا وتكرارا بأن آمون راعي يبارك فرعون ملكا ونائبا عنه على مصر أنا خائف المصريون يعتقدون بأن موسى على حق وأن فرعون ظالم فجور خسئت لن نسمح بذلك ما حينا وانخرط الجميع في التراشق بالأفكار والحلول لتلك الأزمة الرحينة لم اهتم كثيرا لما استمعت إلي على الأقل بذلك اليوم فقد كنت أبحث عن طعام لذيذ داخل المعبد بعيدا عن تلك الحشرات المنتشرة بشوارع العاصمة قفزت بعيدا عنهم فوقعت بجوار بعض أوراق البردي البالية يقرأها رجل لا يشاركهم هذه الجلسة المغلقة اخترقت كلماته أذنية بصوته المبحوحي الموشك على البكاء مصر صورة للسماوات ويسكن الكون إله هنا في قدس معبدها لكن الإله سوف يحجرها يعود إلى السماء يرتحل من هذا البلد مقر الروحانية ستصبح مصر مهجورة موحشة محرومة من وجود الإله يحتلها الدخلاء سيضحي هذا البلد مليئا بالجثث والمآتم والنيل المقدس سوف تخضبه الدماء وستفيض مياهه محملة بالقيح ستضحي مصر أرملة فكل صوت مقدس سيجبر على الصمت وتفضل الظلمة على النور ولن ترتفع عين إلى السماء سيدمغ الصالح ببلاها وسيكرم الفاسق أنه حكيم وسينظر للأحمق أنه شجاه وسيعتبر الفاسد من أهل الخير لن يبقى شيء يروى عنها إلا على شواهد القبور القديمة سيتعب الناس من الحياة ويكفون عن رؤية الكون كشيء جدير بالإعجاب المقدس ولسوف تصبح الروحانية التي هي أعظم هبات الإله مهددة بالفناء متون هيرميس القرن الثاني الميلادي نهر الكاهن الأكبر ذلك الرجل فجأة فلتلقي تلك المتون ولتذهب للجحيم ولكن أغلبها يتحقق أيها الكاهن وإن ذهبت مصر فإن تمارسون طقوسكم وتعيشون تلك الحياة الرغدة لن تذهب لن تذهب قال هوا التحدي بعينيه وقفست بعدها بعيدا عن المعبدي عائدا لتلك الشجرة المباركة صامتا بقلب مقبوض مما سمعت كل ما يدور ببالي بهذه اللحظات وتلك الذكريات التي أعشقها بذلك المكان الذي ولدت وترعرعت فيه مرت أيام وأيام متوترا مشرفا على الاكتئاب الحاد أيعقل أن يذهب كل شيء للهباء كما جاء بهذه الأوراق البالية؟ أنظروا إلى أهلي وأقراني حزينا وأستمعوا إلى نقيقهم متحسرا ولا أقوى على البوح لهم بتلك الحواجس التي ملأت نفسي حتى جاء ذلك اليوم الموعود أخبرني والدي بأن كبير الضفاضع يريد الاجتماع بنا جميعا نحن معشر الضفاضع هناك بتلك الجزيرة المهجورة وسط النيل وقفنا في زحام شديد كان كبيرنا سنا ومقاما ومن عادتنا أن نقدس أكبرنا سنا ونستمع لنصائحه وتوجيهاته من فترة لأخرى كل على حدة ولكن لم يطلب الاجتماع بنا جميعا بآن واحد إلا هذه المرة لابد أن الأمر مهم للغاية خرج كبيرنا على ورقة شجر عالية فتوقف ضجيج نقيقنا لننسطى له يا معشر الضفاضع لقد أمرنا الله بالخروج لنصبح آية لمن كفر وتولى لا تتعجب فأغلبنا يصلي ويسبح للإله فلم يتركن الله جهلاء به منذ بدء الخليقة جحضت عيناي حين استمعت إلى حديثه وأدركت بأن الدمار كائن لا محال يا معشر الضفاضع سنخرج مجتمعين ونهاجم بيوتهم ومعابدهم وقصر فرعون إلى أمكننا ذلك لا تتوقفوا مهما فعلوا إن قتلوكم فأنتم شهداء إلى الله أبرار لا قطعته بصوت عال بعصبية بالغة من أنت؟ تقدمت الصفوف قفزا ناحيته ونظرت له عاليا أنا أحد رعايك أيها الكبير سنا ومقاما وماذا تريد؟ لما كان لنا بهذا الصراع أيها الكبير أي صراع تقصد؟ الصراع بين موسى والنبي فرعون الملك لن يفيد خروجنا شيئا لنا فقد سنموت وأحدهما سيفوز على الآخر أين مصلحتنا نحن في ذلك؟ كنت ناقشه بحد وسط ذهول الحاضرين قفز من مقعده العلوي ونظر بعيني الجاحظتين منذ متى وبيننا خائن؟ لست خائن أنا فقط أخاف على أهلي لما كان بيننا لخائن أو جبان امسكوه وقيدوه عند الشجرة المباركة ليصبح عبرة لمن لا يعتبر وموعدكم الصبح فاستعدوا للجهاد والخروج هيا انصرفوا إلى بيوتكم انطلقت جنوده محاولتنا السيطرة علي وأنا أصرخ بأعلى صوت ممكن ستموتون وينتهي كل شيء لا تخرجوا لا تخرجوا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اقذدوني لتلك الشجرة التي طالما اجتمعنا عندها دون أن نعرف بأنها مكان لتعذيب الخارجين عن الناموس العام هكذا كانت تهمتي التي لم يأتها أحد قبلي قضيت الليلة بأكملها لا أكف عن الصراخ لمنعهم من الخروج دون جدوى واجتمعت حشودهم في الصباح دون الالتفات لتوسلات لهم وتعلت أصوات نقيقهم وبدأوا الهجوم ناحية العاصمة بأعداد غفيرة كانوا يبتعدون وينشرون الرعب بين دروبها حتى غابوا عن مجال رؤيتي وقفت وحيدا مقيدا بذلك المكان وإلا لهم فقد أضحوا ثوارا من أجل غيرهم يموتون ويأتي من يستغل دماءهم لمكاسبه الشخصية ربما سيكتب التاريخ بأنهم ضواضع غوغاء هاجمت العاصمة يوما ما وقتلوا دهسا بالأقدام خارت قوايا وأنا أنتظرهم ونتيجة الحتمية لم يعد أحد حينها امتلأت مياه النيل بالدم فسأل الدموع وقد عرفت المصير ستتحقق تلك النبوءة التي استمعت إليها في المعبد مصر في خطر وموض في مصر القديمة معاوية طارق جمال الذهبي احتشد العوام عند صرح أتون الأول ينتظرون إطلالة الفرعون السنوية كما جرت العادة في ذلك اليوم المشهود من السنة تنقسم الحشود إلى أربعة أقسام يتقدمهم الوزراء وكبار الجنود والتجار ويليهم المهندسون والزراع والبناءون ويأتي بقية العمال الذين أنجزوا ذلك البناء الهرمي المطل على النيل في مؤخرة الصفوف رفقة العوام اختلف البناء بقمته المستوية وطبيعته الخاصة عن سابقيه بحيث يبدو من يعتريه للناظرين من أسفل وكانه في مركز الشمس عكست صفحات الوجوه في الصفوف الأولى انبهارا وفخرا بذلك البناء الهائل بزخارفه ونقوشه والمسالات التي تحيطه من كل جانب فيما غشي الصخط بقية الحضور فهذا الصرح قد اقتطع له ثلث مساحة الوادي غير أنه حرمهم من رؤية النهر الفياض الذي تلوثت مياهه برمال وأحجار أثناء فترة التشييد التي استغرقت أشهر فضلا عن أهل قرية أوزيس الذين هجروا رغما عنهم قبل الشروع في البناء على ضفة النيل جلس المعلم آساروف يذرف دموعه على الجريمة التي ارتكبها الفرعون في حق النهر كان رجلا عظيم اللحية منحن الظهر طاعنا في السن لا يملك سوى عصاته الخشبية التي تعينه على السير والتنقل الوحيد الذي نجى من المذبحة التي دبرها التون الثاني للعلماء بوثيقة ماعد التي حرفها الفرعون وبدل نصوصها المنقوشة على جدران المعابد كي يطيعه القوم بلا تشكك أو معاندة وأمر الفرعون أن لا يقتله أحد فاكتفى بفقع عينيه والقبض على أسرته ليكون عبرة للحاشية المحيطة به من الكهنة وليفكر النفر منهم ألف مرة قبل البوح بالحقيقة كان آساروف يعلم أن آتون قد خرق كل وصايا وقوانين وثيقة ماعد يسأل آساروف نفسه دائما لماذا لم تحل لعنة الإله ماعد على آتون حتى الآن وهو من ارتكب كل الجرائم التي حرمتها الوثيقة لقد قتل ونهب وسرق وظلم واستولى على الأقوات ولوث مياه النيل وزنى بالنساء واستباح القبور وبطش بالعلماء يبدو أننا قد عبدنا الوهم الذي قالوا عنه ماعد وبينما كان يائسا ينخرط في البكاء تبللت لحيته البيضاء وفوجئ بصوت يحمس في أذنه لا تفقد الأمل في إله يمهل ولا يهمل فأتون تبقى له جريمة وحيدة لم يرتكبها بعد اهتزت الأرض من تحته واجعل يتململ ويشيح بيديه تجاه الصوت علىه يمسك بمحدثه لكن بلا جدوى وتساءل في حيرة من أمره من الذي يتحدث؟ من يتحدث لا يمكنك رؤيته حتى لو رد إليك بصرك الآن جئت ليذكرك بأن أتون لم يرتكب كل جرائم الوثيقة لتحل عليه اللعنة لا إنه ارتكب كل الجرائم إلا واحدة لا أحد أعلم مني بجرائم من تحل عليهم اللعنة المذكورة في وثيقة ماعة الحقيقية إن أتون لم يشرب من دم نفسه كما تقول الوثيقة لا يمكن لأحد أن يشرب من دم نفسه سيشرب أتون من دم نفسه اليوم سكت الصوت الذي يحدثه فقام يهلل ويصرخ ويبشر بها لاك أتون تكثرت الثرثرة والهمهمات هنا وهناك حتى تراء للحشد الحراس وقد أحاطوا بالصرح وران الصمت فوق ظهور الملك أتون الثالث في زيه الرسمي مع أمه الملكة فيروز وقد اعتليا العرش وسطهالة من خاصته ومن حوله وقف الكهنة على الجانبين بكروشهم المنتفخة وأعينهم الممتلئة مكرا يتطلعون نحو الحشد بدى الناس عدى مقدمة الصفوف وحادثي الزواج قريبين في الهيئة والأشكال والألوان الرجال يجمعهم البدن النحيل والقامة الضعيفة والثياب الرثة والنساء لا يتميزن عنهم سوى بالشعر المنسدل الطويل وعلامات الأنوث التي أوشكت على الاختفاء لم يكن بين الحشد شخصا يتجاوز أتون في سنوات العمر إلا هذا الذي يجلس لدى النهر فالملوك من وسرة أتون كلما تولى أحدهم العرش قتلوا كل من يكبرهم سنا وانحنى الجميع ركوعا يعظمون الملك الذي أنعم عليهم بطلته أخيرا يصبر الناس على الأرض الملتهبة تحت الأقدام والشمس التي تبطش بالرؤوس دون تذمر أو ضجر حتى لا تتعطل مصالحهم ففي ذلك اليوم من السنة يطلع أتون على أوراق الدواوين التي تجمع على مدار العام فيصدق على قوانين الضرائب ويحدد الرواتب ويتفقد الجنود والرعاية من مكانه يأمر ببناء الصرح التالي ويختار من بين الجواري ما تناسبه ويوافق على عقود الزواج ليتمكن الرجال من إتيان نسائهم فقانون حق الليلة الأولى يمنع الرجل في المملكة من معاشرة امرأته قبل عرضها على أتون في ذلك اليوم فربما يكون له رأي آخر بدأ أتون خطابه بعد بضع دقائق مسح فيها الحضور بعينه فقال بصوته الأجش من أتون الثالث ملك الأرض الذي تحتضنه الشمس وتجري الأنهار من تحت قدميه إلى رعاياه في المملكة إنني اليوم أحتفل معكم بعام آتون جديد وهو العاشر لكم تحت حكمي لقد عملت خلال الأعوام السابقة على الارتقاء بالمملكة في كافة المجالات فنظمت الدواوين وحددت لكل طائفة منكم راتبا شهريا مقابل ما تقدمه من عمل وزودت الجنود بالسلاح الحديث ليدافع عنها وقت الخطر كما عمرت على بيان إظهار قدرتنا الهندسية من خلال تلك الصروح التي لا مثيل لها على وجه الأرض وها أنا ذا الآن أقف على أحدثها ليقضي حوائجكم فاحمدوا لي ما أقوم به في سبيل المملكة ورعاياها دمتم في رعاية آتون وحفظه ما إن أنهى آتون خطبته حتى هتفت له الجماهير بكل ما لديها من حناجر وظلوا على هذا الوضع حتى وقع على كل الأوراق التي وضعها أمامه الحراس ولما فرغ من ذلك أشار لهم بالسكوت فعاد الصنط يخيم على المكان من جديد غتناول آتون منظاره من أحد الحراس فحول رأسه إلى اليسار حيث اعتاد الأزواج الجدد الانتظار وأمرت النسوة بالوقوف فيما بقي الرجال جلوسا سعيد الحظ هو الذي تختار زوجته من قبل الملك ليقضي معها الليلة الأولى فذلك سيرفعه من طبقة الرعاية إلى طبقة المواظفين وقد يسمح له بالطرق فيما بعد لمنصب وزير وضع المنظار على عينيه وجعل يتحول من واحدة إلى أخرى حتى وقعت عينه على واحدة أشار إليها كانت فتاة في العشرينات تدعى آسيا بدت طويلة العود واضحة القسمات بيضاء البشرة ناهضة الثدي يتخذ فمها وضع القبلة دائما وكان زوجها شابا يصغر أتون بأربعة أعوام وجد فيها أتون مواصفات فتاة طلق بالزي الملكي ونوع أن يتزوجها جئ بها إليه فتطلع إليها على مقربة حالت له فأمر بفسق عقد زواجها من ذلك الشاب وأعلن زواجه منها عندما أخذها لتصافح أمه الملكة فيروز تقربت آسيا إليها على مهل فانحنت تقبل يدها حدجت فيروز وجهها فوجدت شيئا امتقع له وجهها الناس أشدت جمالا منها يوم أن تزوجت بآتون الثاني بدأ التغارب من تلك الفتاة التي ستقاسمها قلب ابنها الوحيد قد يقع في عشقها ويصيلها بالعرش أمرت الحراسة والكحنة بالانصراف وغلقت الأبواب ثم خلت بابنها أتون قالت بلحجة آمرة لا تتزوج من تلك الفتاة وكان أتون يعلم رغبة أمه في أن تكون السيدة الوحيدة التي تجلس بجانب الملك على العرش فقال متوددا لا تقلقي يا أمي إنها لن تخرج من جناحها بالقصر ولن ترافقني زياراتي إلا بعد موتك تماما مثلما فعل أبي معك يوم أن قرر زواجك رغم رفض أمه حينها وإذا سبقتك للموت فسأوصي لك بالعرش ثم لآسيا من بعدك لقد توقع آساروف هلكك اليوم ظن أتون أن هذا من بابي غيرت النسوة من بعضهن البعض فقال متهكما لما كن أعلم أن حرصك على العرش سيقودك للتصديق بحديث المجنين ليس بحديث المجنين بل هو عين اليقين إن آساروف أعلم الناس بوثيقة معت ويعرف الجرائم التي يرتكبها الشخص فتحل عليه اللعنة وتغلقه تأكد لديه أن المرأة قد خف عقلها فربت على كتفها ساخرا ومر بجانبها متجها نحو الباب وهو يقول لقد توقع نفس الشيء العام الماضي وهآن ذا أمامك اليوم لا دعي لإفساد اليوم يا أمي جرت تتبعه لكنه قد سبقها وأغلق الباب عليها أمر أن لا يفتح لها إلا بإذنه جعلت تضرب الباب وتنادي بأعلى ما لديها دون أن يستجيب لها مجيب وأخذ آتون بيد آسيا التي تنتظر بلهفة إلى جناحها ولم يضع في الاعتبار ما قالته الأم فعشر زوجته الحسناء واستمتع كما لم يستمتع من قبل عند المساء أصدر أمرا أن تحضر أمه إلى جناح زوجته لتبارك لها وجاءت الأم في وجه يبتسم ابتسامة ذات معنى فعانقت ابنها وباركت للزوجة وجاء الخادم يحمل خمر الزفاف في ثلاث كؤوس على كل منها اسم صاحبه فوضعه على النضض وأرد أتون أن يرضي أمه والتي بدت كاسفة الوجه فخرج بها إلى الشرفة حيث يخاطب رعاياه وأعلنها سيدة القصر الوحيدة وصاحبة القرار في حالة موته فإن هلكت فالملك لآسيا زوجته ما زال آساروف يهلل ويبشر بهلاك أتون الذي سخر منه واصفا إياه بالمجنون وحرض على سبه كانت آسيا قد أدخلت خاتمة أصبعها بعد أن أفرغت محتويات فصه الأبيض في كأسي أتون وأمه عندما رجع إليها وتناول كل كأسه فشربت آسيا كأسها على دفعات وتجرعت فيروز الكأس على ثلاث مرات فيما سكب أتون الكأس في جوفه دفعة واحدة وبعد دقائق بدأ أتون يشعر مثل أمه بألم شديد في بطنه وهوايا يتم الملان وكل منهما يعتصر بطنه دون أي قدرة على التكلم وبرقت الأعين ثم خسف البصر وجعلا يسعلان بشدة لدقائق نظرت فيها آسيا لفيروز وقالت الآن نفث ما تمنيته قبل عقدين من الزمان يوم اتفقت مع أبي على إبعاد عن القصر حتى تكون سيدة القصر الوحيدة وهانذا اليوم هنا أسقيقي سم ما قدمت يداكي وأريك مقتل ابنك في حياتك أأنذا اليوم ملكة أتون طبقا لما أمر به ابنك قبل قليل وأدرك أتون أن آساروف لم يكن مخبولا يهذي بكلام لا يعرف معناه استدعت آسيا آساروف للقصر وعينته كبيرا للكهنة بعد أن أفرجت عن أسرته وعندما حكت له ما حدث صدق من كان يحدثه وفهم ما لم يكن قد فهمه من نص الوثيقة لقد شرب أتون من دم نفسه يوم ضاجع شقيقته دون أن يعلم هناك في الأعماق طريق طويل وغير آمن لكنه يستحق في منظر كأنه من الجنة يجر النيل كماء من ذهب وتصلط الشمس عليه ضوءها تنعكس سنابل القمح الذهبية على ضفتيه فتزيده سحرا أما عن الرياح فإنها تداعب وجوه الوقوف أمامه كأنما كل ظروف الطبيعية تجبرك على النظر له أجمل إجبار في الكون أما عنه فإنه يقف بمطلق حريته أسيرا لجمال النيل يقف أسيرا برضاه أي مالك ذا الذي يذهب للأسر بقدميه لا بقلبه يقف بكل شموخ الملك مالك يعشق يعشق صوت التخبط بين موجات النيل الصغيرة تلك يعشق صوت الطيور حوله يباهون بجمال النيل الطيور المهاجرة أصدقاءهم يعشق بريق السعادة هذا الذي يكسو النيل يقف بكونه مسؤولا عن الجمال الذي يجري في شريان دمائه مرتديا ملابس عامة الشعب الكتانية بلا أي مظاهر زينة فلقد كان هو الزينة لأي مكان هو فيه وجهه الحاد المدبب الرجولي المرفوع دائما في السحاب عيناه المرسومتان من دون كحل كسيف قاطع أنفه البارس شفته ذات اللون البني الذي تميز به أهل طيبة إنه منهم ولهم وبهم يفكر كيف يحافظ على هذا الكنز الفريد شريان طيبة بل وقلبها كله نعم هو يفيض في مواسمه ولا يبخل ولكن ماذا لو تغير الأمر يفكر في المستقبل بحلوه ومره خطواته السليمة وتعثره هكذا هو تحتمس الثالث وهكذا يكونون الملوك وبصوت أجش زينه الخشوع قال حابي إله النيل العظيم ابن الإله حورس ابني عدالتك في توزيع قطرات الماء في الأمواج ابني قوتك في فرض الفيضان الذي يجلب الخير ابني جمال النيل الذي يريح العيون والقلوب ابني منة الحفاظ عليه ابني الخلود مقترنا بك استنشق هواء النيل العذب وغسل الهواء قلبه فانحنى يشرب بيده اليمنى فرأى انعكاسه على ماء النيل الجاري وإذ بالإله حابي يستجيب لصلواته وتطرق عقله الفكرة من انعكاس وجهه على النيل وبسرعة تحرك توحطنوس الثالث بخطوات ثابتة تجاه كبار الحرس وصديقه المقرب أمنخاو الذي كان ينتظره مرتديا مثله بجسده الأسمر القوي البنيان مثل قلبه القوي والقاسي أحيانا أرسل في طلب كبير مهندسي القصر ونحات القصر في الحال أمرك انطلقا إلى القصر حضر كبير المهندسين والنحات قلا وهما يحنيان رأسيهما قليلا كتحية لجلالته مولاية حتمس الثالث ملك الشمال والجنوب وقف الملك يحوم حول كبير المهندسين كأنه يغلق عليه دائرة تؤدي لإجابة واحدة وسأله يا كبير المهندسين الكهنة في معبد إيبت إيسوت الكرنك يأخذون وقتا طويلا ريثما يذهبون للنيل كي يتطهروا ثم يعودوا فيتعبدوا وأريد راحتهم واختصار الوقت فماذا ترى؟ ابتسم كبير المهندسين كان ذكيا فالذكي إذا حكم أحاط نفسه بالأذكياء هو يعلم أن الملك لا يستشير إنه يماحد بالسؤال عن الرأي لكنه بالتأكيد يملك الفكرة التي سينفذها لا محالة فقال ما يره مولاي من خير للكهنة والنيل فهو أمر نافذ قال الملك مخاطبا المهندس وهو يخطو إلى النحات إذن لتبدأ في تشييد بحيرة صغيرة تتصل بنهر النيل ليتطهر منها الكهنة أريدها في الجنوب الشرقي للمعبد أمر مولاي ثم نظر إلى النحات أريد كتلة صغيرة من الذهب وستحفر عليها ما سأرسله لك مع أحد الحراس غدا في المنحة الخاص بك في القصر ثم نظر إلى كليهما وقال فليجهز ما طلبته في أسرع وقت ولتعلما أن رقبتيكما مقابل كلمة واحدة يعرفها أي أحد عن الأمر عدى لعرشه نظر لهم وقال فلتنصرفاه أما الآن فعليه إبلاغ صوت الآلهة إبلاغ الكهنة تحديدا كبير الكهنة ذلك الرجل الذي شاب سنا ولم يشب عقلا يفهم الأمور ولو كان التلميح على بعد أميال أصلع الرأس وربما بات قلبه أصلع من المشاعر أيضا أما قلبه فليس بصاف تماما على عكس ردائه الكهني الأبيض الكهنة في مصر هم الرابط بين السماء والأرض وإذا قطع الرابط فستسقط السماء على الأرض أن تحمل الدين على عاتقيك فهذا يعني أن تكون نقيا وبتأكيد من أهم الشروط أن تكون ككبير الكهنة ولضرورة معرفة الكهنة بخطوات الملك ذهب لهم يحسب خطواته وصل إلى بهو المعبد ذلك المكان الفسيح أعمدته الشاهقة التي تلامس السحاب زهرات اللوتس المرسومة أعلاه بإتقان تتفتح وهي محتضنة لضوء الشمس منظر ليس له قارين من جمال عظمة لا تضاهيها أخرى أعمدة تنتصب شامخة تحمل من شموخ مصر الكثير أدت حطمس الثالث مرسم العبادة وقدم القرابين للآلهة كعادة أثيرة ثم تجه باسم الوجه إلى الكاهن من طيبة كلها تقدس رجال الدين وهو الحاكم وأليه أن يكسب الجميع حتى إن لم يكسبهم فعلى الأقل لا يكسب عداوتهم كيف حالك أيها الكاهن الأكبر؟ رد بنفاق يظهر علي بخير ما دمت جلالتك بخير إني بخير ولكن هناك فكرة تؤرقني في الصحو قبل النوم قال الكاهن بنبرة تهديد مختبئ ما الذي يؤرق ملكنا ويشغله عن حكم مصر؟ الأفكار لا تشغلني إنها تقوي عزيمتي فكل ما في ذهني هو لمصر إني أريد الخلود للنيل والراحة لكم يا كهنة مصر الأبرار نحن في راحة ما دمنا في رعاية الآلهة أما النيل فهو خالد يا مولاي ذهب من ذهب ويأتي من يأتي وهو سيبقى ينبض وتنبض به مصر ليس كل ذاهبين كالآتين يا كاهننا الأكبر إني أخف عليك مما سيأتي من القادم ألا يحترمه القادمون أن يستهزئ به ويعامل حابي معاملة لا طلق بمقامه أن يمسه أحد بسوء وما رأي مولاي كنت أناجي الإله حابي صباح اليوم وأوحى لي بفكرة سديدة سأشيد بحيرة في الجنوب الشرقي من المعبد بحيرة لا يزيد منسوب مائها ولا ينخفض ولا تنضب أبدا ومنها تتطهرون للعبادة حتى توفر وقت الذهاب للنهر في العبادة والإنصاط للآلهة ستكون بحيرة خالدة وفيها نضع سرها كي يستخدمه القادمون في الحفاظ على هبة النيل عقد الكاهن حاجبيه إعرابا عن اعتراضه وقال السحر يكمن في الغموض أما الخلود فيكمن في المعرفة صوت الكاهن قليلا ثم قال مدعيا ما لم يحدث صوت الآلهة يقول إنها معطارضة لا يمكننا أن نقدم فكرة ببساطة هكذا قال الملك وقد فهم الدعاء الكاهن أيها الكاهن الأكبر إن الآلهة لا توحي بشيء إلا وهي تريده ولقد أوحت لي ولا يراوذك قلق مصلحة طيبة فوقنا جميعا ذهب إلى قصره وتعمد أن يخفي عن الكهنة كل التفاصيل حتى يتم ما يريد إنه لا يزيل العقبات إنه يتخطاها وبعد يومين حضره أمنخاو حياه وقال مولاي لقد أنهى النحاة العريضة الذهبية وها هي وقدمها له أمنخاو إنها تلمع ببريق يختلف عن بريق الذهب ببريق لم يره أحد مثله ولن يرى بريقها من بريق البقاء أخذها تحتمس الثالث وابتسم عريضة ذهبية صغيرة ولكن ما عليها كبير إنها السر الذي سينقذ طيبة في المستقبل ابتسم الملك أكثر وخاصة عندما رأى نفسه منعكسا عليها رأى نفسه فيها ورأى فيها البقاء الأبدي ورضى الآلهة عنه أكمل أمنخاو أما البحيرة فلقد تم حفرها لكن لم يتم توصيلها بماء النيل بعد الليلة مساء سيجر النيل في البحيرة ذهب الملك بعينيه في السماء وقال إذن يا أمنخاو الليلة مساء سنذهب للبحيرة سنذهب للخلود ماذا ينوي مولاي فعله؟ أنوي الخلود للنيل ولنا اسمح لي يا مولاي الخلود لنا وللنيل بالطبع نحن منه ومثله فما ادعي لي كشف سر هندسي عظيم كهذا أعلم يا أمنخاو لكن قد يحتاج ابن لي هذا السر حتى يحفظ ماء النار وربما يحتاجه حفيد لي النيل هو الطيبة وطيبة حياتها في النيل هو الطريق للخلود وإني لا أعلم ما سيحصل للنيل مستقبلا المستقبل ليس دائما بجمال الحاضر والماضي والاحتياط مطلوب يا أمنخاو لمولاي كل الحق ولكن الكهنة يا مولاي معطردون والقوة الحقيقية تكمن في عدم معرفة مصدرها ثم صمت لثاني وأكمل بصوت محذر ونحن لا نعلم ماذا سيفعلون لو علموا خطواتك الآلهة فوقي وفوق الكهنة ولقد أوحوا إلي وسأفعل ما أمروني أما على القوة فالقوة هي الحفاظ على منة منحتها الآلهة ثم استدار جلالته ورفع وجهه في السماء كانه يوجه الكلمات للآلهة في السحاب وقال إني تخذت قراري يا أمنخاو الليلة مساء بلا حراس تنهد أمنخاو وانحنى يا مولاي إني في ظهرك دوما صديقك وحارسك الوفي تبسم الملك بفخر قائلا غفاؤك يلمع أمام ناظري كقرص الشمس يا أمنخاو وخرج أمنخاو من غرفة الملك متجها إلى البحيرة التي تكمن أمام المعبد الذي يقيم فيه الكهنة حل المساء ونزل القمر يتفقد الموقف يشاهد اللحظات التي ستصنع الخلود العريضة الذهبية السميكة الصغيرة ملفوفة في أوراق البرد الأوراق التي كتبت عليها بعض الكلمات السحرية كلمات ستسمح فقط لمن يستحق أن يعرف السر بالاقتراب من البحيرة أما غير ذلك فسيمنع عنه الاقتراب من البحيرة كتب على الأوراق بالهيروغليفية يا إله الخير والسعادة حابي إله النيل العظيم بك سحر سيعرفه صاحب الحق في نيلك الطيب ويظهر معنى السحر لمن يستحق حمل المعنى ورعاية نيلك العظيم أما من لا يستحق فستصيبه لعنة منك من قطرات مائك وسريان نهرك في شتى البقاء وضعت حتمس الثالث العريضة الذهبية الصغيرة في تنورته الملكية ذات الحزام الذهبي وارتد عباءته تلك التي يخرج بها للأسواق كي يطمئن على الأمور خارج القصر عباءة تغطيه تماما بالكاد يرى موضع قدمه منها ارتدها كي لا يتعرف أحد عليه وذهب الملك مصطحبا معه أمنخاو صديقه المقرب وكبير حرسه وصل إلى البحيرة التي ستشهد سر الدوام والخلود الليل بعتمته يخيم على الموقف الظلم الذي يوحي بالخوف لكن لا يخاف من يفعل الصواب وقف الملك أمام البحيرة وفي ظهره أمنخاو أخرج العريضة سريعا فالموقف لا يحتمل الانتظار مال بجسده ومد يده يهم برمي العريضة الذهبية وفجأة أتى صوت أمنخاو عاليا فالتفت الملك إذ به يجد خنجرا في قلبه هكذا وبمنتهى البساطة غرز أمنخاو الخنجر في قلب الملك لم يتسن له الدفاع عن نفسه أتت الخيانة من شخص موثوق به طعنطان في واحد طعنط في القلب الملموس وطعنط في صداقة العمر ألم لا يحتمل وقع الملك أرضا ولا تزال العريضة في يده ألقها في البحيرة بسرعة وهو يعلم أن حابي سيفعل اللازمة ويحتضنها لم يجدها أحد حتى الوقت المنشود تحرك أمنخاو يحاول أن يأتي بها لكنها غرقت في عمق البحيرة لا بد أنك نسيت أني سباح ماهر قال أمنخاو ساخرا وهما يتحرك حتى يقفز وفي لحظة تفصل تحتم السعن الموت وضع يده على خنجره وغرزه في قدم أمنخاو حتى خرج الخنجر من الاتجاه الآخر تأوى أمنخاو ووقع أرضا يتحسس الخنجر غير قادر على إخراجه فأتى صوت الملك منتصرا من بين أنفاسه الأخيرة سأظل حي حتى بعد موتي وستظل ميت ما حيت ينظر أمنخاو له بألم يتوجع أما الملك فيبتسم وجفناه ثابتان تحتهما نظرة من عينين تحاربان حتى اللحظة الأخيرة نظرة قوة حتى في أشد عوقات الضعف ثم لا نظرة مات الملك متى وهو يبني الخلود متى وقد خلد نظر أمنخاو حوله وهو يتألم باحثا عن الكاهن الأكبر خرج الكاهن من معبده ونظر لي أمنخاو بحزم متعاضيا عن جرحه أين العريضة؟ قال أمنخاو بصوت متألم لقد ألقاه في البخيرة لم أستطع منعه نظر الكاهن الأكبر بغضب ليس كمثله غضب ثم قال بصوت حنون مصطنع لا بأس سنبحث عنها الآن أعطني قدمك حتى أخرج منها الخنجر فمده أمنخاو للكاهن ثم سحب الخنجر من قدمه ولكن ليس ليعالجه بل ليقتله سحبه من قدمه ووضعه في قلبه لم يكن ليتركه حيا ماتت حتمس الثالث ومات أمنخاو ولكن بين الموت والموت فرق دفع الكاهن الجثتين في البحيرة سيتحللان هنا وحتى ذلك الحين سيمنع هو أي شخصا من الاقتراب للبحيرة بصفته كاهن مصر الأكبر والأحقر جسدان مقتلان في البحيرة أحدهما يرفعه النيل ليسطحه بشرف وفخر فلقد مات فداء لقطرات دمائه أما الآخر فلقد صلط عليه حابي تمساحا ليأكل جسده جسد كهذا لا يستحق أن يتحلل في النيل في نقائه وخلوده أما روح الملك فستظل تتجول في المعبد وتختبئ في نقوشه الغائرة تحرس البحيرة حتى يأتي الشخص المنشود فيكتشف السر الخالدة أبدا حلم إيزادورا هدير السيد لا يجب أن يكتشف أحد أفراد حراسة القصر تسللها في ذلك الوقت المتأخر من الليل ربما ليست أكثر من مجرد ابنة لإحدى خادمات قصر أحد النبلاء ولكن تسللها لخارج القصر في ذلك الوقت المتأخر من الليل سيثير العديد من التساؤلات التي لا تمتلك إجابتها أرخت كل صوت عبائتها على وجهها ثم تبعتها بنظرة أخيرة ألقتها نحو القصر المظلم إلى من بعض المشاعر المعلقة على جدرانه ثم أطلقت لقدمها العنان لا تعلم ما الذي أصابها في الفترة الأخيرة تلك الأحلام الرومانسية التي تتركها جائعة لشعور ما لمكان ما وربما لشخص ما الطريق لمنزل العراف كان أطولا مما ترغب وأقصر مما تأمل وما بين الخوف من المجهول وترقبه كانت تترنح على شف حفرة ظاهرها الفردوس وباطنها يخفي ألسنة الجحيم وكالفراشة التي يجذبها ضوء اللهب لم تكن تملك سوى الاقتراب على عنقاء المجهول تنبثق من رماد الحاضر لتحلق في أفاق مستقبل ما زالت تجهله طرقت باب العراف طرقتين ثم دفعته لينفتح أمامها بأزيز غاضب تحركت للداخل بخطوات مهتزة تتأمل المنحوتات على الجدران بفضول وهي تحث الخطى صوب المجهول رياح باردة لا تعلم مصدرها جعلتها تحتضن طرفي عباءتها بحاميئية علها تحمي جسدها من البرودات المفاجئة لكنها للأسف لم تستطع حماية المشاعر الجانبية على الجدران والتي ارتعى شلاهيبها للحظات قبل أن تنطفئ تماما تاركت لها في قعر حفرة مظلمة جعلت الشعيرات القصيرة على مؤخرة عنقها تقف تأهبا ابتلعت ريقها بخوف وهي تتابع خطواتها الحثيث نحو الداخل يصاحبها صوت صفير الرياح التي لا تعلم متى هبت فجأة قفزت فجأة متراجعة للخلف بإجفال عندما ظهرت شعلة ضوئية أمامها تماما ومن خلفها ظهرت ملامح العجوز الذي تقصد أصلع الرأس بعينين إحداهما طغى بيضها على سوادها لتبدو كسحابة دخانية كثيفة ابتسم كشفا عن صف الأسنان الذهبية ثم التفت على أعقابه قائدا الطريق وقفت في المكان الذي أشار لها نحوه عندما وصلا أخيرا لساحة استقباله لزواره وعلى الطرف الآخر من الطاولة الدائرية التي طرص فوقها العديد من المعدات التي لا تدري كنهها ابتلعت ريقها الجاف وهي تحاول تفسير النظرة الغريبة التي ألقاها نحوها تنتظر حديثه رغم أنها لم تخبره سلفا بقدومها إلا أنها تعلم يقينا أنه كان في انتظارها دوما ما يفعل دوما ما يعرف دون الحاجة لسؤال تعلمين أنه من الواجب أن تحذر مما تتمنيه أليس كذلك مكسيم؟ أو ما أدون فهم لمغزى كلماته وهي تنتظر بصبر متابعته التي لم تتأخر وهو يستطرد بينما يضع إحدى وريقات البرد أمامه على الطاولة يتأملها بتدقيق للحظات ثم نفع نظراته الخاوية تماما من أي تعبير في مواجهتها ثم قال بصوت وكانه خارج من أعماق الجحيم على ضفاف النيل لينتظر المصير ومن رماد الماضي القريب أيقظتك استغاثة القلب العليل في نهر الحب انتزع الوفاء والعهود غير المنطوقة ما زالت معلقة في الحواء ثم أسقط رأسه أمام نظرتها الذهلة قبل أن يرفعها وقد عاد لحالته القديمة وهو يتابع بينما يلوح لها نحو الخارج اذهبي إلى أين؟ التمعت عينه المصابة ببريق غريب ولكنه خافت سريعا وكانه مجرد محض خيال ابتدعه عقلها ستدلك على الطريق من؟ ظهر الانزعاج على ملامحه لا تعلم هل يخصها به أم ماذا؟ ربما فقط بتلك الطريقة يحافظ على غمضي وهيبة العراف الذي طالما سمعت عن كراماته فقط ارحلي كانت تلك سرخته التي جعلتها تنطفض في وقفتها مفزوعة وقد برقت عينه ببريق غاضب أخفها أو مات برأسها بسرعة وهي تشعر كأن حضورها اليوم للحصول على أجوبته لأسئلتها لم يتركها فقط خالية الوفاض ولكن محملة بالمزيد وبمجرد خروجها من الغرفة تهلك على مقعده يفرق جبهته بإرهاق وهو يعلن نفسه وضعفه الذي دفعه للقبول بتلك الصفقة اللعينة التي ستدفع ثمنها وللأسف تلك المسكينة بمجرد أن خرجت من باب منزل العراف صفق الباب خلفها بعنف جعلها تقفز من مكانها ما الذي ده ذلك الرجل وضعت يدها على خافقها لعلها تهدئ من عنف خفقاته التي يعتردد صداها في أذنيها التفتت لتطالع الطريق المتفرع أمامها لتعلم أيهما تسلك عندما تذكر جملته على ضفاف النيل ينتظر المصير تحركت في الطريق الذي اختارته كما استحسنه صوتها الداخلي هل سيصفها أحدهم بالجنون لو اعترفت بأن لها صوتا داخليا يرافقها ربما هي فقت قرينتها تحاول مساعدتها وربما حقا قد فقدت عقلها كل خطوة كان يتقدمها شعور غامر بالحماس يدفئ دواخلها خفقت قلبها كانت تطرق بتناغم عذب عينها تلتقطان فقط كل جميل من حولها خطواتها تصبح أكثر رشاقة وكأنها لا تلامس الأرض من الأساس تطفو في الهواء العليل بخطوات راقصة تتلاهف لأن ترسو فقط في وجهتها لا تشعر بألم قدميها رغم طول الطريق أبطأت خطواتها عندما اقتربت من حافة النهر يا الله نها ليست وحيدة حالتها متضاربة ما بين الرعب والاستحسان وفي حين أن كل حواسها تدفعها دفعا للركض بعيدا عن ذلك الغريب الذي لم ينتبه على ما يبدو لوجودها صوتها الداخلي يطمئنها بأنه أبدا لن يؤذيها لا تعلم من أين أتاها ذلك اليقين وهي لا تعرف حتى من الشخص الجالس في ذلك الوقت وحيدا على ضفة النيل صوت تكسر الأخصان تحت ضغط قدميها جعله يلتفت مجفلا لينظر مباشرة في اتجاهها لحظات من الصمت دامت بينهما وهي على وقفتها تلك عاجزة عن الحركة ومشاعر متضاربة تشتاحها نحو ذلك الغريب مشاعر تشبه تلك التي طالما أرقت مضجعها مؤخرا مزيج من الشوق واللهفة السكينة والأمان في موقف آخر كانت لتسخر من سذاجتها فشعرها بالأمان نحو شخص عاجز حتى عن رؤية ملامحه لهو درب من الجنون لقد بدأت الشمس أخيرا في ملامسة حافة الأفق ربما هي عدة دقائق فقط تفصلهما عن ضوء النهار ولكن ما الذي ستفعله في تلك الدقائق؟ هل فقط ستقف مكانها تنتظر؟ وكأنه قد وصلها صوت تساؤلها الداخلي ليقول قاطعا لحظات الصمت اللعيني بينهما من هناك؟ فتحت فمها لتجيبه ولكن صوتها كان هبيسة حنجرتها تشعر بكونها غريبة في جسدها بينما يصلها صوت آخر تماما لتعلم كيف خرج منها إيزادورة؟ ماذا؟ ابنة الحاكم؟ ولكن كيف؟ لقد ماتت إيزادورة منذ أشهر خلت وكيف بحق الله تتحدث بلسانها الآن؟ حاولت الحديث مجددا إخباره بأنها الخادمة مكسيم وليست الإبنة المدلالة لحاكم الأقليم ولكن قوة خفية جعلتها تتخذ مقعد المشاهد تطالع المشهد أمامها دون القدرة على التدخل تقدمت إيزادورة خطوة في اتجاه الغريب ورغم مقاومة مكسيم لتلك الحركة إلا أن جسدها كان خارجا تماما عن سيطرتها استسلمت بيأس بعد عدة محاولات فاشلة وهي تدرك بأنها قد أصبحت غريبة في جسدها مجرد مشاهد للأحداث غير قادر على التدخل عندما اقترب جسدها أخيرا من الشاب الغريب اتسهت عينها بغير تصديق وهي تطالع شحوبة بينما تسمع لسانها يهتف بلهفة غريبة على أذنيها حابي؟ من؟ حابي؟ إنه الضابط حابي لا غيره صاحب قصة الحب الشهيرة مع ابنة الحاكم العشق الذي عارضه والد إيزادورة مما دفعها للانتحار أمام حبيبها شهقة مختنقة لم يسمعها غيرها وهي تتعرف على المكان الذي يقف به جسدها الآن إنه نفس المكان الذي أشيع أنه كان مكان لقائهما الأخير والذي لقت به إيزادورة حتفها هل فرت روح إيزادورة من العالم الآخر لتلتقي حبيبها في جسدها هي؟ تطلعت في حابي الذي على ما يبدو وقد شلته المفاجأة وإيزادورة تردد بحزن استشعرته ينخر عظمها أيتها الصيرة الجميلة أيتها الطيبة البريئة والزهرة الناظرة التي ذبلت في ربيع العمر يا ملاك الطاهر الذي رحل دون وداع ثم تابعت بتساؤل أليست تلك كلمات كحابي التي تركتها على جدران مقبرتي؟ قد عدت حبيبي عدت في جسد يخولنا الاقتران معا دون فوارق طبقية تحول دون عشقنا دمعت عين حابي وهو يتأمل هيئتي ولكن بروح إيزادورة وكأن عينيه تراياني حبيبته الراحلة لا تلك المسكينة التي توارت خلف ستار الحقيقة صدره يعلو ويهبط بجنون بينما أنامله المرتجفة ترتفع لتلامس وجنتها أنامله الدافئة أسرت بقشعريرة على طول عامود الفقري لمعد فقط مجرد وعاء يحمل روح شهيدة الحب ولكني أستشعر ما تستشعره الآن مشاعر لطالما تساءلت كيف تسلب العقول وهانذا أبحر في أعماقها لا أنا بغارقة مثلها ولا أنا بناجية من دوامات الهوى برضوخ سلمتها زمام أموري واندمجت في وهم صبغ بلون الواقع اقتربت فاقتربت دمعت عيناي تأثرا وعشقا لشخص لطالما سمعت عنه ولكني أراه للمرة الأولى تلامست أناملنا ثم سحبني لأجلس بجواره أستشعر الحرارة المنبعثة من جسده بينما أتوسد كتفه يحيط خصيرتي بحمائية رجل وجد كنزه المفقود بعد يأس لقد سمعت لي إزادورا بأن أشاركها مشاعره وليتها لم تفعل كيف؟ سؤاله المتردد جعلها تبتسم وهي تنتظر بنفاذ صبر سمع جواب تلك المسيطرة على جسدها لربما وجدت تفسيرا ننطقيا لما يحدث معها الآن لقد زرت العرافة في المنام بعد أن قرأت رسالتك وعدته بالجواهر الموجودة في مقبرة على أن يقوم بحياله السحرية لسحب روحي من العالم الآخر قبل قمة رأسي وهو ينظر بعشق ألم صدري في عمق عيني وهو يتابع تساؤلاته ولماذا ذلك الجسد تحديدا؟ إنها تماثلني عمرا شغفا للعشق ذكرني بنفسي قبل أن ألتقيك حبيبي تتوق للحب كما تقتله قبلا أو ما لها بتفهم لم يعد الحديث بعد أهمية وقد وجد ضلاته عشقه المسلوب وروحه الضائعة في أروقة العشق الخاوية الساعات تنضي وأنا أذوب بينهما بلا رغبة في الخلاص أعيش حالة فريدة لعشق تحدي الفوارق وفاء تخطى عتمة المجهول وحياة تجاوزت بمهارة سطوة آنوبيس أنهار مضى وأنا أتشرب عشقهما بجوع ونهم ولكنني نسيت كما نسي مرافقاي أن الساعات الجميلة تنضي أسرع مما نأمل تبدلت حالة التقصي فجأة من حولنا مما جعل حبي يشدد من قبضته حول خصري وهو يتلفت حوله بفزع عصفة ترابية شديدة عجلت المكان بينما ارتفع منسوب مياه النيل أمامنا مهددا بإغراقنا في لحظة لحظة واحدة تبعها اهتزاز عنيف للأرض من تحتنا دفعنا للفتراق ومن بيننا شق طولي في الأرض يحول دون تلامس أناملنا من جديد لما كن ألعب دور المشاهد في تلك اللحظة لكنني كنت أشعر وكأنني المعنية بالأمر صرخة مرتعبة وجدت طريقها أخيرا لحنجلتي عندما ظهر آنوبيس فجأة بهيئته المخيفة هل أتى لأجلي إزادورة؟ هل ستحرم مجددا من عشقها؟ ألا يرى عشقهما ظاهرا لالتباس فيه؟ وأنا هل سأعود خادمة قصر أحد النبلاء من جديد؟ شعور بالفقد عاجلني لألتفت نحو حابي الذي وقف يزأرك أسد جريح أرمقه بحزن وأنا أستعد للألم المصاحب لسحب روح إزادورة من جسدي ومعايشة الخوائم جديد بلأن صوت أنوبيس كان راعدا وهو يقول بينما يضع يده الضخمة على رأسي حتى سمعت صوت تقطقط عظام رقبتي عقاب الروح كما الجسد الروح مذنبة بإثم الفرار من مصير اختارته والجسد خائن كروح صحبته لقوانين الطبيعة أحكم عليك بأن تهيمي على وجهك في الأرض الأحياء تنشدين خلاص الأبدية ولا تجدينه روح معذبة تهيموا فوق ضفاف النيل عبرة لمن تبعك من الخائنين واختفى فجأة كما ظهر فجأة تاركا لي أحاول فهم فحوى كلماته بلا جدوى لقد اختفى الصوت برأسي واختفت أثار قدومي آنوبيس كذلك من حولي إلا من حادي الذي وقف مجدوها يطالع المشهد بعينين جاحظتين تحركت لأواسيه ولكنني لم أكن تحرك على قدميني كالعادة لقد كنت أطفو فوق جسدي الراقضي فوق الأرض بلا حراك وقد فارق الحياة صرخة ملتاعة خرجت من فمي تفاعلت معها الطبيعة التي ثارت من حولي شهدت حابي يتراجع للخلف مبتعدا وهنا أذهب طعاط في أدراج رياح كريح غاضبة أسرعت أطفو نحوه أنشد انتقاما عادلا لعمر القصير ومصير الملعون ولكني كنت محكومة بمكاني لا يسمح لروحي باجتيازي الضفاف النيل وبعد أن كانت تلك البقعة شاهدة على العشق والوفاء صارت مكانا مرعبا يتجنب الكثيرون الروح الناقمة التي تقطنه لم أرحابي بعد تلك الليلة الملعونة وكذلك العراف الذي تسبب في معاناتي ولكن لن أي أس فأمامي الآن الأبدية التي لم أخترها لقد صرت ضحية لحلمي إيزادورا والآن قد حان وقت الانتقام الحب والوفاء وجهان لعملة ابتلعها قعر النيل يوم احتضن بتملك جسد شهيدة الحب إيزادورا الملعاشقين الذي داعب مخيلة الواقع تارك من خلفه روحا هائمة تبحث عن الخلاص غموض في مصر القديمة أحمد مجدي أحمد بينما كان الخميائي وصديقه يتجولان في المدينة توقفا بجوار أحد التمثيل المصرية القديمة فالتفت صديقه للتمثال وقال يشبه تمثالا رأيته في المتحف من قبل رد الخميائي مستعجبا ألا تعرف اسمه أزورت المتحف ولم تقرأ تاريخ التماثيل ضحك صديقه وقال أنا أزور المتحف من أجل ارتقاط الصور وفقط أردف الخميائي مستغربا تلتقط الصور مع هؤلاء الملوك دون أن تعرف منهم وهل تعتقد بذلك أنك زورت المتحف ما رأيك أن تأتي معي غدا في جولة على ضفاف التاريخ ارتسمت الدهشة على وجه صديقه مرددا جولة على ضفاف التاريخ وكيف تكون هذه الجولة سأله الخميائي بحماس ألا تريد خوض مغامرة أزرسه موافقا وقال بلى لم يعطيه الخميائي فرصة ليفكر وقال وهو ينضي بعيدا إذن أرك غدا أمام المتحف المصري وادعى الخميائي صديقه ثم انصرف إلى بيته ودخل إلى غرفته التي تعزله عن العالم انتبه إلى صندوق وسط مكتبته يحوي على مجموعة من الكتب القديمة كان قد اشتراها منذ شهرين نفض التراب عن الصندوق وأخرج أول كتاب واقع نظره عليه كان كتابا مختلفا عن أي كتاب اشتراه من قبل غلافه مزخرف بالنحاس وله قفل ذهبي وحواف الأوراق من الخارج قد رسمت عليها خارطة العالم القديم بدأ يحدث نفسه ما هذا الكتاب الغريب لنرى عما يتكلم وإلى أي رحلة سيأخذنا تناول الكتاب وجلس إلى مكتبته فلما فتحه كانت المفاجأة إذ بمارد يخرج من بين صفحاته انتفض الخميائي من على الكرسي ووقع على الأرض فك المنظر عبوس وجه المارد وقال لا تخفي صديقي أنا أحارس هذا الكتاب قال له الخميائي وهو يتلعثم لا لست بخاف ولكن كيف خرجت من الكتاب ضحك المارد سخرا وقال فلماذا ترتجف إذن ربما لأنها أول مرة وأردف قائلا خرجت من الكتاب أنا الكتاب نفسه ألا تنظر للأوراق بين يديك نظر الخميائي لأوراق الكتاب فإذا هي بيضاء لا توجد أي كتابات عليها وضع المارد ويده على كتف الخميائي وقال أنا هنا ليأخذك في رحلة إلى ضفاف التاريخ ردد الكيميائي جملته مستعجبا رحلة إلى ضفاف التاريخ هذه كلماتي كيف عرفتها أشار المارد للمكتبة وقال كلما تقرأ أنت الكتب فأنا أقرأ البشر هيا أخبرني إلى أي عصر تريد أن تذهب تسأل الخميائي وهل ستأخذني فعلا إلى أي عصر أريده رد المارد واثقا بالطابع ما رأيك أن تتأكد بنفسك هيا أخبرني إلى أي عصر تريد أن تكون رحلتك أجاب الخميائي إلى مصر القديمة إلى العصر الذهبي تبددت جدران الغرفة وكأنها تطير في السماء وإذا بالمشهد من حولهم يتغير تماما سمع الخميائي صوتا قادما من خارج القصر فسرعان ما اختبأ خلف أحد الأعمدة ظل المارد يتجول وينظر للكتابات على الجدران ثم التفت للخميائي وقال لا تختبئ فلن يراك أحد أنت فقط من سيراهم خرج الخميائي من خلف العمود وقد دخل الموكبة إلى البهوي وجلس الملك على كرسي العرش امتلأ القصر بالكهنة لإلقاء التحية ثم انصرفوا ولم يبقى سوى كبير الكهنة وأربعة من مساعدي وجه كبير الكهنة حديثه لمن يجلس على العرش وقال ألا تخبرين يا مولات حد شبسوت عن سبب دعوتنا همهم الخميائي مندهشا الملكة حد شبسوت لماذا ترتديك الرجال وما هذه اللحية المستعارة سمعه المالد فقال لتكون هي المالك الجديد اعتدلت حد شبسوت على كرسي العرش وقالت للكهنة لقد رأيت رؤيا في منامي ليلة أمس رأيت الآلهة تأخذ بيدي لتجلسني على كرسي العرش على صوت همهمات الكهنة امرأة تجلس على العرش أتحكمنا امرأة؟ ثم أردفت قائلة ولا أجد تفسيرا لهذا إلا بأن حكم مصر بات لي الآن أليس كذلك يا كبير الكهنة؟ أجبها كبير الكهنة على وجل مستنكرا ولكن يا مولاتي كيف يكون الملك بهيئة أنثى؟ قامت حد شبسوت من على العرش وبدأت تتحرك يمنة ويسرة وكانها تفكر في الأمر ثم نظرت له وقالت لا عليك لقد فكرت في هذا الأمر من قبل ومن اليوم فصاعدا سأظهر بهذه الهيئة وستنحة تمثيلي كأنني رجل تغير المشهد فجأة وصلت الشمس فوق رؤوسهم ومن حولهم رجال كثر يجرون أحجارا كبيرة تسأل الخميائي ما الذي يحدث هنا؟ وما كل هذه الأحجار الضخمة؟ أجبه المارد إنهم يقومون ببناء الهرم الأكبر هرم خوفو يا إلهي أبهذه الطريقة كانت تبنى الأهرامات؟ هكذا اندهش الخميائي أكمل المارد قائلا نعم بهمة هؤلاء الرجال الذين يعملون ليلة نهار أتريد أن أخبرك سرا؟ رد الخميائي بالطبع أخبرني قال المارد أتدري أنه بالرغم من عظمة هذا الهرم إلا أنه لا يوجد تمثال قد نحط للملك خوفو في عصره إطلاقا نظر الخميائي للهرم مندهشا وقال ملك يبني هرما بهذا الحجم ولم ينحت له تمثال واحد؟ أكمل المارد أراد أن لا ينشغل العمال بأي شيء سوى بناء الهرم لكن لا عليك هناك تمثال له أصغر من حجم كف اليد ستجده في المتحى في حين تزوره غدا نوحي تلاه بعد موته وضع العمال عملة ذهبية أعلى الهرم فبات النور يشع منها حيث تسقط أشعة الشمس عليه سأل المارد أتريد أن ترى تتعن خامون وهم يحنطونه؟ أجاب الكيميائي بلحفة لننطلق تبدل المشهد تماما يجهزون جثة المالك الصغير للطحنيط وقد زينوا جسده بالحلي الذهبي نظر الكيميائي للرجال وهو لا يكاد يصدق ما يراه وقال لقد حنطوه وهو يرتدي الحلي وهو القناع الذي أبهر العالم قناع توت عن خامون رد عليه المارد أنت الآن في حضرة المالك الذهبي لنتركهم يكملون المراسم الجنائزية ولنعود من حيث جئنا قال له الخيميائي منطعضا بهذه السرعة نظر له المارد وقال هي رحلة على ضفاف التاريخ أنا سيت وجد الخيميائي نفسه بين حوائط مكتبته المليئة بالكتب ممسكا الكتاب بين يديه والقفل الذهبي قد أغلق ظلت جالسا في مكانه لا يصدق ما قد حدث له إلى أن انتصف الليل تصعد إلى غرفته علىه ينام بضع ساعات استعدادا للقاء صديقه في الصباح بينما هما يتجولان بين تماثيل المتحف المصري توقف صديقه أمام أحد التماثيل متعجبا هذا التمثال غريب جدا رغم أن ملامح الوجه كأنثة إلا أنهم قد نحتوا له ذقنا شرد الخيميائي إلى ما حدث مع المارد بالأمس وأجبه قائلا من هنا سنبدأ جولتنا على ضفاف التاريخ صائد الأرواح الملعونة أدهم العبودي أرى الأرواح التي لعنها الإله نو وأرى معها العوالم التي حجبت عن البشر أرىها في ليلة انكشف فيها قدرا الغطاء الفاصل بين السماء والأرض فيما كان جدي هناك من عند آخر الوادي الذي يحف حابي وإلى الشوارع الفاصلة بين بيوتنا ومعبد آمون انتهاء بالبحيرة المقدسة في المعبد يقودها للمستقر مدينتنا قرب الجبان يحوزها معبد الإله آمون لكنها مدينة بكر تحرصها قامات من نخيل دجج بالسعف والصلابة إنها المدينة التي عكف أهلها على خدمة كهنة المعبد وخدمة كبار الموتى ودفنهم بما يليق يسموننا عمال الجبانة لم يكن لنا حظ مثل حظ العامة الآخرين لا نشاركهم الاحتفالات ولا الأعياد المقامة على مدار العوام لكن كان لنا حظ في التقرب من الآلهة أكثر مما أتيح لهم حيث نسكن جوارهم وبينهم نحدثهم بلا حاجب كأننا نحدث أنفسنا وإذا قدمنا القرابين قدمناها بلا تكلف وبلا بهرجة كان المرأة فينا إذا خرج من بيته واكتفى أن يبتهل للآلهة فهكذا يقدم قربانه كان جدي يقول من جار الآلهة استقر بآخرته أطلق علينا العامة مدينة الأسطورة أجل فأسطورتنا كبرى أكبر أحداثنا كالقدر كالمحتوم ندركها ونؤمن بها إيمانا راسخا ولأسطورتنا ما ليس للحكايات الأخرى العابرة حكايات العامة التي لا تصمد كثيرا أمام سريان الزمن وجبروته فسرعان ما يهمشها تاريخهم ويغربلها ويلفظها لتنوب عنها حكايات بديلة تصبح عابرة أيضا وليس لأسطورتنا الكبرى أن تنسى كمثل حكاياتهم بتكليف من الكهنة كان جدي يعمل صائضا للأرواح الملعونة وهو تكليف مقدس خصص له قيثارة يخرج في أواخر الليل يستدعي الأرواح من شتات يعيدها لحنه لسيرتها الأولى وفقدها الذي كان عبر الأزمنة التي خلت كانها مرشد لمن ضلوا جدي قامته طويلة تشبه قامة العمالقة الذين قصت أخبارهم نصوصنا المقدسة عيناه ليس فيهما غير بياض اللامة لحيته كلحية شجرة عجوز تنمو إزداد رمادها بفعل الزمن وتخشوشا كأنه يعيش يعمر في زمن مزدل عليه في مكان مغلق إلا به مكان هو جغرافيته وتاريخه وسكانه لوحده من عند آخر الوادي يأتي صوت القيثارة يزعق ينغم جدي لحنه أكثر فأكثر ليصبح أشد سحرا وطغيانا الصوت الناعم يستحضر الأرواح النافقة الملعونة التي تسكن سديما بين الأرض والسماء تتوثب الأرواح من أعلى في تساقط حلزوني دخاني تتدافع نحو جدي كانه ممانط في ترتيب مقدر وجدي يسير أمامها كانه محمول على ريح كانه قائدها الأزلي وملذها الشجر المتفرق الواقف يحرس البيوت يلم أفرعه إليه ويضم أوراقه فيه فينكسر بعضه على بعض والسماء تزداد حلكة والليل يبدو بلا قمر وكما كلف جدي بصيد الأرواح كلفنا بعدم التلصص نغلق عيوننا عما يحدث في الخارج هناك والأرواح تتراقص نزولا وفي ظلمة يغيب جدي ويخفت صوت النغم في ظلمة تتساقط الأرواح إلى البحيرة المقدسة واحدة بعد أخرى تتلألأ قبل أن يبتلعها ماء البحيرة التي تبدأ في الفوران يتقلب بطن البحيرة بهم تلتهم أحشاؤها الأرواح وفي بطء يتبدل لون الماء يحمر يحمر بلون الخطايا التي لم تختفر ويتخثر شيئا فشيئا حتى إذا فار وتقلب صار قوامه كطين ولونه على لون فقد الأرواح لغفران الإله نوو أرى الألواح الملعونة في هذه الليلة كنت نائمة ثم بدى صوت ينبهني أن أستيقظ ثم غابت معالم الصوت الذي أنقذني من نومي غفلة غابت كما حلت خلال الثوان الفاصل بين اليقظة والوسن كان الصوت يحمس أيانا موعدك جلست في مكاني فوق الفراش مصغية بكل حواسي وبانتباه بليغ ولكن مع كل لحظة أخذ التنضي كانت معالم الصوت تروح وسكون الليل يبددها وظلت عشرات الليل البعيدة والتي يترام صوتها الرتيب من وراء ضفة الترعة القريبة تصر في خفوت فيما قليل رحت أستفيق دسست قدمي في القباقب وسرت بهدوء وحذر نحو النافذة الواطئة خشيت أن يستيقظ أحد على صوتي فينقطع تربصي بالصوت في الخارج وهذا حر ما علينا أزحت بأناملي خوص النافذة وولجت برأسي إلى الهواء كان صقيع الهواء لاسعا وكان المساء هذه الليلة هشا سرعان ما أخذ يتكسر فوق حواف سور معبد الإله آمون وهو يعرج إلى مدينتنا الحجرية الناعيسة يخب ويتعثر بينما تأخذ قواه في الوهن أكثر فأكثر كلما أوغل في التسلل داخل حرم المعبد يفترش على استحياء كأنما يستأذن بهوى الأعمدة الضخمة التي تنصرف نحو السماء في إجلال وإكبار تقف في شموخ متأصل وتراقب كل البيوت الغافية تحتها في اعتزاز وتباهي وفي صلف كأنما تقول هنا في هذا المكان تقوم الحكايات ولا تندثر تمتد بتأثيرها وسطوتها على طول الزمن يؤججها الأرث ويبقيها غير منسية ولا منقضية كان جدي يخطو داخل المعبد ومن حوله الأرواح تلفه وقامات الأشجار تبدو من خلفه كأعمدة فقارية لهذا الليل الداج والصوت الذي همس لي فأيقظني عدا يولح موعدك آيانا جدي أسماني آيانا قال لي فيما بعد رأيت السكينة بعينيك على ترقب خرجت كنت حذرة والشغف يسكن حواسي الذي حرم على الكبار قد يأتيه الأطفال دون عقاب وأنا طفلة لم أزل سوف أتبع الأرواح أتبع جدي إن الأسطورة مقدسة وحامل الأسطورة أيضا وأي حظ أن يكون حاملها جدي معبد الإله أمون ساكت إلا من أنين الأرواح أليج بعدها أره وهي تتلوى مع النغم الذي بدأ يخفت كانت الأرواح أشبه بالضباب وكنت من ورائها أتبع حلم القديم قيل لي مرات ومرات إن جدي مكلف لم أفهم معنى التكليف ولماذا جدي؟ وقالوا عن الأرواح الملعونة وكانوا إذا تحدثوا عن الأمر تحدثوا سرا كأن كاهنا سوف يسمع حديثهم الكبار في مدينتنا يخافون إنما هل على الأطفال حرج إن لم يخافوا؟ المعبد مبلط بالحجارة والحجارة غافية والأعمدة تقف كأنما إلى أبد والأرواح تحوم خلف جدي وقبل بلوغ البحيرة المقدسة أسمع صوت جدي تعالي يا آيانا كيف لحظني؟ لا أعرف لكني اقتربت وكانت حواسي على أشدها الوجل يحف خطواتي بينما أقترب استدار لي جدي هذا قدرك آيانا كيف لم تستدلي على هذا الصوت؟ أدركت أنه استدعاني كما استدعى الأرواح الملعونة جلس فجلست بجواره كانت السماء قد راحت تكشف عن ضوء شحيح للقمر رفع جدي إصبعا للسماء يقول أترين هذه النجوم؟ أو مأت برأسي؟ إنها أرواح معلقة قال ورب تعالى كتفي وأضاف لعلك لا تعرفين سر استدعائك أنت العنصر المفقود أي عنصر يا جدي؟ ليكتمل الطقس ولم يضف كانت الأرواح قد بدأت تنزلق إلى جوف البحيرة في هدوء وبطء كأنها مقيدة إلى حتف كمصير غرائبي لم يشملني فهمه نظر جدي إلى السماء ثانية كل روح نافقة نجمة في السماء وفيما قليل كانت نجوم تتساقط من السماء تهوي إلى قلب البحيرة المقدسة حاولت الفرار من الفزا لكن جدي أمسك بي وأجلسني يطمئنني وكانت البحيرة قد أخذت تضوي ومن حولي راحت الأعمدة تشتعل نارا وفي لحظة عجائبية انشقت البحيرة عن مركب الإله رعا مركب الشمس تبزغ في أواخر الليل تخرج من البحيرة الأشجار تتحرك القعران الحجري يتجسد حيا ويطوف حول البحيرة في طقس لم يشهد من قبل يهمس جدي أنت العنصر المفقود أنت القربان الأخير جدي يطير إلى السماء يتحرر من جسده وسماء تنزف دما جرح مستطيل يشقها وجدي في الأعلى يرتق الجرح في بطء ثم يختفي بداخله وتبتلعه السماء لكن صوته يردد أنتي كا أتمزق تترخ أطرافي وموج حابي يجيء من ناحية الأفق هادرا ليغرق قلب المعبد ويطفئ اشتعال أعمدته وفيما كنت لم أزل أتمدد أتمدد وأطراف البحيرة الأربعة تبدأ تكتمل عناصرها ما أحابي على طرف والتراب على آخر وعلى الطرف الثالث يتحجر القعران ثانية أما الطرف الرابع فكنت تحولت إلى شجرة سكنت طرف البحيرة الأخير لكنها شجرة ظلت تنبض بتكليف مقدس الآمن علي سيد بخطوات ثابتة نفسها أتقدم مجتازاً الباب الملكي بثقة ولم لا وأنا الأقوى الآن لم جال للتراجع فالطريق الذي دفعني له القدر منذ البداية لم يكن لي من الأصل وإنما كانت الصدفة هي الباب الوحيد للولوج إليه ولأن الصدفة أصرت على الحدوث فلا مني على دي من المواصلة ولأن النهاية تباتت قريبة فلا شك أن تميمة الحظ تلك التي منحني والدي إياها منذ زمن بعيد قادرة على حمايتي إن كامل الفضل في كوني آمناً حتى هذه اللحظة يرجع لها لأن الملوك دائماً تدخل متأخرة كما علمتني حبيبة الأولى فالملك زوسر لم يكن قد دخل جناحه بعد لعله استيقظ وخرج ليتعبد كما اعتدى أن يفعل في الفترة الأخيرة أو قرر المرور لمتابعة الأعمال الإنشائية التي لا تتوقف منذ تولي العرش في كل مرة أدخل إلى هنا يشد بصر النقوش والرسومات التي زينت الحوائط أبتسم حين أتذكر أسرار الملك على كتابة اسمه دون نعاماً سبقوه بلون الدم ليس هنا في حسب بل في البرديات أيضاً بداخل زوسر قدر لا يوصف من الغرور هذا ما أخبرتني إياه حبيبة الثانية بشكل عام هي ملحوظة غير مهمة ولن تفرق معي في مواجهته فمن صنع مجدك يا زوسر قادر على هدمه خلال لحظات أنظروا إلى الساعة الشمسية فأجدنا في منتصف النهار تقريباً يقطع الصنط سخب موكب الملك موالناً وصوله لقصر أستعد لاستقبال زوسر وفي ذهني يقين خفي بنجاح فيما أسعى إليه حكم البلاد هل نملك قولاً آخر غيره عاش الملك؟ لم أكن أملك حلولاً منذ أن وطأت قدم هذه الأرض لكن هذه اللحظة بالذات أملك حلاً آخر لذا فلم أنحني لزوسر عند دخوله ولو لم يكن مغروراً فعلاً لما ملكت الدهشة تعبيرات وجهه كافة فقد شعر بشيء مختلف في استقبالي له وكان على حق جلس زوسر في مكانه وسط حراسه وباغتني لما أوقفت العمال عن البناء اليوم؟ لأن اليوم سيكون مميزاً بشدة إنه يوم اعتلاء العرش إنها من اللحظات التي يتوقف فيها الزمن ويحل الصمت رغم الصخب المحيط يعلو صوت تنفس زوسر رغم ذلك يحاول التمسك بهدوءه تتسع ابتسامته ليسأل مجدداً هل تفضل السجن أم الموت؟ في ظروف أخرى لرددت يا ملكي يا السجن لكني لن أقولها عليك أن توقن يا زوسر أنني لم أتخذ خطوتي هذه إلا وصحبتها بخطة تضمن لي أخذ مكانك بسهولة يشتت زوسر خواطري بإشارة إلى حراسه الذين يقتربون مني يكرر سؤاله السجن أم الموت؟ أرض بنبرة نفسها ولا أحاول اصطناع ثقة زائفة أو خوف لحظي أتعتقد أني سأخطو تجاه هذا الفعل الأكثر جنوناً دون أن أحسب قدره جيداً؟ لديك من الذكاء ما يكفي لتعرفني قضينا معاً سنوات طوال مررنا بأزمات، مجعات حروب كنت فيها رجلك الأمين يشير الملك لرجاله بالانصراف في خطوة غير متوقعة ينزل من عرشه ويقترب مني يهمس بقرب أذني تعال ورائي أخرج خلفه ليقودنا أحد حراسه الشخصيين إلى غرفة السجلات الملحقة بالقصر يخرج حراسه ويشير لي بالجلوس أمامه يسألني ماذا تغير؟ حتى الأمس كنت صديق مخلص وحتى هذه اللحظة أنت حارس الأختام أعدك أني سأنسى ما تقوله فقد قدم لي سبباً مقنعاً هل أصبتك لوثة عقلية مفاجئة؟ أم هذا؟ لم أتوقعك هادئاً لهذه الدرجة أيها الملك لكن دعني أخبرك أن هذا النوع من الاستعطاف غير مجدن لقد فعلت شيئاً مشابهاً في صغري لكن أخوتي لم يبالي بتوسلات الأخ الأصغر وباعني كعبد لأحد التجار الذي بعني لآخر حتى دفعتني الصدفة إلى هذه الأرض ليكون خادم قائد جيوشك وهناك ضق قلبي واخترقت حاجز النساء للمرة الأولى فكانت امرأته جميلة بشدة ويبدو أني رقت لها لذا لم يمر وقت طويل ليصبح وقائد جيوشك نتقسم المرأة نفسها التي بفضلها دخلت قصرك من أوسع أبوابه ليثبت نفسي من خلال التفاني لا متناهي في العمل كنت أهرب إلى العمل كي أحقق ذاتي وإذا لم يكن هذا السبب الأول فالأصل كان الهرب من النوم الهرب من تلك الكوابيس المتجددة التي تتفنن في إزعاجي كنت أرى نفسي عاريا داخل بئر أسمع صوت أبي يخبرني أنت آمن يكمل الأوقات العصيبة ستمر بسلام طالما بقيت محافظا على القلادة هي تميمة حظك فلا تتخلى عنها وقد استوعبت الدرس جيدا حفظته عن ظهر قلب بقيت القلادة معلقة في عنقي لتشعرني بقدر لا يوصف من الأمان حين ألمسها يفيقني الملك من قواطري بالسؤال ذاته ثانية أرد بهدوء سأمت دور الرجل الثاني أرغب بالبطولة يسألني زلسر بعملية واضحة ما الذي يجعلك مؤمنا بنجاح محاولة انقلابك علي؟ أبتسم الاستفام الذي طالما انتظرت لأجيب عليه وقد جاء الوقت المناسب لذلك ضمنت ولاء سيد القديم قائد الجيوش ألمح الذهول على وجه الملك أستمتع بذلك وأكمل قادم مع رجاله لحصار القصر لم أنهي الجملة حتى بدأت أسمع الجلبة التي أحدثها بيادق القائد كما سمعت صحيل جواده المميز أختلص نظرة إلى وجه الملك فأجد الذهول تحول لي ثعر أتحرك مصرعا خارج غرفة السجلات الصخب يشتد بدأت معركة غير متكافئة بين قائد الجيش ورجاله أمام الحرس الملكي تترى ما جثث حراس الملك الانقلاب يكاد ينجح يراني قائد الجيش يقترب مني فأقول عمل ممتاز يرد بثقة مفرطة لم تر شيئا بعد ما زال أمامنا الكثير يتجاوزني القائد ويدخل لي واجه زوسر في تلك اللحظة فقط شعرت أن الأمور خارج سيطرتي أعاويد الدخول إلى حجرة السجلات أجد القائد قد جلسه بينما زوسر ما زال يقف حائرا أجلس أنا الآخر يشير القائد للملك بالجلوس إلا أنه يأبل انصياع لأي أمر مهما بدت تفيحا يبتسم القائد يبدأ في التحدث ليكون وقع كلامه علي مميتا تمت السيطرة على محاولة الانقلاب يا مولاي يشرق وجه زوسر يسأل ماذا قلت؟ يرد القائد ببساطة كانت هناك محاولة للانقلاب على الحكم يقودها رجلك المخلص لكني استطعت الوقوف أمامها وتصفية المتورطين بغضب أقول خائن بابتسامة باردة يرد القائد أنت آخر من يتحدث عن الخيانة خلتني ونمت في فراشي يتدخل زوسر متعجبا ماذا قلت؟ يقول القائد بألم لقد فعل الأمر نفسه مع زوجتك أيها الملك عليك التخلص منها فهي خائنة تركت لك هذه المهمة مثلما تركت لنفسي مهمة التخلص من زوجتي يصل الملك لذروة غضبه أل أنت متأكد؟ يهز رأسه بالإيجاب ويتبع هذه الإيماءة بجملة زوجتي من اعترفت بالخيانة قبل مدة ينظر لقائد الجيوش ثم يكمل صرحت لي بذلك عندما خنتها مع عاشقاتك الجديدة زوجتي زوسر أصرح إنها تكذب يتجهل قائد الجيوش كلامي ينظر للملك الذي يشير له بتنفيذ حكم الإعدام أثناء الطعنة الأولى أتحسس القلادة التي يبدو أن مفعولها قد نفد خلال طعنات التالية أسمع آخر ما قاله زوسر أخبر الجميع بأمر انتحاره كريم هو أثناء مراسم الجنازة لكن بعد ذلك أقضي على ما استطعت من أثره يبدأ السواد في السيطرة على مجال رؤيتي كنت أعتقد أن مغامرتي محسوبة بدقة لكن الآن أيقنت بخطأ حساباتي على غير العادة أرى نفسي مجددا داخل البئر عاريا تماما يناديني والدي أنت آمن أنظر له باستخفاف فما قلت إليه أبعد ما يكون عن أي أمان يقصده كنت أحتاج إلى وحي يمنحني المجال لرؤية اليقين الذي لا مجال لأي أمان به توت عن خأمون نهاية ملك أحمد ربيع مصر قديمة القرن الرابع عشر قبل الميلاد لا بد أن يموت قالها الوزير آي بكل حسم في الاجتماع السري والعاجل الذي دعا إليه كهنة آمون كانت الدعوة للاجتماع مفاجئة بينما ينبئ بأن الأمر هذه المرة جلل التفوا في دائرة واسعة بردائهم المصنوع من الكتان الأبيض الذي تعلوه رؤوسهم الحليقة حتى بدوا من بعيد كنسخ متشابهة لأصل واحد دارت عيناه الباردتان تتفرسان في وجوههم وترقبان انفعالاتهم بعد تلك العبارة الخطيرة التي ألقاها على مسامعهم بدت عمدة المعبد المصممة كزحرات لوتس زاهية الألوان ترقب هي الأخرى ما يدور وصمت ثقيل يهبط على البهو الواسع صمت لم يقطعه سوى حفيف الأشجار التي اهتزت فروعها حين اشتدت بعض الرياح الموسمية بالخارج وكانها نذير بعواصف مستقبلية عازمة على اقتلع المكان تنحنح أحدهم وتجرأ على السؤال لماذا يا سيدي كلنا ندرك أنه مجرد حاكم صوري ولا يعد كونه واجهة لنا نحركها في الخفاء صمت آي لبرهة قبل أن يرد بكلمات رصينة الفتى الصغير صار شابا لم يعد ذلك الطفل الذي نأخذ القرارات نيابة عنه كابر توت وبدأ في تبني وجهات نظره الخاصة حتى صار خطرا حقيقيا صمت قليلا ثم وصل أتذكرون ما فعلناه منذ عدة سنوات في بداية صعوده على الأرش حين قضينا على هرطقة أبيه إخناتون الداعية لعبادة إله واحد رد أحدهم متحمسا أجل وقررنا إعادة عبادة الإله المبجل أمون وأعلن طيبة عاصمة للبلاد بل وأبدلنا اسمه من توت عنخ أتون إلى توت عنخ أمون حسنا إن ذلك لم يكن ليحدث لو أنه كان حينها كالشاب الذي أراه الآن لقد رأيت في عينه في آخر مرة تحاورنا شرارة معارضة لن تنطفئ شرارة لن تلبث حتى تستعر وتقضي على نفوذنا تماما هل أنتم مستعدون للإقصاء؟ قالها والتفت إلى أول الكهنة عن يمينه والذي صرح بكل هدوء لا ود أن يموت نظر آي للكاهن الذي يليه ثم الذي يليه حتى وصل إلى آخرهم لم يقل أحد شيئا جديدا غير أن الجميع كرروا ذات الجملة الموت لتوت ما كان ينبغي أن تحتد عليه إلى هذا الحد قالتها عنخ إيسن أمون إلى زوجها توت وهي تنظر إلى عينيه مباشرة فتأمل ملامحها لبرحة وهل سأظل تابعا إلى الأبد يا زوجة العزيزة؟ ألم يحن وقت الاستقلال بالحكم والتخلص من إملاءات الكهنة التي لا تنتهي؟ أنا حاكم هذه البلاد وليس هم أجل يا عزيزي أنت الحاكم والإله لكن ذلك الوزير آي خطير جدا وأنت تدرك ذلك جيدا لن تستطيع مجابهة هؤلاء الكهنة وإحباط مخططاتهم بسهولة خاصة وهم يسيطرون على عقول الرعية ويتلعبون بها باسم الإله ولا تنسى ما فعله بأبيك إخناتون حين قرر القضاء على نفوذهم أطرق توت رأسه إلى الأرض يفكر ثم بدأ يتحرك بمعاونة عصاه الخشبية التي يتكئ عليها وماذا عن وزير الآخر؟ هور محب إلى أي جانب ينتمي؟ تحركت إسن بضع خطوات قبل أن تلتفت غير راضية هور ينتمي إلى جانب الأقوى دائما ولا تنسى أنه تزوج من متنجمة ابنة آي صدقني حين يحشدون ضدك الرعية فسينقض الأمر وستكون أنت الخاسر الوحيد وقد رأيت في عيني آي حين كان معك آخر مرة شرا مستطيرة بدأ على توت أنه استسلم أخيرا لمنطق زوجته لديك الحق فيما تقولين يا إسن لكن الأمور ما زالت تحت سيطرة ولا تستحق كل هذا القلق ستؤكد لك الأيام أنك كنت تبالغين تنهدت إسن وأطلقت زفرة حارة من صدرها ليتك تكون محقا في الحقيقة نحن في غنى عن أي خطوب إضافية يكفيك حالتك الصحية غير المستقرة ضمها توت إلى صدره وربت على كدفها بكل حنان من خلف ظهرها تطلعت عينه إلى الأعلى إلى ما خلف السماوات كيف سنقضي عليه؟ تسأل أحد الكهنة بجدية موجها سؤاله إلى آي الذي ابتسم ببرود وهو يجيب به ذوء خلال رحلة صيد تبدل الكهنة النظرات ثم عادت نظراتهم لتتلاقى عنده مرة أخرى ليواصل حين يخرج إلى صحراء منف على عجلته ذات الحصانين للصيد سنحرص على أن يجن جنون الخيل حتى إذا استحالت السيطرة على العربة وفقد توازنه طرح الملك أرضا وتهشمت عظامه هنا تدخل أحدهم وطرح سؤالا أكثر جدية وما الخطوط التالية؟ لم يرد آي عليه وإنما وجه سؤالا جديدا للبقية بكل ثقة سنستولي على القصر من ترونه في نظركم جديرا بالجلوس على العرش؟ صارتها مهمة خافتة بينهم حتى رد أحدهم بإجابة معروفة سلفا ومن غيرك أيها الوزير؟ وحدك الرجل الجدير بالحكم ابتسم آي ولمعت عينه وهو يردد فليبارككم آمون في الأرض وفي السماء ماذا حدث؟ تسألت إسن بلوعة وارتياع في ذلك اليوم الذي عاد فيه الملك توت من رحلة صيده مصابا بإصابة بالغة أجاب أحد الحراس لقد سقط الملك من فوق عجلته على رمال الصحراء فجأة ولم يكن قادرا على الحركة لم تنطق الملكة بأي كلمة حتى تم وضع توت الذي غلبه الإعياء في غرفته لم تكن هناك كلمات قادرة على الوصف أما حين تفقدت إصابته وعينت الأضرار الفادحة التي لحقت بساقه اليسرى غمرها حزن عميق وجرت دموعها كالفيضان بعد يومين لم تحتمل الحالة الصحية لتوت ذلك الكسر الذي خلف جرحا ملوثا في موضعه فتدهورت حالة الملك ليتم إعلان وفاته وهو في عامه التاسع عشر ولينفطر قلب إسن التي أظلمت الدنيا في عينيها حتى استحالت إلى سواد قاتم كئيب دفن الملك بعد وفاته بساعتين وصحب موكب دفنه مراسم وطقوسة جنائزية طليقوا برحلته إلى العالم الآخر وبخروجه إلى النهار بعدما استفاقت إسن من صدمتها فكرت لا ريب أن الأمور قد استتبت لآي الآن لن يفوت هذه الفرصة السانحة وسيحاول السيطرة على القصر بأي ثمن أيقنت أنها لم تعد تمتلك رفاهية الحزن أو الانهيار ولابد أن تستجمع كامل قواها كي تفسد مخططه الخبيث هنا جاءتها الفكرة ستبعث برسالة لشوبلو ليومة ملك الحيثيين تطلب منه فيها أن يرسل بأحد أبنائه ليتزوج منها ويعتلي عرش البلاد فهذا أهون عليها من أن يحصل كهنة آمون على مرادهم في حكم كامنت دخل أحد الكهنة مضطربا على آي فأدرك بفرسته أن ملامح وجهه تحمل أخبار خطيرة توقف عما يفعله وسأله بقلق ماذا هناك؟ اسم آمون أرسلت إلى شوبلو ليومة تطلب الزواج من أحد أبنائه قطب آي حاجبه هل وصلته الرسالة؟ نعم يا سيدي وقد وافق على طلبها وهناك أمير حيثي في طريقه إلى هنا الملعونة وإن وصل ذلك الأمير وصل إلى التخوم الشرقية تأمل كاي وجوه الكهنة باهتمام ثم أصدر أوامره الواضحة انصرفوا الآن واستدعوا حور محب على وجه السرعة سندبر أمر ذلك الحيثي قبل دخوله إلى البلاد أو ما الجميع برؤوسهم تعبيرا عن الطاعة وهو يستطرد بملامح شيطان مريد أما تلك الخائنة فاتركوا أمرها لي ابعث برجلك للقضاء عليه ألقى آي العبارة على مسامع هور الذي بد عليه التفكير العميق بينما ترقص على وجهيهما ضوء المشاعر على الجدران قطع آي الصمت وتابع بجدية تلك الملعونة إسن تريد تسليم عرش كيمت إلى الحيثيين على طبق من ذهب وأخضاعنا جميعا تحت إمرة هؤلاء الرعاء بدى حور موافقا على ما يقول لكنه عاد وتسأل وهو يحدق مباشرة في عينيه وماذا تنوي أن تفعل معها؟ ابتسم آي بكل خبث ستسوجها فهم حور ما يرمي إليه في حين استطرد آي بصوت أعمق سأستمد من هذه الزيجة مشروعية تنصيب على عرش هذه البلاد لكنها لن تهنأ يوما ولن تعيش كزوجة قط ستذوق على أيدينا طعم الذل والهوان ذلك الطعم الذي يظنت أنها ستذيقنا إياه توقفت المحادثة عند هذا الحد وأصدر حور حينها أوامره إلى رجاله بالتحرك إلى الشرق للنيل من الأمير الحيثي والخلاص منه وتحرك العجوز آي ليلتقي بإسن التي كانت محبوسة في غرفتها الملكية ماذا تريد أيها الخائن؟ قالتها إسن بشراسة أنثوية حملت قدرا هائلا من الكراهية وهي تواجه آي الهادئ أمامها كانه ينتظر أن تنتهي مما تريد قوله لتواصل هي بلوعة أكبر ألا يكفيك التآمر على الملك وخيانته؟ رد ببرود لم أخنى أحدا أنت من حاولت تسليم هذه البلاد للأعداء؟ ألا تدرك أنني أفضل الزواج بملك يليق بمكانتي على أن أدعى نفسي لواحد من رعاياي وخدمي؟ هنا اقترب آي منها وأمسك فجأة بشعرها بكل عنف عزيزة الملكة رانك ستتزوجين من أحد وزراء زوجك المخلصين وسيعلن هذا للرعية على الفور تلك هي إرادة آمون التي تجلى علي في المعبد وأمر بهذه الزيجة الأمر مترك لك إما الزواج مني وإما الموت جزاء لعصيان الإله حاولت إسن التي كانت تبكي بمرارة أن تحرر شعرها من قبضته لكنها عجزت إلى أن ألقاها بقوة على أرض الغرفة التي وقف على بابها حارسان مسلحان وخرج في ذلك اليوم من أيام كمت المشهودة ولقت الزينة في كل مكان وتجمع العمة ابتهاجا لهذه المناسبة السعيدة التي سيتزوج فيها الوزير آي من الملكة الأرملة إسن أمون وسيتم تنصيبه فيها ملكا على عرش البلاد كان الجو مفعما برائحة البخور وبالموسيقى المعزوفة على أوتار القيثارات المتدخلة مع صوت الدفوف والطبول بينما ارتدت الرقصات تيجانا من أعواد نبات الغاب وتمايلنا بحركات رشيقة تأسر العقول ثم بدأت في شدوية غنية ساحرة تمجد الرب أمون أمون أيها العظيم أيها الأبدي في السماء أرسل شعاعك الذهبية ليغمر أرضك بالضياء ظهرت إسن يومها بكامل زينتها وحليها جلسة بجوار آي ومنسكة بزهرة لوتس طيبة الشذا في يدها أما في أعماقها فكانت تشتعل بنيران عظيمة ثائرة وتمنت لو أنها رافقت توت في رحلته في العالم الآخر حيث لا مكان هناك سوى للحقيقة والعدل لقد عشت الملك بعد ذلك العرسي أيام طويلة مليئة بالحزن والمهانة على أدي زوجها الجديد وابنته موت نجمت وشعرت كل ليلة بالحصرة تعتصرها على المصير المساوي الذي لحق بزوجها الراحل لم تكن تدرك إسن وقتها أن التاريخ لا يرحم الخوانة ولا يرفق بهم وأنه سيبتلع آي بين طياته كملك عابر لم يقدم شيئا لكمت في سنوات حكمه المعدودة وأن ملابسات ما جرى ستظل فيما بعد لغزا محيرا من ألغاز الزمان الغامضة لو كانت أدركت وقتها أن حبيبها توت سيرتدي بعد آلاف السنين رداء العظمة والشهرة والمجد والنسمح الخالد سيذيع سيطه في كل بقعة على الأرض لكانت في لحظة الإدراك تلك قد ابتسمت كشمس ذهبية تشرق على نهر كيمة العظيم عندما أخبرتني عن مشاعر الحب المتقدة التي تكنها لهذا الأجنبي القادم من أرض البدو الرعاة أبصرت ضلال فاجعة وشيكة تلوه في الأفق ثم أيقنت من صدق حدسي عندما أعلمتني عشية أمس بنيتها للفرار معه والزواج منه كانت ليلة دهما سعت فيها للابتهال للإله تحت عسى أن يصطع وجهه في تلك الظلمة الغاشمة فينير لنا طريق الهدى والخلاص إلى أن الكلمات توقفت في حلقي تأبى الخروج فأدركت أن أوان ذلك قد فات نارميس هي ابنة أختي أم لكنها لي هي رفقة طفولة وصبة أكبرها بموسمي فيضان وعلى رغم من ذلك كنت أنا من يتبعها دائما كظلها هذه الفتاة كالمهر الجامح كني لها لجاما عزيزة نيفار الحكيمة بهذا كان يطالبني الجميع إنه واجب المقدس لقد باركني الإله بحكمته بينما تخلى عنها أما أنا فلن أفعل في مهد الطفولة عندما كنا نمضي في لهونا تلمع عسادنا العجاف العارية ببراءتها تحت أشعة الشمس الحانية إلا جسدها البض قد برزت نتوآته قبل الأواني متحديا جميع القوانين في سفور غير مبال كروحها الطليقة مهددا بفوران قريب كفوران النيل في موسم فيضانه جالبا أديمه الأحمر مما دفع بأمها ستر جسدها مبكرا بالثياب ومنعها عن الخوض معنا إلى أنها كانت تنجح دائما في التملص منها لتأتي إلينا غير آبهة بأي عقاب قد ينزل بها تعب في صخب من أصناف لهو الصغار ملقية بملابسها في عين الشمس لما كن يومها مثلها كنت أجنح إلى العزلة والتأمل في ساحات اللعب أجلس بتحفظ في الزاوية أرقبها تملأ الدنيا بضجيجها ومرحها كإوز الميدوم عندما يطلق له العنان في سن مبكرة أدركت اختلافنا عن الآخرين نحن سلالة كهنة رب الأرباب آمون رعى المعبود يد الإله في الأرض وكلماته المسموعة كان علينا دوما التطهر الترفع والتسامي عن تلك المشاعر الدنيوية المنحطة المتاحة لسائر العباد لنستحق حضوة الإله ونكون أشعاته النورانية المرسلة لخلائقه تهديهم سواء السبيل لكن روح نارميس المتمردة الهائجة الناهمة في حبها للحياة كانت تأبى دوما الانصياع لأوامر الكهنوت والالتزام بقوانين المعبد فتلاشت جميع آمال المبجل باتاري والدها والكاهن الأكبر في أن تأولى لها خدمة الرب كخليفة لأمها المبجلاتي كبيرة مغنيات المعبد وهو الذي كان يطمح أن تكون يوما إحدى صاحبات الرب المقدسات لما لها من جمال وافر وذكاء لافت لا تخطئهم العيون والعقول وقد تضاءلت أحلامه لها حتى اقتصرت على تزوجها من أحد كبار الكهنة ذوي الشأني في أقرب فرصة في حين كنت أنا بديلها الطبيعي استقبلت مراسم تطهري استعداداً للكهانة بجلد وشجعة من عملية ختان حلق شعر رأسي وجسدي الاختسال في مياه بحيرة المعبد المقدسة مع نسمات الفجر الباردة يومياً مع المصابرة والتفاني في التدرب والتعلم نهلاً من العلوم الكهنوتية الشاقة لقد أثبت جدارة بلا شك المبجلة نيفار هبة الرب للمعبد هكذا كان يتحدث عن الجميع يتابعون سعي الدؤوب بإجلال وأكبار وكنت أنا أتابع نارميس أتوقع منها بل أنتظر وأتمنى أن تشاركهم إكبارهم لي انبهارهم بي واحترامهم لكنها لم تكن تهتم ملتهية بعالمها البائس العابث المتردي للدونية والوضاعة وضاعة الضعف البشري وضلاله أعلمها الذي تمحور حول ذلك الهمجي القادم من الصحراء تتحدث عنه وقد تلألأت عينها كنجوم سماء صافية في ليلة صيفية وقد توهج محياها فصار بلون قرص الشمس ساعة مغيب يهفو قلبي إليها يتلوأ مضطرباً بين أحشائي حتى وقعت الطامة الكبرى على رأسي كالصاعقة عندما كشفت لي عن نواياها عاشية أمس لم تفلح صلاتي قلب الناقم الغاضب يدفعني بعنف ليكاشفها حقيقة ما يعتمل بداخله نحوها متحدياً كل الأعراف متجاهلاً كل المخاوف غدرت صمعتي وقد تدعت على مذبحها مقاومتي لنفس الشقية هرعت إلى بيتها لأجدها تتسلل منه بلهفة ما اهتسل لخيوط الفجر الفتية إلى كبد السماء المظلم بوحشة نديت بأساً نارميس لا تذهبي التفتت لي جزيعة لكنها هادأت عندما تبينت ملامه اقتربت مني بألفة وقد أشرق ثغرها بابتسامة عذبة وضعت انراحة يدها النعيمة الرقيقة على كتفي نفار العزيزة لكني أحبه اشتد واجيب قلبي واشتعل جسدي بلهيب الرغبة اندفعت نحوها بشبق جنوني احتضن جسدها ضغيطة عليه بقصوة بينما أغمر وجهها بقبلات مستعرة وأنا أهمس لها بأنفاس لاحيثة مضطربة ونبرات مرتجفة من شدة الولاح وأنا أحبك نارميس أنا أحبك دفعتني عنها بقوة وغضب غير مصدقة ما بدر مني شعرت ببرودة تلفحني وقد تسمرت في مكاني شاحبة صفعتني بنظرة سخرية واستهزاء قبل أن تنضي من أمامي أجزم أني أبصرتها توشك أن تقول لي شيئا قبل أن تذهب لكنها أحجمت عن ذلك في النهاية مشفقة وتركتني في هدوء ورحلت وموض في مصر القديمة محمد محمد رجب شهاته إياك أن تزل قدمك أيها الواقف هنا كن على حذر التفت ميريراعة في ذور كان واقفا على ضفة النهر منبسط القدمين من الحفاء سألت معاتبة هل أزعجك صوتي؟ أتفى بصدق كالغناء إن سماع صوتك يسكرني وحياتي كلها في سماعك منذ صباه بدأ العمل في خدمة الحكيم وني يحرس نفرة وميرت أمون حفيدتي معلمة ميرت أمون أكثر شجاعة وحكمة لكنها على العكس من نفرة كانت غائرة العينين يابسة الساقين وذرعاها مفتولتان كالذكر لذلك تجنح إلى تعويض دمامتها بدهن جسدها يوميا بالزيوت وتلوين وجهها بالكحل والأصباغ والاستحمام في حوض مملوء بلبن الماعز نفرة أصغر بأربع سنوات لكنها آية في الجمال عشقها ميري رع منذ كانت طفلة في السابعة تتعثر في ثوبها الكتاني الناصة الحافيدة المدلالة الرائعة تشهد بذلك اليوم عيناها الساحرتان ووفرة صدرها وربلاتا ساقيها وهو ليس حقير الأصل فجده كان باسلا من جنود تحتمس الثالث يقطع ذكر عدوه المقتول ويمنيه ويأتي بهما إلى الكاتب لتسجل في صحيفة أعماله أما هو فيكتفي بشهود سباقات الجري والريماية ويصطاد التمسيح لوجه التسلية يشق النيل في قاربه الصغير ويجدف بقوة حتى يتوسط عرض النهر ولا يخدعه السكون بل يقف بصدره العريض ويثقب وجه الماء بعينيه النجلاوين شديدتي السواد وفي لحظة يدفع رمحه بعنف فيرمق إلى قلب التمساح ثم يسحبه بحبال من ليف إلى الشاطئ حيث يبدأ بسلخ صيده يشق بطنه بسكينه ويخرج قلبه ليهديه إلى محبوبته قال لنفرت هذا اليوم بأسى لن أهديك قلب تمساح آخر حتى ينتهي الموت لم يرصد له أحد بداية حتى الكهنة العارفون لعله بدأ في الثالث عشر من شهر توت اليوم الذي حكمت الآلهة على كل من يولد فيه بالحلاك لكن نفرت أحصت على الأقل ميتاً واحداً من كل أسرة تعرفها قال المعلمون إنه الوباء وقرأ الرقية والتعاويذ ونصح الأطباء بتحصين البيوت بالبصل التي يكرهه الموتى والشهد الذي هو حلو في فام الأحياء ومر في فام الأموات ومع ذلك لم تنقطع رحلات أهل طيبة إلى العالم الآخر هتف الكهنة نه غضب الآلهة سببته خطايا البشر كان صانع التوابيت يعملون ليل نهار أما الفقراء فدفنوا موتاهم دون توابيت أو ألقوا جثثهم عند سفح الجبل ليلتهمها الطير والوحوش حتى تساءل الناس هل يجد أوزير من الوقت ما يكفي لمحاكمة كل هؤلاء الموتى أمام محكمة العدل الأبدية أما نفرت فخشيتها الكبرى كانت على جدها الحكيم ما أن الرجل نفسه لم يبدو أنه يهتم قال بمزاح الزاهدين وهو يرى جهودها البائسة تصد الأبواب في وجه الموت أي بنيتي تذكريني بنفسي في العشرين كنت أعالج الصلع بدهن رأسي بشحم الحيوان لا نتكفايا من ملمس الدهن ولم تنبت برأسي شعرة واحدة الخلود قدر يكتب على جبين المرء قبل أن يولد توسلت إليه ليكتشف السر الكبير ببطء المسنين والحكماء قام الرجل من مرقده اللفي الذي لا يكاد يغادره إلا للعب الدامة مع ربيبه مير رعا كان عده يابسا منحنيا كبوصة لحيته رمادية نحيلة ولعينيه شعاع نافذ ليستقص الصدق في أقوال الآخرين أتى بإناء منحوط من الجرانيت مملوء حتى ثلثيه ماء ثم صب بحرصا من الزيت المقدس حتى حافت الإناء وبدأ بترتيل تعويذته حتى تمثل له وجه الإله حورس على سطح السائل كانت نفرة تحترق انتظارا خارج الحجرة حين خرج الحكيم متعرقا يهتف بعينين زائغتين لقد سرق الجعران المقدس في غروب ذلك اليوم انتفخ بطن الحكيم ويني ثم انفجر بماء أخضر تخلت عينه عن صفائها الثاقب وطلتهما غمامة كالموت وبقي يحتضر تحت رعاية جزعة من نفرة وميرت آمون حتى هبوط الليل حيث انتقلت روحه إلى العالم الآخر حتى ميرت آمون تخلت عن رصانتها المعطرة تقيقتها الصغرى في عناق باكن وجاء المحنطون وثقبوا رأس الحكيم ليفرغوا منها المخ وحشوها بالأصماغ المعطرة رفعوا أمعاءه وتركوا القلب في مكانه ثم غسلوا الجسد بالنبيذ وغطوا الجلد بالملح الإلهي المقدس وتركوه حتى تصفت من جسده آخر قطرة من ماء الدنيا شع الخبر في المدينة حتى شغل البشر عن موتاهم بالسر الذي صرح به الإله حورس للحكيم وني الجوران المقدس واهب الحياة الذي يحفظه الكاهن الأكبر في قدس الأقداس بالمعبد الأكبر للإله آمون أقسم حراس معبد الإله أن بشرا لم يقترب ظله من الحجرة الحاوية للأسرار لكن المعبد اتهم الكاهن المرتلة سامن خرع فسيق زاحفا حتى سجد أمام فرعون وأقسم بمجد أمون أنه ليس السارق وإن يده لم تكن لتمتد بسوء على معبد الإله برغم ابتهالاته أمر فرعون بحبسه وقطع أسباب الحياة عنه حتى يقر بفعله رغم الجوع والعطش ظل الرجل صامضا ولم تكف مواكب النعوش عن مواصلة الرحيل إلى العالم الغربي كان الموت يتلون بألف لون ويحل في تجليات غريبة فالمصاب ينفجر فمه بالدم أو يرتجف من برد مبهم وقد يختنق بصوت يخور مستغيثا في حلقه وربما سقط منقطع الأنفاس دون عرض سابق بدأ أن روحا شريرة تلبس الطيبة فصيرتها عجوزا يتساقط شعرها وتسلم للموت دون دافع وهرع الناس للمعابد ليبتهلوا بالصلوات وقال العمة إن الحكيم من يهجر هذه المدينة قبل فنائها لكن القادمين من إهناسيا وأبيدوس وهور أكدوا أن الموت يتمدد بطول البلاد وعرضها وأن الخراب يحدق بواد النيل استدعى الفرعون الكاهن الأكبر لاستجوابه ركع الرجل بكل جلاله تحت قدمي فرعون وأقسم باكيا إن القعران لم يره يوم أي كاهن واعترف في نوبة صدق أن حيازة المعبد للقعران المقدس كذبة قديمة غرضها السيطرة على أحلام العامة وفي التسع من شهر بابا أمر الفرعون بإعدام الكاهن الأكبر قال كثيرون إن هذا يعني أن مكان القعران اختفى للأبد إن صح الظن بأن الكاهن الأكبر هو السارق في اليوم التالي لإعدام كاهن أمون شق مرراع النهر بقاربه استقر القارب في منتصف النهر دون حركة سكن الكون تماما حتى ألقى الفتى مجدفيه في النهر بعنف ونظر إلى قرص الشمس الأصفر في تلك اللحظة انبعث الإله سوبيك من تحت الماء في هيئة تمساح هائل وفي لمحة واحدة ابتلع القارب وصاحبه وهبط إلى جوف النهر قال الرأي إنه لم يسمع من ميري رعى صرخة فزع حين انتقم منه الإله سوبيك جزاء قتله التماسيح حلت نفرت ضفائرها تلك الليلة صارت مهوشة الشعر حتى حادت ضفة النيل الغارق في صنطه كالقبر التفتت إلى المدينة الممعنة في السواد والموت ركعت على ركبتيها وبكت بحرقة جدها وحبيبها حتى استنفدت كل دموع قلبها استأذنت نفرت في مقابلة كهن حور سائست كان الرجل مشهورا بتتلمذه على أيدي كهنة يقدرون على إعادة الحياة لثور بعد قطع رأسه كان الوقت فجرا وجذران المعبد الجرانيتية تتدثر بالغموض سلمت القيادة لحارس المعبد حتى قابلت الكاهن كان أبيض الوجه مشربا بحمرة بدينا حلق الرأس على عادة الكهنة قالت سيد الكاهن رأيت قبل يومين رؤية لم ينبس الكاهن استطردت بصوت متحدج رأيت الكائنات تتناكح على أديم أرض سوداء رأيت الأرض تخضر الأرض تثمر ماذا تريدين؟ تفسير الرؤية ماذا تريدين؟ قالت باكية جد فجر بطنه حبيب التهمه التمساح أريد أن أوقف الموت الزاحف أريد لهذا أن يحيا أشارت إلى بطنها الرؤية ليست بهذا الغموض قال وهو يحل إزارة لسبعة أيام رقدت نفرت بين الحياة والموت في البداية شعرت أن روحا غريبة تجوس في بدنها كان الألم في بطنها يتعظم وجلدها يقشعر ما زال من لمس الكاهن تهوت على فراشها ملتفعة بعرق بارد وفيما يشبه الإغماء المرعب شعرت بالدم المتخثري يسيل على فغذية في اليوم الثامن دخلت إلى مقدع ميرت أمون لترى إن كانت لا تزال حية كان المختع خاليا إلا من أواني الأصباغ وقوارير الزيوت والمكاحل والأمشاط العاجية والمرايا النحاسية المسقولة المتباينة الأحجام وتمثال من ديوريت لقرد يضرب على وتر وصندوق لحفظ الحلي فتحته قلبت على أصابعها حليات من الذهب منها عقود وأساور وحلية أكبر قليلا في حجم الكف من الذهب الخالص المرصع بالزمرد فركته نفرت في يمينها دون انتباه ثم ارتعدت كان جعرانا مرصعا بالعقيق والفيروس لم تر جعرانا بهذه الضخامة من قبل شعرت بدفء غريب يغزو دماءها عند لمس قلب الجعران انقض الزمن قبل أن طفيق نفرت من ذهولها ومن ذهولها وهشاشتها انبثق صفاء نادر كغلالة عبرتها فرأت كل شيء كجدها الحكيمي أو خيرا منه رأت ميري رعا يدفع رمحه في بدن التمساح الضخم رأت الحيوان يتفجر دما وحبيبها يسحبه حتى الشاطئ رأته يفتح بطنه بسكين قصيرة ويخرج القلب رأته يكتشف الحلية الذهبية في جوف التمساح يقلب القعرانا في يده حتى ينتبه لوجود ميريت أمون فوق رأسه رأت عينا شقيقتها تبرقان أنت أعطني هذه الحلية لا يجرؤ ميري رعا على معارضة حفيدة معلمه المهابة رأت كفه ترتعش وهي تحوي القعرانا الواهبة للحياء ثم تقول آمرة وعيناها تبرقان بالسخرية أعطي القلب لصاحبته ماذا تفعلين هنا؟ التفتت نفرت دون ذعر كانت قد استنفذت كل ذعرها سألت بذهول أتعرفين ما هي هذه الحلية؟ لم تنبس ميريت أمون وإن ظلت ترمقها بغضب نحو القعران المقدس الواهب للحياة هتفت نفرت بصوت غريب عن هذه الدنيا قالت ميريت أمون بهدوء منذ زمن بعيد تحاشيت السير بجوارك في سوق المدينة لم تفهم وقتها الحقيقة أني كرهت نظرات الإعجاب التي تحضين بها أكثر مما كرهت نظرات الرثاء التي يرمقني بها الناس ربما لن أصير أجمل منك لكن جلدي لن يتهدل عودي لن ينحني لن تعرف عظام الخور سأشهد الأيام وهي تبدلك عجوزا قبيحة بلا حول سأموت قبل ذلك أوقف الموت الدائر الدور لا تكف عن دفع النعوش إلى العالم الغربي الموت لا يكتفي أختاه القعران سيهبني الخلود أيتها البلهاء إنني لا أرى الخلود على جبينك يا ميريت أمون أمسكت بساقط امثال الديوريد وهوت به على صفحة وجه أختها جمذت ميريت أمون في مكانها لحظة كأنها لم تصدق ثم تهوى جسدها النحيل على الأرض والدم ينبثق من رأسها المهشم على ضفة النهر حيث كان ميري رعى طفلا يتقفز على غصون الأشجار يقطف ثمار الجميز والدوم والتين قبل نطجها حيث أحبها لأول مرة فوق فراش ليل مشتعل وحيث كان يجر بسعديه القويين صرعاه من التمسيح كانت يداه ترتعد قابضة على القعران المقدس والنيل يتموج أمام عينيه الندتين دفعت قاربها إلى وسط النهر حيث ابتلع الإله سوبيك حبيبها فكت نفرت قبضتها في بطء حتى عانق القعران وجه الماء رقبته يغوص حتى ذابت ألوانه صلت للآلهة أن يبتلعه التمساح الأعظم ويهب الحياة لكل أرض يباركها النيل بجريانه من حولها كانت أشعريرة شعاع الشمس المتلألئ تدغضغ صفحة النهر الخالد الذي يبدو أنه لا يبالي بما يجري حوله من أحداث الملك الذليل روان أيمن فكري جموع هائلة كانت تقف هناك حيث يقبع هو أتى في موكبه المهيب اخترق الصفوفك البرقي وسط مناصري كنت أراقبه من بعيد في حجد قليل من جنودي ضرنته لن يلتفت لي لكنه خيب ظنوني والتفت يا له من خبيث لم يلتفت لمن يتميلون على أنغام ترانيمه الواهية بينما أنا أنتظر بفارغ الصبر انتهاء تلك المراسم التي ليس لها قيمة كي أنطلق لتعقيق ما هو أسمى توحدي هنا فنظرت له خلصة وجدته ينظر لي بحدة يجذبني إليه وكأن عينيه كالمغناطيس تجذبك رغما عنك لتؤدي له فروض الولاء والطاعة تقف أمامه كأنك ثمل يكاد أن يهوي على الأرض أو كأنك صالق يلهث من كثرة الرقد ويرتطم بالأرض فيخشى عليه من شدة الخوف هكذا شعرت حينها دنوت منه رغما عني فاقترب لي وهمس بأذني أطعني وإذا أطعتني فسأسير لك زمام الأمور فإني رأيت فيك ما لم أره في أحدا قط كانت كلماته تقع على مسامعي كالساعقة استشعر بالرعب وظل يحدق فيه فقط ومن ثم أمرني بالرحيل فرحلته وكلماته تتردد بأذني ولكن كيف أطيعه؟ وأنا ملك ملوك الأرضين كيف أرضخ لقطعة من حجارة ليست تملك من أمرها شيئا؟ كيف أكون كأولئك الفاسقين الذين يظنون أن تلك الحجارة تتحكم بهم تتحكم بأعمارهم وأعمالهم وهي التي تهبه من رسق يتوجب علي أن أوقف تلك المهزلة لم أكم الكلمات إلا وأوجدته هناك بالسماء يترقبني من بعيد قذف بقلب الرعب بعينيه المشتعلتي وصوته الذي رجى الأرض رجا فقال لي أتكفر برب أرباب طيبة وتشكك بقدراتي؟ فأنا مانح الرزق والهبات أنا من منح لك ولأبويك تلك البلاد ووهبك القوة والجمال وجسدك المفتون هذا أنا ربك ورب أبويك وإن شئت لجعلتك نسيا منسية واتخذت من بعدك من يعظم شأني ويعل اسمي ويطوف البلاد ليجعلني رب أرباب الكون وليس طيبة فقط أجبته بحدة ممتزجة بسذاجتي من تظن نفسك أنت أتظن نفسك منح القوة والجمال وحسن الخلق؟ أجابني نعم ومن تظنه قد منحك هذا سواي أكملت؟ وكيف تمنح القوة؟ وأنت بحاجة إليها فأنت تكلمنا بحجاب لا تظهر إلا بتلك الأعياد المصطنعة لنهب وسلب الأموال وكهنتك الغارقون بنسواتهم وأكاذيبهم وبطونهم المتدلية على أرجلهم يضحكون على الضعفاء بكلمات سطروها بأنفسهم ويرددونها على لسانك فكيف تكون رب أربابي طيبة؟ وأنت بحاجة إلى من يكتب عنك ويتحدث عنك ويستجد العطايا من عبيدك أجبني نظرت هنا وهناك لم أجده فقد اختفى دعني أخبرك أمرا أنا لست أخشاك ولا أخشى أفعالك فأنت دون أتباعك وأسحارهما لا شيء وفجأة انشقت السماء ونزل منها مخلوق عجيب لم أعرف ما هو ولكن مظهره جعلني أثبت مكاني أخذ في الاقتراب واشتد الضوء حتى التسق به شعرت بجسدي يتمزق ولم أعد أرى شيء صمت رهيب من حولي ظلام حالك أصوات ترانيم تتعالى ودقة أجراس المعبد تقترب سألت نفسي بصوت عال كيف جئت إلى هنا؟ أجابني صوته وهو يضحك بسخرية ما تشاء الرب أن تأتي تأتي رغما عنك والآن أنت سجيني حتى تردخ وتخضع لإرادتي وإلا جعلتك سجينا للأبد صمت كل شيء مجددا وظهر ضوء خافت في ذلك القبو العفن تحسست المكان فلمست يداي جسد أحدهم فسمعت أناته الصامتة حاولت الابتعاد لكنه أمسك بي وقال ارضخ حتى لا يصيبك ما يصيبني لقد كنت مثلك لا أؤمن بقوته لكنه جبار فعل بي ما لم يجل ببالي أحد جعلني عبرة لمن لا يعتبر أذهب ملكي ومالي وجمالي في جلسة واحدة أنا هنا منذ أعوام أكفر عن ذنوبي بشتى الطرق ليعيدني للحياة ارضخ واقتصر الطريق يا بني غرقت بتفكيري أتأمل كلماته حتى دخل قلبي وعقلي في صراع قلبي يرفض الرضوخ وعقلي رضخ خوفا ورعبا على عرش مملكتي كيف سيكون الحال من بعد من سيحافظ على حكم مملكتي وبينما أنا في حيرة من أمري انشق سقف الغرفة وتطاير كل شيء من حولي حتى أنا أصبحت أطير بالهواء كتواهوي ولكن شيئا ما التف حول عنقي وتكبلت يدايا وقدمي ظهر مجددا في الأنحاء لكنه لم يكن كذلك من قبل فكان في حالة مدمجة ما بين الواقع والخيال يرتدي زيه الحربي عريض المنكبي وسيم الوجه بشوش باسم الثغر يبلغ طوله 11 قدما هبط على الأرض وكأنه حيوان أسطوري بهيئة بشرية استقرت قدمه على الأرض فكادت تنفلق من قوته نظرت إليه فوجدت رأسه عند السماء وقدميه ثابتتين على الأرض قيل لي لو أنه فرد إهدى يديه لغطت نصف العالم سألني مجددا أن أقدم له فروض الولاء والطاعة لكن جوابي كان لا وكلما رفضت يستشيض وضبا كررها مرارا وتكرارا وفي المرة الأخيرة التقطني كانه يلتقط صخرة صغيرة وألقاني على الأرض بكل ما أوتي من قوة أقسم لكم كنت في طيبة ووصلت إلى أقصى أقاص البلاد وفي تلك الأثناء تجمعت حشود الجنود والكهانة والمواطنين يرددون ارضخ وإلا سيضيع الملك ارضخ وإلا ستترك البلاد في محنتها أرضخ كيف ولمن أرضخ ترضخ لي أنا لا لن أرضخ لك كلا سترضخ وإلا سأجعلك تتمنى الموت ألف مرة استمع إلي وأنصت لو أطعتني لو هبتك مملكة حدودها شرق وغرب العالم واجعلت منك إلها بجانبي يعبدونك ويأتونك من شتى بقاع الأرض ووهبتك مالا وعلما واجعلت كلمتك هي الأولى والأخيرة ووهبتك من صفاتي وقوتي لتصبح أنت رب الأرباب معطي الهبات حاكم طيبة وأشور وبلاد فارس حام الأرض الفارس المغوار ابن الإله هيا انظر معي فهذا مستقبلك الذي ينتظرك لو اتبعتني انظر تلك مملكتك نظرت فوجدت نفسي أجلس على عرشي أتوج كحاكم لشتى بقاع الأرض يقدمون لي فروض الولاء والطاعة وينعتونني بالفارس المغوار ابن الإله صاحب العظمة والجلال وقصر الصغير تحول لقصر حدوده اتجاهات العالم الأربعة ارتدي قلادة مرصعة بجم من أنواع الأحجار الكريمة ونقش عليها اسمه رب أرباب طيبة سرعا مختفى كل هذا وعاد الوضع كما كان في السابق وجلست على ركبة أنعي حالي وأبكي على ملك الضائع آمال متبعثرة على ضفاف الانتظار ووجدت نفسي حيث كنت في البداية بمعبد الإله أمون أقف أتأمله كباقي الحاضرين فارددت بصوت سمعه كل الحاضرين أؤمنوا برب أربابكم ورب آبائي وأشدادي عظيم الشأن رفيع المكان إله أمون فخررت له ساجداً أبكي بتضرع بين يديه أطلب منه السماح والمخفرة وفي حينها أرسل لي عطية من عطاياه ثوباً منسوجاً من خيوط الشمس وقلادة حفر عليها إله ابن إله ارتديت الثوب والقلادة وما هي اللي خطوة واحدة تجاه المخرج حتى وجدته أمامي يبتسم في لذة الانتصار ويضحك لي ساخراً وقال لي فأنت ذا خررت بين يدي ساجداً بكامل هيئتك كحاكم مصر العليا والسفلة فلا تظن بأنك قادر على مجابهتي فأنت زائل وأنا باقن ثم اختفى وبقيت كلماته عالقة بذهني حتى اليوم فأنا هو ذلك الملك الذليل الذي خضع لحجارة ليحتمي بها سيذكرني التاريخ بكوني تابع آمون وملك ملوك مصر بفضله أنا المكبل بأصدافه وليس لي منه خلاص دماء وضحك أحمد الربي لم يكن بيس يعلم أن مسحة أراد من ورائها أن يمرح قليلاً قد تسبب وقوع مصيبة مثل هذه فكر كثيراً وازن كل الاحتمالات والسبل لم يشأ أن يلجأ إلى آمون لكن انفلات الأمور من بين يديه والمصيبة التي كانت على وشك الوقوع كل هذا لم يترك أمامه خياراً آخر استأذن بيس إله المرح والسعادة الحراسة بأن يسمح له بمقابلة كبير آلهة وقف أمامهم الإله القزم بوجهه القبيح وملامحه الغليظة كان جفناه السفليان يرتجفان تأمله الحراس في حيرة ما السر وراء هذا العبوس في وجه إله المرح أليس هذا عجيباً وباعثاً على الاستغراب؟ خرج أحده من الصف وفتح الباب المرمري الضخم سجد أمام الإله آمون وقال يطمع الإله بيس في مقابلة إله العظيم طمط أمون وانفرجت أساريره كان يشعر بالملل ولابد وأن حضور بيس سيكون مصحوباً بكثير من البهجة دلف بيس وأغلق الباب من ورائه النور المنبعث من جسد أمون خطف بصره أطبق عينيني أبهرهما النور لأمون حضور يفوق كل حضور فتحت العينان واستقر جسد بيس في وضع السجود رفع وجهه ناحية كبير الآلهة الذي كان ينضغ حبة تين وينظر إلى بيس نظرة يعرفها الأخير جيداً أفرغ علي ما لديك من المرح كاد بيس يبتسم في مرارة لولا أن هولى الموقف لا يسمح انكسر بصره وهو ينطق كلماته بصوت يخالطه بوكاء لقد تسببت في حدوث كارثة استمع أمون إلى الحكاية وأطل من سمائه وتطلع إلى جموع البشر من تحته على الأرض تلوث الهواء برائحة الرعب كل شيء يغلفه الخوف والترقب وقف الجنود أمام الرجال المعلقين على صلبان خشبية ألات التقطيع في أيديهم والحيرة في قلوبهم لم يدر أحد ما يحدث لا الصالبون ولا المصلوبون كلا الطرفين كان يجهل تماما لما كان على هؤلاء أن يلقوا المصير الذي يلاقيه المتمردون والخوانة المسافة بين الصليب والآخر عدة أقدام والرجال المعلقون لم يجدوا بدا من أن يواسوا بعضهم بعضا في انتظار ما سوف يكون ينظر الواحد منهم إلى الآخر ويسأله ما جريمتك؟ فيقول الآخر لا جريمة لي يبدو على كليهم الجهل أكثر مما يبدو عليهم البراء 763 رجلا معلقون على صلبان خشبية دقت المسامير في أكفهم وربطت الحبال حول أوساطهم ورفع أحدهم رأسه إلى السماء وقال لو أنني فقط أعرف السبب وارتفع صراخ الألم من حنجرة عجوز ضرير وشق الفضاء إذ انكفأ رأسه على صدره من الأرهاق والعطش وكي يتأكد الجندي من أن المصلوب لا يزال حيا ضربه بآلة معدنية على قدمه أمسك أحد الجنود لسانه قبل أن يسأل زميله الواقف عن يمينه عن الجرم الذي ارتكبه المصلوبون تردد بداخله صدى الحكمة التي كثيرا ما يرددها القائد على مسامعهم الجندي الحق ينفذ الأوامر ولا يطرح الأسئلة يسأل مصلوب زميله عن اليمين عن اسمه فقال ثمودي فارتفع حجب السائل في دهشة أنا أيضا اسم ثمودي لم يتلقت الرجل الأمر على أنه صدفة التفت إلى المصلوب إلى جواره وسأله عن اسمه كان الأمر عجيبا كلهم لهم نفس الاسم ذاته ثمودي وهو الشخص المحب للضحك والمرح حكى أمون ذقنه في حيرة تأمل في ظلمة الليل المشهد الجاري من تحته من ورائه جاء صوت بيس ضعيفا ومبحوحا أقسم لك أنني لم أشأ إلا مرحا أشر أمون للأسفل ناحية الرجال المصلوبين ورد بصوت خافت وكأنما يخاطب نفسه وهذا هو نتاج مرحك ضم الإله الخزن كفيه أمام خصره نظر إلى أمون في الرجاء كان يرجوه أن يفعل شيئا ينقذ به الموقف أكثر من رجائه في نيل العفو قال حين زرت فرعون في منامه وتشكلت له في هيئة ساحرة عجوز تلقي ببخورها في كوة النار وهي تخبره بأنه سيلقى حتفه على يد محبي المرح لم أكن أقصد بهذا إلا التلاعب بفرعون نفسه كنت أهزأ به أتسل بإخافته لم أكن أعلم أبدا بأن الأمور ستأول إلى هذا الحد وحين اجتمع بوزيره وكهنته وعرفيه وقص عليهم ما رآه في منامه انقلبت وجوههم جميعا ونظروا إلى بعضهم البعض في وجوه أسعدني هذا كثيرا ملأني بالنشوة ظننت بهذا أن المسحة قد انتهت لكن الأغبياء فسروا الأمر أن رجلا اسمه ثمودي سوف ينجح في قتل فرعون فأمروا جنودهم ورجالهم في كل الأقطار بجمع كل من اسمه ثمودي ولأن المنام لم يحدد تاريخا معينا لحدوث محاولة القتل فقد قبضوا على كل حامل الاسم سواء كانوا أطفالا شبابا أو شيوخا في الصباح سوف يتم هذا في محاكمة علنية يشهدها الآلاف فرعون نفسه قال إنه سوف يحضر المحاكمة ما ترجك أن تفعل شيئا لم يرفع أمون عينيه عن المنشهد جنود ومصلوبون وألاف البشر سوف يشهدون إعداما لمئات الأطفال والعجائز والشباب لجميعهم الاسم نفسه ولا يدري أحد السبب الذي سوف يعدمون من أجله سوف ينقض الليل ويحل الصباح ومعه تحل المذبحة في الصبح سوف تسيل على الأرض دماء سوف تقطع لحوم أترجك أن تفعل شيئا قال بس وتردد قول في عقل أمون وطف مزاحما مئات الأفكار قال بالنبرة الخافتة إياها وماذا لو أنني لم أفعل شيئا من جديد دارت في عقله مئات الأفكار والتصورات قد يموت المصلوبون الأبرياء وقد يعود فرعون إلى رشده ويحجم عن قتلهم قد يثور المتفرجون رافضين ما يحدث إن تدخل أمون فكر سوف تنقذ هذه الأرواح لكنه سوف يحرم من الفرجة على ملحمة تحمل كل هذا الكم من الاحتمالات والمشاعر تحرك قلب أمون يمينا وشمالا وتأرجح عقله بين خيارين إما أن يتدخل وإما أن يتفرج استدار ونظر طويلا إلى بس الغارق في الصند وعاد ببصره إلى أسفل الملل بداخله كان قد تبدد تماما قيامة أزوريس روان بغداد سرع الخير والشر كأمطار الشتاء لن تتوقف إلى نهاية الكون شمعة الحب التي أشعلت فتيلا لقنبلة مقوتة تنتظر وقتها المناسب انتظرت حتى تبلورت في هيئة ملك عظيم لم ولن يأتي مثله أبدا ولد ليكون ملكا وكتب له أن يكون بطلا سطر على أول صفحات حياته عنوان سيكبر لينتقم نساء مباردة تصاحبها أمطار قليلة ومياه النيل الساكنة بطبعها تأبى الصمت كان يعلم أن نهاية تقترب وأن موعد عودته قد جاء لكن قلبه علق بثال العشق رغم كل شيء خطوته الهادئة في ردهة هذا المعبد العتيق مزجت بالخوف والاقتناق كلما اقترب من قدس الأقداس يزداد الضيق لحظة وصوله هي نقطة العودة إلى العودة دخل وهو يعلم بوجودها مسبقا ورفة صغيرة ذات حوائط رخامية مفقولة ومزغرفة بالذهب تسرد قصة إله عظيم يتخللها ضوء القمر كأنه مصباح يعرف مكانه تقدم ببطء وجلس على كرسيه الذهبي لمس بأناميله اسمه المحفورة على عصاح الذهبية رموز تحمل السحر تعني توت عن خامون نظر إلى هذا الاسم ثم قال هل سأظل دائما توت عن خامون أم سأعود حورس كما ولدت كل شيء يعود لصابق عهده يا بني قالت هي لم تجاور الشمس قمرها إلا في المعجزات إنها كالشمس المشرقة يسكنها الصباح تاجها هو العشق وقلبها يعني الخير عينها تحملان من التطحية انتصارات يداها تزينهما جروح الحروب تسحرك بجمالها وليل شعرها حق أزوريس أن يقع ضحية للشر ليعرف طعم هذا العشق إنها إيزيس التفت إليها ثم قال أمي جاء موعد الانتصار يا بني لتعيد لنا الحياة سأفي بأهدي معك ومع والدي لكنني سأخلف وعدي مع العشق تقدم خطوات حتى وصل لصورته المنقوشة معها يمسك بيديها وهما في حالة شموخ لقد عشقت الحياة يا أمي تضوقت طعم العشق الذي حاربت من أجله الكون العشق الذي لأجله ولدت أنا كيف لي أن أترك كل هذا كيف لي أن أحطم قلب من أحب العشق حرب يا بني وأنت لديك حربك الأبدية لن تستطيع أن تخوض أخرى ولن نستطيع أن أتخلى عنها وأخذي لقلبها أنت لن تكون أوزوريس يا حورس ولن تكون بنت أخناتون إيزيس نظر إليها وهو يمسك بعصاه الملكية أنا توت عن خامون صورة الإله أمون أنا حورس الذهبي ثم ركع على ركبتيه أمامها تتغلغل الدموع عيني أنا عاشق يا إلهة الخير يا إيزيس يا أمي صعدت إيزيس درجات السلالم وجلست على الكرسي الذهبي لم تستطع كتم زفيرها أكثر لم تكن تريد أن يتضوق ابنها ما هاربت هي من أجله أعلم ما يفجره بركان قلبك لقد تفجر بداخلي من قبل عندما قتل ست إله الشر عند المصريين القدماء أباك كنت أشعر أنني من مزق إلى أشلاء شعرت أنني أصبحت وحدي احتلت عقلي أفكار قاتلة تطعنني واحدة تلو الأخرى قاطعها أنا من يمزق إلى أشلاء يا أمي أنت حورس ابن أوسوريس إله الخير لدى المصريين القدماء الذي خلق ليكون بطلا شجاعا يحمل بقلبه الخير والنور كان يحارب أبوك ست وحده يدافع عن الكون من دون خوف كنت أتمنى أن يقتلني ست مكانه أن يمزقني ويفرقني ويتركه لما كنت أعلم أنني سأخذ معارك نتيجتها هروبك أنا لا أهرب بلى لقد أصبح أبوك ملكا لمملكة الموت هرمت منه طوال سنين وسنين ليحميك لأجعلك ملكا منذ نعومة أظافرك لتنمو على الشجاعة والفطنة لتكون محاربا لتحارب ست لتنتصر وتنتقم لأبيك والآن ماذا؟ لا تريد من أجل العشق؟ ضوء يخطف الأبصار تسللت أسلحة البرق لتعلن عن بدء المعركة أمطار لم ترها أرض الكنانة من قبل استعدت طبول الرعد لتهيئة ساحة القتال تخلص من روح آمون يا بني أنت هورس هورس الذهبي ابن الإله أزوريس وإيزيس ترك عصاه الذهبية تستند إلى صورته معها أخذ خطواته لبهو الأعمدة حيث صراع دام لسنوات كل خطوة تعني الذهاب للعدم تعني التجرد من روحك والحصول على الخلود استحوذ البرق عينيه وتحولت ابتسامته الشريسة إلى ابتسامة صاخطة قوته تكمن في ضعف ثقة الخصم بنفسه بأن يذكره بأنه كميه المطر ضعيفة رغم كثرتها جسمه المنتصب وعضلاته المنحوطة جعلته خصما لن يستهين به حورس أبدا اقترب القمر من حورس تحول في يده إلى كتلة ثلج تفرغ الهواء من حوله واستسلم للهدوء تعلن طبول سماء بداية المعركة أرسل ست ضربة برق سكنت قدم حورس أفقدته السيطرة فسقط وهذا ما أراده ست أن يشعر حورس بضعفه من البداية لكنه لم يعلم أن من يعشق يقاتل حتى الزفير الأخير استجمع حورس قوته رغم ألامه رجع إليه منتصبا بشموخ الملوك ابتسم ابتسامة هادئة أفقدت ست السيطرة وجه له ضربة فأخرى حتى أفقده توازنه وسقط أرضا بقوة حتى تنافرت مياه الأمطار التي كان يعلنها نظر إليه وعيناه ملؤها الهزيمة الماكرة عيناك قويتان مثل أبيك بحس حورس بالانتصار لم يكن الأمر بهذه الصعوبة التي توقعها لكن الخيانة لا تتوقع لم يشعر حورس إلا بصاعقة تستهدف دماغه من الخلف انتصصت عبق الليل حتى النجوم كادت أن تتفلت من ضحكته الصاخطة تحدث بصوته الأجش الساخر أتظن أنك ستنتصر كدابك أن يفعلها يوما لكنه لم يستطع أتعلم لماذا؟ لأنه لم يؤمن بوجود يوما برغم أنني أؤمن أتعلم لماذا؟ لم يعطي له حورس اهتماما اقترب منه ست قليلا حتى لمست عصاه قدم حورس الملقى على الأرض من شدة الصدمة ثم أكمل لأنني أؤمن بوجود الخير الضعيف مغلول اليدين ذلك الخير الذي يرتديه العبيد ليمحو عار الاستسلام للشر لكنهم في النهاية يستسلمون لي وجودك لن يدوم قالها حورس وهو يحاول أن يستجمع قواه وينهض عندما حاربني أوزوريس كان يظن أنني سأنتهي بسهولة استهن بي لكنني أعطيت له درسا لن ينساه أزعت جسده على مملكتي مزقته على كل مدينة ليعلم أن خيره الهزيل هذا لن يفيده أبدا اكتمل توهج حورس أمسك بعصاه الحاملة لإسم أمون وأرتف لكنك لم تتخلص منه فانا أمامك الآن لن تتمكن من هزيمتي يا حورس الذهبي غزل حورس السماء فتطيرت نغمات البرق حول أنامله غازلها بمهارة عازفا على عصى أمون حتى أصبحت بتوهج الشمس قذفها باتجاه صدره مباشرة استضمت به كتلة البرق لكنه قاومها امتصها جسده كأنها كتلة من الصخور أعاد ست توجيه ضربته المضادة لحورس حينها سمع صوت أمه إيزيس تقول لا يقاتل الظلام بالبرق يا بني وإنما يسحق بنور الشمس وأنت صورة آمون دائما يكون الانتصار بين أيدينا لكن دائما ما يرى المرء ما هو أبعد باسم الإله رع يستعين بك آمون لتساعده تسارعت نغمات الطبول من اهتزازات الريح عصفة قوية تدور كراقصة الفلامينكو يتغللها ضوء الشمس بلا تمهيد تعرف الأشعة طريقها وهي عصى حورس صوب حورس العصى نحو ست ثم قال الآن سيعود والدي إلى عالمنا سيصبح ملكا مرة أخرى أما أنت فستحاكم في عالم الموت وسيظل الخير ينتصر دائما سكن جسد الملك تتعان خامون في قدس الأقداس يحمل أثار معركته مع ست كان لابد أن يذكر جسدي هذه الحرب الأبدية التي انتصر فيها حورس الذهبي وانتقل ست إلى عالم الموت واستطاعت إيزيس أن تجتمع بقلبها الذي حرمت منه سنين لم يكن أزوريس رمزا للخير فقط فإنه رمز للحب للتضحية للشجاعة